انا لي درعي الامر في البداية برحب بديوفي الكرام الناقض الرياضي بجريدة الأهرام أستاذ وليد الحديد مساء الخير والنوارنا وأهلا بديك معنا في استدلاح مساء الخير يا كابتن فاروق سعيد بالتوجه معك أيضا محلل الأداء النشط المحمود سليم طبعا واحد من المحلل النشطاء في موقع في الجول مساء الخير ومنوارني وإن شاء الله كون معنا سعيد جدا موجود معك كابتن محمد ومع الدكتور وليد وإن شاء الله تكون حلقة موفقة والنادي الأهلي حقق البطولة بإذن الله النادي الأهلي والدوري حكاية تعش ابتدت من 48 أول بطول الدورة عام نادي الأهلي في 24 أكتوبر 48 أول فوز بأول مباراة كانت على نادي اليونان خمسة هدافة مقابل لشي أحمد مكاوي أحرز هدفين وأيضا حلمي أبو المعاطي محمد الهيطة وفتحي خطاب دول كانوا أبرز النجوم اللي سجلوا في أول لقاءات النادي الأهلي أحمد مكاوي سجل أول هدف نادي الأهلي في الدوري أحمد مكاوي من اللعيبة العظماء ما شاء الله له طريق كبير حتى كان من اللعيبة اللي زودت شعبات النادي الأهلي لأنه كان من اللعيبة الحريفة جدا وكانت الناس بتروح تتفرج وتقول لك أنا رايح تتفرج على الأهلي ومكاوي في هذه الفترة بداية الأربعانات النادي الأهلي منذ انطلاق الدوري العام هو أول بطل لأول بطولة نادي الأهلي في الموسم الماضي هو أيضا بطل البطولة وسجل خالي من الهزيم طاقت كانت بطولة مهمة جدا في الموسم اللي فات وليد النادي الأهلي حقق بطولة تصدر منذ الجزء الثاني من الدوري بداية الجزء نهاية الفترة الأولانية الدوري الأول حتى نهاية المسابقة وهو متسايد بدون هزيم يعني على مدار 39 دوري حققهم النادي الأهلي بطولة السنة اللي فاتت 2016-2017 أحد أهم البطولات في تاريخ ال39 بطولة للأرقام الكتيرة اللي حققها النادي الأهلي على مدار البطولة طبعا بطولة بدون هزيمة النتاج اللي حققها على كل منافسين والمباشرين الأرقام القياسية اللي حققها بعض اللاعبين على رأسهم طبعا شريف إكرامي وحسام عشور وغيرهم البطولة تحققت على إيد جهاز فني مصري بقيادة كابتر حسام البدري عدد اللعيب حتى اللي برزوا مع النادي الأهلي على مدار مشوار البطولة سواء اللعبة الأساسيين اللي كانوا مع الأهل على مدار السنوات اللي فاتت أو المواسم اللي فاتت زائد الأسماء الجديدة اللي بدأت تدخل مع نص الموسم وفي أواخر الموسم إذن كمجمل هو دوري أو بطولة تاريخية بالنسبة للنادي الأهلي فأعتقد بعد عشرات السنين لما يجي النادي الأهلي أرشف تاني بطولاته بطولة 2016-2017 يكون أهم بطولة أو إحدى أهم البطولات في هذا السجل محمود نادي الأهلي في الموسم الماضي كان من الهزائم تسعة عدلات أو ستة عدلات أعتقد من الدور الأول نادي الأهلي ابتدى كرف الأداء مش الشكل الممتع للناس منتظرات جمهور النادي الأهلي دايما بيبحث عن الفوز والأداء ولكن قبل انتهاء الدور الأول حتى نهاية الموسم تبدل فرقة تلعبك رفنس صحيح يعني احنا نتكلم بالأرقام من الفريق ما بيتعرضش الهزائم أكيد كان فيه انضباط دفاعي كان واضح طبعا نبتدي الأول من البداية لانضباط الإداري إزاي كابتن حسام كان قادر يديل المجموعة بشكل عظيم كان مسيطر جدا على أن كل اللعيبة من نجون كبار صغرين كله كنا شايفين أن كله سواسية كله بياخد دوره بشكل طبيعي ما حسناش بمجاملات أو أي شيء طبعا كان فيه تركيز في البداية أن أنت لما تستلم فريق مثلا عدى بمرحلة هبوط زي آخر فترات مارتين يول بتبتدي الأول بتشتغل تدريجيا أن أنت تزبط المنظومة الدفاعية بتشتغل على الدفاع الفريق ده بشكل كويس يعني شفنا المبادئ الدفاعية شفنا الانتزان شفنا العمق الدفاعي كان التركيز يعني حتى من البداية يعني بنتكلم التنظيم الأهلي في طريقة اليابو بيبقى 4-4-2 في حالة الدفاع عبدالله السعيد بيتقدم جنب المهاجم ده إحنا مجنس بنشوف الاتنين موقفين على خط واحد ده سهل جدا بتمرير واحدة بتضربهم لأ كان فيه واحد بيميل بيميل تحت التاني بيعمل التغطية بيحاول يمنع زاوية تمرير على ارتجاز الخصم كنا بنشوف توجيه للهاجمة مثلا على الخطوط أقدر أستغل أن أنا أضغط وأستغل خط جنب الملعب أنه يكون عنصر مساندلية في أن أنا أستخلص الكرافيا كان تركيز كابتن حسان البدري في البداية على الجزء الدفاعي مع الوقت ابتدأ أفكار تطوير تظهر بشكل بسيط يعني حاول الشغل على الجمل المركبة السلسية على حدود موطقة الجزاء يعني حتى شفنا في مواجهتين طلاء الجيش المسلم اللي فات كانت نجحة في هدف عبدالله السعيد مع صالح وفي نفس الشأن محمود النادي الأهلي كان دايما الأكتر استحواز أمام خصومه مهما كان عمين حتى أمام الزمالك والزمالك هو المنافس الأول النادي الأهلي مع كامل احترام تغيير الباقي الفرع أمام المقصة أمام المصري أمام سموحة كل النادي الأهلي كان الأكثر استحواز وكان دايما بيعتمد على ضرب الدفاعات الخصمة منه عن طريق الباكين تقدم الباكين بقى سواء الباكين لمن أو باكي الشمال صحيح صحيح يمكن بس باستثناء مواجهة الزمالك في الدول الأول لأن الجن للتسجيل هدف مبكر تدى كابتن حسام الله يعتمد على الساس بأسيب الكوروة للزمالك وقفل دفاعاتي واشتغل على العجمات المرتدية فكان أولا نتيجة الاستحواز إجمالا بقى في المباراة كان لصالح الزمالك لأن احنا سجلنا هدف مبكر نفس الموضوع برضو في مواجهة المصري اتكرر لأن احنا سجلنا في أول تلت دقيقة تعريبا فخلاص سيب الكوروة للمصري واشتغل أن انا هننظم دفاع ونظم خطوتي واشتغل على المرتدات ونجح نحن واختف التاني والتالي أكيد يعني كابتن حسام كان في تعقداته كان دائما بيتكلم عن أنه محتاج صورة أنا محتاج جناح سريع وده اللي عمله في الصفقة الأخيرة من جناح برضوز خلينا نروح مع مشاهدين لنتاج الندي الأهلي في مباراته الافتتاحية في الدوري لعب 64 مباراة في الافتتاحيات فاز فيه 45 تعادل فيه 14 ولم يوفق فيه 5 مباريات المباريات الافتتاحية ما بينه ما بين طلاق الجيش كانت فيه 2016 الموسم قبل الماضي تاقد وفاز بهدف مقابل لشيء ده كان ما بين الأهلي وطلاق الجيش فيه الموسم الماضي ده كانت النتيجة الأولى النادي الأهلي وطلاق الجيش فيه الدوري واجهه بعد 21 مواجهة 17 فوز للنادي الأهلي 4 تعادلات و2 منهم كانوا إيجابية يعني سجل فيهم أهداف 2 تعادلات سلبية لم يسجل فيهم أهداف أعدد الأهداف بالنسبة لنادي الأهلي 45 هدف سجلهم بالنسبة لطلاق الجيش عشرة أهداف أعلى لاعب أحرز أهداف هو طبعا النجم المخاضرة مع مد متعب سبع أهداف اللي بيغيب عن قيمة النادي الأهلي وأيضا بيغيب عن تمرين اليوم بسبب الوعكة اللي صحية اللي مر بيها نزلة معوية نتمنى له سرعة الشفاء محمد أبو تريكا أيضا من أكتر اللعبة اللي شاركت فيه هذه اللقاءات 13 مشاركة نحن الثانية النجم الغاني الكبير بابا أركو كل يتذكره ست دربات جزائق ما بين الفريقين عفوا سبعة ستة لنادي الأهلي واحدة لطلاق الجيش سجل منهم أربع دربات جزاء وكانت نادي الأهلي عم حقق أمام طلاق الجيش سبع انتصارات متتالية وده مؤشر بيبين ان النادي الأهلي في مواجهة طلاق الجيش بيكون له اليد العليا واليد ولكن في الموسم الماضي الدور التاني خاصة طلاق الجيش قدم واحدة من أقوى المباراة حتى النادي الأهلي فاز بشق الأنفس في الأنفاس الأخيرة كعادة النادي الأهلي في ديئة 90 هو طبعا بداية سجل لمواجهة النادي الأهلي في افتتحيات الدوري طبعا شكل كبير الأهلي بيحسمها ودائما البداية بتكون مهمة جدا وبيركز عليها دايما النادي الأهلي سواء بدايات بطولاته المباراة الأولى في البطولات أو الدقائق الأولى من المباراة دايما دي بتحدد شكل البطولة المباراة الأولى والدقائق الأولى المباراة في الغالب بتحدد شكل المباراة بالنسبة النادي طلاق الجيش طبعا نرجع نقول ان الاهلي كمان عنده كعب عالي في الهد توهد مع كل فرق مصر لكن بالنسبة لطلاق الجيش هو سجل دراماتيك يعني الاهلي مكتسح سجل المباراة مع طلاق الجيش 17 فوس ومقابل 4 عدولات ما تعرضش للهزيمة أبدا 45 هدف بيحرزوا من نادي الأهلي في خلال المواجهات 21 مقابل 10 هدف لطلاق الجيش حتى كل هدفين المواجهات السابقة كلهم من النادي الأهلي سواء ماد ميتاب وبعدية بوتريكا يعني السجل كله لصالح النادي الأهلي بشكل كبير نادي طلاق الجيش من الأندية مع صعودها للدوري الممتاز الحقيقة بتقدم مباراة ومواسم كويسة من الفرق اللي عندها انضباط تكتيكي مهما كان المدرب اللي بيتولى قيادتها هو فكرة وثقافة يعني دايما أنديت المؤسسات العسكرية تحديدا عندهم ثقافة الانضباط فده بيبان كمان على وضعهم في الملعب حتى الأهلي لما بيفوز مع كل السجل الكبير ده لصالح النادي الأهلي مباراة كتير منها ما بتكونش صعب لكن في الآخر هي شخصية البطل اللي بتفرض نفسها في النهاية زي ما انت قلت يا كابتن الموسم الماضي ماتشد الدور التاني كان فيه صعوبة فحسمها لكن آله حسمها بالدقائق الأخيرة لشخصية النادي الأهلي لإصرار النادي الأهلي فمواجهة مهمة جدا طبعا النهاردة يعني إذا الأهلي قدر يحافظ على سجل البداية الجيد ويخرج بثلاث نقاط النهاردة هيكون ده تأثيره إيجابي على بقية مشوار الأهلي في البطولة خصوصا أن المنافس المباشر للنادي الأهلي الزمالي خسر نقطتين مبارح في مواجهة الانتاج الحربي فده الفرق ده مع الجولة الأولى بيأثر فنيا وبيأثر نفسيا وبيأثر على كل المستوى دور الأول الموسم الماضي نادي الأهلي وجه نادي الإسماعيلي فاز بهدف مقابل للشيء فرقت كده نادي الأهلي فاز على أحد المنافسين الأقوياء الكبار وبنفس الشيء خدت ثلاث نقاط في بداية دفعة انطلاقة الموسم ده اللي أنت تقصده أستاذ ورده خلينا نقول ما حركوا برضو بعد الإحصيات للنادي الأهلي نادي الأهلي 58 مشاركة من 59 بطولة طبعا 59 هي هتبدأ للنادي الأهلي في اليوم أكثر نادي طبعا حقق رقم واحد 39 بطولة مباريات 1447 مباراة فاز في 964 يعني الأرقام في مصلحة المرض الأكبر بشكل كبير جدا تعادل 330 ولم يوفق فيه 153 سجل 2552 هدف واستقبل شباكه 896 هدف وحقق من النقاط 2730 هدف الثلاث أرقام والأربع أرقام اللي في الآخر في الأحصيات بيبينك النادي الأهلي على مدار التاريخ هو أفضل فريق هجومي في مصر وأعتقد في الشرق الأوسط وفي أفريقيا ولهذا هو أخذ نادي القرن ولقب نادي القرن لم يأتي من فراغ الهدف التاريخي لأن نادي الأهلي في الدوري العام عبر التاريخ يعني بتصدره 2 و2 من أجمل وأفضل المواهب اللي جات في تاريخ الكرة المصرية والنادي الأهلي يعني لما تيجي كده تبص على ترمومتر الكرة المصرية تلاقي مع النادي الأهلي محمود الخطيب 109 جون وأيضا حسام حسن 109 جون وأعتقد أفضل لاعب رقم 10 يا محمود وأفضل لاعب رقم 9 يعني في أفضل مركزين الأفضل من لعب في مركز رقم 10 كبت المحمود الخطيب بيبو وأيضا أفضل مهاجم رقم 9 وحسام حسن صحيح وأنا أخذ من كلامك يا كبت المحمود يعني أنت قلت أن النادي الأهلي معروف في كورته الهجومية النادي الأهلي عنده فلسفة النادي الأهلي فريق جماعي ما بيعتمدش على نجم واحد يعني حتى في الإحصائيات شفنا أن النادي الأهلي مش مصصدر قائمة الدوري في الفريق اللي هو عنده لاعب حصل على أكتر هدف المسابقة النادي الأهلي جاي بعد الإسماعيلي وتقريبا على ما أعتقد كان المحلة أعتقد فالأهلي كان عنده الهدف 11 مرة بس فالنادي الأهلي ده دليل النادي الأهلي بلعب كورة جماعية مش معتمد على لعب واحد النادي الأهلي بيعتمد في الأساس على أنه منظومة فريق عنده فلسفة الاستحواز على الكورة ونقل اللعب والاستحواز والتمرير القصير والتجميع اللعب الجابها ونقل اللعب الجابها التانية ده حتى ظهر في الموسم اللي فات يعني شفنا حتى في مباراة طلاع الجيش دور الأول والدور التاني جول عبدالله السعيد التاني يعني بتمريره وانته ومعصاره أول 3-0 في الدور الثاني 2-1 صحيح جول عبدالله سعيدي الثاني في الدور الأول كان تمرير أوانتو مع أصالح جمعة في عمق الدفاع على حدود المنطقة وقدروا يضرابوا خط الدفاع ويسجل في الدور الثاني جول الفوز كان برضو بين ميدو جابر ومو من زكريا برضو نفس تمريرات الجماعية دي وحتى التأكدات من متابعات الأخبار التمرين مبارح كابتن حسين بركز على الجمل السلسية دي اللي بيولو عليها الوان سري اللي هو تحرك لعب بيجي من حر واتنين لعبات بيتبادلوا وقعدين يلعبوا هالو حتى كان فيه جول اللي هو من أحسن أجوال المسابقة السنة الفاتت في أحمد ساتح في الشارعية نفس الفكرة بالضبط اتنين لعبات بيمرروا ولعب بيطع بينهم ويلاعبوا لهم كورا طبعا أنا هارك من الإحصائيات ليه اللعب من اللعبات اللي البعض دائما ينتقدوا كثيرا ولكن هو من أفضل اللعبات ويمكن أفضل لعب في مركزه في مصر وعبدالله السعيد دالله السعيد انت ذكرت ان هو جاب جون دالله السعيد هو هداف النادي الأهلي حتى الآن في مسابقة الدور العام هو بيلعب لان جاب 76 هدف فيه بطولة الدور العام وهو من أفضل اللعب الهدفين وهو رأيب ان هو تخطى احمد عيد اه وهو تخطى احمد متعب فارق هدف ومحمد فضل طبعا واحد من جميع النادي الأهلي اعلن اعتزاله كجاب 77 هدف ولكن هو أفضل هداف في الفترة يلعب حتى الآن في النادي الأهلي هو عبدالله السعيد عبدالله السعيد ما شاء الله كل سيزن على الأقل بيحرز عشر أهداف بيصنع زيهم أو أكتر من اللعبات المميزيج جدا واللي دايما عنده دقة التمرين ودقة التصوير صحيح يعني عبدالله أنا في تحليل في أغلب المباريات أما بدخل على الإحصائيات عبدالله السعيد أكتر لها بيستلم الكرة في الفرق طبعا ده دور صاني اللعب في عبدالله السعيد بهم بدوره بشكل مثالي أنه بيقدر يتحرك ويفتح زوى تمرير وده صبعا ده صعب جدا في بطولة الدوري يعني حتى في فريق زي طلعي الجيش ده انت أي موتش بيلعب الأهلي في لعب فرنك اللي هو الأفريقي ده بيلعب منع على عبدالله السعيد أي فريق تاني غير الجيش بيلعب الأهلي هتلاقي منع على عبدالله السعيد ومقفل عمق ولعبه كويس فاني انت بتقدر تتخلص من الرقابة دي وتتوفر سند الزميلك وتستلم منه بس حصلت مشكلة في فترة ما بعد بطولة الأمم اللقاء البدنية بتاعته قلت شوية أثرت عليه شوية لكن عبدالله يعني عبدالله بقاله كم موسم منتهك يعني بيلعب بشكل أساسي الأهلي منتخب مصر مستمر في كل المشاركات دي كواليس معسكر النادي الأهلي حاجات ما تشوفاش إلا على شاشة قناة المارد الأحمر قناة النادي الأهلي كل ما يجري فيه معسكر النادي الأهلي عبدالله سعيد كنا لسا نتكلم عليه وسبحان الله يظهر فيه الصورة يبدو أنه سمعنا وإن شاء الله يكون له دور مهم جدا وكبير ويسجل أهداف فيه لقاء اليوم طبعا أدي دكتور رياني أخصائي التغذية فيه الفريق نادي الأهلي والنادي الوحيد في مصر وممكن نقول فيه يعني مش عايز أعمامها في أفريقيا ولكن في النادي الوحيد في مصر اللي عنده أخصائي التغذية لغاز فني على أعلى مستوى على أعلى مستوى من الاحترافية وده شيء يحصل بصراحة المجلس الإدارة وأيضا لرؤساء الجهاز الفني كابتن حسين البدري مدير فني بمعنى كلمة مدير فني نحن نقول لحضراتكم الجهاز الفني كامل بتاع نادي الأهلي كابتن حسين البدري مدير فني كابتن ساد عحفيز مدير الكرة كابتن أحمد أيوب مدرب عام كابتن ساد معاوض مدرب مساعد كابتن طارق سليمان مدرب لقاء الحراس كابتن أنيس الشعلالي مدرب أحمال وده واحد من نجوم الموسم الماضي اللي ظاهر معايا في الصورة ويريت يسمعني لأن ده واحد من نجوم النادي الأهلي في الموسم الماضي موسم لا ينتهي 11 شهر وده الكابتن أحمد أيوب يظهر في الصورة كابتن محمد أبو العيلة أخصائي لقاء بدنية دكتور خالد محمود رئيس للجهاز الطبي وسعيد أحمد مدير إداري ده طاقم الإدارة الفنية للنادي الأهلي ده أحمد فتحي وأحمد حمودي الكل في النادي الأهلي ونظرات التركيز ده أحمد الشيخ إسلام محارب أحمد الشيخ يعود مرة أخرى إلى بيته النادي الأهلي اللي كان نضمله في الموسم قبل الماضي وده إسلام محارب برضو يعود إلى بيته بعد رحلة احتراف فيه بعد من الأندية يعود مرة تانية للنادي الأهلي خلينا أقول لحضراتكم أيضا الجهاز الفني النادي الجيش أحمد ساميم ديف فني محمد صلاح أبو جريش فاكة الكرة المصرية مدرب عام محمد جودة مدرب مساعد وسيد السوركي مدرب حراس مرمى وصفية الدين محمود أخصائي أحمال ومحمد مختار مدير شؤون للعابين أقول لحضراتكم قيمة النادي الأهلي شيف إكرامي أحمد عدل عمان محمد شناء وأحمد فتحي باسمعالي محمد هاني علي معلوص صبر رحيل حسين السيد محمد نجيب رمي ربيعة سعد السمير وسام عشور عمر الصلاية عبدالله السعيد عمر البركات ميدو جابر وليد سلمان مؤمن زكريا أحمد حمودي صالح جمع عمر جمال وجونير أجياء أحمد الشيخ مرام محسن عماد متعب إسلام محارب أيمن أشرف يشام محمد وليد أزارو دول قائمة النادي الأهلي تحت السن أكرم توفيق وكريم ندلد وأحمد بيكام وباكة مالمبي اللعبة طبعا تحت السن الجداد إسلام محارب أيمن أشرف يشام محمد وليد أزارو عبدالله الشامي باكة مالمبي دول اللعبة الصفقات الجديدة في النادي الأهلي الراحلون ناس اللي غدرت فريق النادي الأهلي حسام غالي طبعا في نصر السعودي عمر جمال إعارة لبيدفست أحمد حجازي إعارة وسترامتش أبيم في إنجلترا مصعد عود سموحة وناصر ماهر إعارة لسموحة فوز الحناوي إعارة للإتحاد جون أنتوي المقصة إعارة ومحمد حمدي زكي تقل إلى سموحة وكلبالي الهارب ده قائمة النادي الأهلي في هذا الموسم ويعني فيه لعبة جديدة في النادي الأهلي إضافات في الفترة المقبلة كاتل حسان البدري بيعتمد على نوعية معانا من الصفقات دائما يذهب لمن يحتاج ده هيرية سياسة الحقيقة في النادي الأهلي من زمان يعني خليني بس أعلق على نقطة خصائف تغذية سريعا الأهلي كالليل أسبقية في كل الأكسيسوريز اللي حوالين الفريق دائما الأهلي كمنظومة بيركز على دعم الفريق بكل سبل النجاح يعني شفنا تجربة الأخصائي النفسي الأهلي أول من نفذها حتى محلين الأداء والأحصائيات الأهلي من أول الأندية اللي اعتمدت عليهم النهاردة الأهلي النادي الوحيد اللي عنده أخصائي تغذية محترف للفريق وفكرة التغذية كمان مهمة جدا للعبة الكرة والفرق بشكل عام سواء في مرحلة مقابل الموسم أو أثناء الموسم أو مرحلة ما بعد طبعا طبعا وده يعني نتائجه احنا بنشوفها كلنا بنشوف النتائج اللي بتنتج عنده تاني مدرب الأحمال أنيس الشعلالي التونسي الحياة اللي كان مظلوم شوية في فترة من الفترات وتعرضت لانتقادات هو كان الموضوع خارج إرادته لأن فعلا الأهلي دعبت الأهلي بتخوض مواسم متلحمة وأساسيين مع الناديهم ومؤسسيين مع المنتخب في كل البطولات وفي كل التصفيات وفي كل المواجهات ففعلا وظيفة مدرب الأحمال في النادي الأهلي في هذا التوقيت وظيفة صعبة جدا فكون إنه هو يخرج بالفريق بالشكل اللي احنا شفناه النهاردة ده مش موسم جديد للنادي الأهلي لسه يعتبر يعني الموسم بالنسبة له متلحمة الأهلي ما خدش فترة راحة إلا بس بعض اللاعبين المجهدين اللي كابتن حسام البدري دالهم فترة راحة أسناء البطولة العربية لكن الأهلي يعتبر مواصل موسمه من السنة اللي فاتت اللعبة بتخلص متشاط أو بطولات مع الأهلي بتروح تلعب مع المنتخب بترجع تاني للنادي بتروح تاني مع المنتخب وهكذا طبعا يعني النهاردة الأهلي بيخوض المواجهة وعينه على تحدي البداية تحدي البداية بالنسبة للنادي الأهلي مهم ليه؟ لأنه عنده كذا نقطة لازم يركز عليهم كابتن حسام البدري النهاردة أولا بالنسبة للصفقات الجديدة اللي أنت كنت لسه بتتكلم عنها كابتن فاروق الأهلي بيدعم بشكل يسد العجز أو يسد النواقص اللي عنه وبعدين مسألة اختيار النادي الأهلي اللي عابيه الجدد برضو بتتم وفق دراسة وفقا لمتابعات نحن يعني الأهلي مش أي لعب يتقلق الأهلي بيسعى لضمه الأهلي بيسعى لضم اللعب أولا صاحب الشخصية اللي تناسب النادي وده بيبان في بحث النادي الأهلي الدائم عن أبنائه اللي بتقلقه يعني النهاردة إسلام محارب لما تقلقه الأهلي لأنه ابن النادي الأهلي ومكتسب شخصية النادي هشام محمد لما تقلق رجع تاني النادي الأهلي لأنه هو الريدي فرد من أفراد المنظوم والنادي الأهلي في حاجة إلى هؤلاء اللعبة في تدعيم بعض المراكز يعني ما بيشتريش وخلاص بالضبط هو الريدي الأهلي عنده فريق مكتمل فريق مكتمل حتى بالبدلاء لكن فكرة أنك تدعم الفريق القوي ده أحد أسباب القوائد فده أول تحدي لهو تحدي اللعبين الجدد وفكرة أنه النهاردة معك نحن بس نذهب إلى زميلنا أمير هشام مراسل قناة النادي الأهلي من معسكر النادي الأهلي عشان نخلى حضراتكم لحظة بلحظة مع كل أجواء الفريق مساء الخير أمير محمد مساء النور على ديوفك الكرام وأيضا كل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان خلاص ساعات قليلة وتنطلق أولى مباريات النادي الأهلي في بطولة الدوري الموسم الجديد لهذه البطولة بطولة بموسم 2017-2018 وهي أكيد بداية هتكون مهمة جدا بالنسبة النادي الأهلي إن شاء الله من خلالها النادي الأهلي هيقدر يحقق الفوز وتكون دفعة قوية ودفعة مميزة نحو موصلة المشوار للوصول للبطولة رقم 40 في تاريخ بطولات النادي الأهلي بالتحديد في بطولة الدوري عشان إن شاء الله النادي الأهلي يوصل للنجمة رقم 4 على تيشيرت الخاص بلعاب النادي الأهلي لكن خلينا أقولك إننا دلوقتي متواجدين في الأوتيل الخاص بلعاب النادي الأهلي والقريب جدا من ملعب مباراة ملعب السلام والذي هيتقام عليه هذه المباراة مباراة النادي الأهلي في بطولة الدوري خلينا أقولك إن الفريق مستعد بشكل جيد جدا في حالة من الجدية الواضحة جدا على العباء النادي الاهلي والجهازة الفني طبعا الفريق وصل مطر قمته قبل امبارحة بالليل بالتحديد عقب المران المسائل للفريق في ملعب مختار تيتش بي الجزيرة فور وصول الفريق كان في محاضرة من كابتن حسام البدري للعابين طبعا نتكلم فيه اكيد عن اهمية هذه المباراة واهمية ان الانطلاق هتكون قوية بالنسبة للنادي الاهلي زي ما احنا عارفيني محمد دايما اي انطلاق في اي طلب تبقى مهمة جدا لأي فريق عشان يكون عنده دافع معناوي وحافظ معناوي لمواصلة المشوار بنفس الكفاءة اللي ان شاء الله يبتدي بيها النادي الاهلي ايضا كان في بعض التعليمات المحددة من كابتن حسام البدري اللي عابين وبعض الواجبات والاسلوب التكتيك اللي هيبتدي بيه كابتن حسام البدري هذه المباراة بالنسبة لكواليس الفريق النهاردة يمكن النهاردة الفريق كان فيه معاد على الفطار في تمام الساعة عشر ونص صباحا تلاي طبعا معاد الغداء بالنسبة للعابة النادي الاهلي والجهاز الفني في تمام الساعة الثانية زهرا هيكون في محاضرة اخيرة من كابتن حسام البدري المدير الفني للعابين قبل تحرك الواجبات وبالتحديد هتكون في تمام الساعة السادسة مساء بالتالي هتحرك الفريق في تمام الساعة السادسة والربع مساء عشان يوصل لاستاذ السلام قبل بالضبط ساعة ونص من بداية هذه المباراة اللي هتكون او هتنطالك في تمام الساعة السامنة والربع مساء على استاذ السلام اكيد المحاضرة الاخيرة للكابتن حسام البدري هيستقر فيها على التشكيل بشكل كبير جدا اللي هتدي بهذه المباراة كنخليني سريعا يا محمد اقولك التشكيل المتوقع اللي هتدي به النادي الاهلي مباراة اليوم اللي هتشهد طبعا ظهور اوجه جديدة بالنسبة النادي الاهلي والصفقات جديدة ممكن تبتدي هذه المباراة بالتالي خلينا اقولك التشكيل هيكون في حراسة المرمى شريف اكرامي ناحية الشمال هيكون حسين السيد مؤكد لانه هو الظهير الايصر الوحيد المتواجد في قيمة الواحد وعشين اختار كابتن حسام البدري بالامس طبعا هيكون المساكين رامي ربيع عودة ساعة سامير النهاردة هتكون شبه مؤكدة لدفاع النادي الاهلي بعد غيابه الفترة بسبب الاصابة هيكون ناحية اليمين هيكون احمد فتحي امامهم اتنين في نص الملعب سواء حسام عشور او عمر السلية السلاسي صنوع العاب النادي الاهلي النهاردة هيكون عبدالله السعيد احمد الشيخ طبعا عودته لنادي الاهلي هذا الموسم وهو هدف الدوري الموسم الفات مع فريق مصر المقصة ايضا هيكون متواجد وليد سليمان وصفقة النادي الاهلي الجديدة وليد ازارو اللاعب الدولي المغرب اللي هيكون النهاردة هجوم النادي الاهلي ده التشكيل الاقرب يا محمد اللي ممكن يبتدي بكابتن حسام البدري النهاردة خلينا اقول لك طبعا هيكون ايضا متواجد في دكتة البودلاء يعني ابرز العناصر اللي ممكن تكون متواجدة ممكن يكون هشام محمد لعب النادي الاهلي الجديد وايضا اسلام محارب هيكونوا بشكل كبير متواجدين في دكتة البودلاء الخاصة بنادي الاهلي النهاردة تعصبا لاحتياج الجهاز الفني او كابتن حسام البدري التحديد ده الدفع بهم في اوقات مختلفة بالمباراة على حسب طبعا سير احداث المباراة لكن بشكل عام ايضا خلينا اقول لك يا محمد ان المباراة جاية في توقيت مهمة جدا ويمكن الجهاز الفني كابتن حسام البدري وجهازه المعاون واللعبين في شكل كبير وقد دينا مباراة طلع جيش كابروف مهمة جدا قبل مباراة اكثر اهمية امام فريق الترجع التونيسي في دور التمانية من دوري ابطال الافريكا واللي هتكون اول مباراة ان شاء الله يوم 16 باستاد برج العرب بالاسكندرية والمباراة الاخرى او مباراة العودة هتكون في تونس باستاد رادس يوم 23 بالتالي جهاز الفني واخد المباراة دي بمنتهى الاهمية طبعا بتحديد مباراة طلاع الجيش النهاردة عشان تكون بروفا مهمة جدا واكيد نتمنى النادي الاهلي ان شاء الله يحقق نتيجة ايجابية جيدة النهاردة عشان تكون دافع معناوي مهم جدا قبل مباراة ترجع التونسي في دور التمانية واللي ممكن الجهاز الفني واللي عابين مركزين في البطولة دي بشكل كبير جدا وبطول الدوري ابطال الافريكي خصوصا ان هي ممكن غايبة عن النادي الاهلي بقالها فترة مش قصيرة اكيد لكن نتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يفوز النهاردة بمباراة طلاع الجيش ان شاء الله النادي الاهلي واخد او مؤسم الدوري لمراحل المرحلة الاولى هي مباراة النهاردة اللي حتى هيتخللها مباراة الترجع التونسي او مباراة الترجع التونسي بناءهاية طبعا بمباراة الاسماعيلي في بطولة الدوري واللي هتكون قبل توقف بطولة الدوري عشان المنتخب ان شاء الله يشارك في تصفيات المؤهلة الكأس العام ومباراة المصرية امام منتخب الكونغو وبالتالي هي دي المرحلة الاولى بالنسبة للجاز الفاني واللعبين واللي بيحاولوا من خلالها ان هم يخرجوا بيها باكبر قدر من المكاسب سواء نهاردة الفوز على فريق طلاقة على الجيش ومن ثم ان شاء الله مصرط المشور الافريكي والفوز على فريق الترجع التونسي والتأهل لدور النصف النهائي من بطولة دوري ابطال افريقيا لو فيه اي استفسار محمد فضل شكرا زملنا امير هشام تغطية وفية لمعسكر وكواليس النادي الاهلي قبل الانتقال الى المباراة دي وليد سلمان احد الوجوه التي قد يبدأ بها كابتن حسام البدري في لقاءه طبعا وليد من اللعبة كبيرة جدا لهذا اللعب كثير الحلول واللي بيساهل وبيساعد على طريقة لعب كابتن حسام البدري خليني قبل مروح لديوف يا كامل محاركو النادي الاهلي 26 شمس حتى الان ينتظر رد الرسمي من اللجنة الالولمبية بشأن بطلان او ادعاء بطلان الجامعية العمومية للنادي الاهلي او الاجتماع الخاص للجامعية العمومية للقاحت الاعتماد لقاحت النادي الاهلي خلينا اقول لحراركو ان موقف الاهلي القانوني بي بالمية والتحكيم الدولي في مصلحة النادي الاهلي ايضا النادي الاهلي استلم بطاقة عبدالله الشامي اللعب السوري الجديد وانتظر بطاقة اللعب باكا الجنوب افريكي حتى يكون له انه يقدر يشارك مع النادي الاهلي في المباريات المقبلة خلينا اروح لك محمود طلع الجيش عمل صفقات مهمة جدا على رأسها حسن وساء لعب وسط ارتكاز منتخب اوغندا لعب قوي عنده برضو امكانيات دفاعية عالية بنية قوية وايضا بيجيد التمريق وشوفنا كان بيرائب عبدالله السعيد في لقاء منتخب مصر ومنتخب اوغندا مع الصفقات الجديدة ودخول ايضا وعود الصلاح امين مرة اخرى لنادي الجيش عنده محمد ناصف جيله من نادي زمالك هيبقى باك شمال عنده اسلام شرقهم من التعدين احمد الشيخ من الاتحاد والفراج من المهاجمين الاكفاء من نادي امبي محمد طارق ابو العز من المقصة وايضا عصام الغندور لعب نادي الاهلي جروم موايا من اسوان محمود عبدالعاطي المحلة طلاع الجيش عقد صفقات مع مدير فني كابتن احمد سامي من المديرين الفنيين الواقعيين لاعب النادي الاهلي بواقعية هيبقى عارف انه هو لازم يأمن دفعته بشكل كبير جدا امام طموح النادي الاهلي في حصد الصلاحة نقاط كيف يبدأ النادي الاهلي في مواجهة تكتلات طلاع الجيش طب خلينا نبدأ من بداية كلامك كابتن محمد طلاع الجيش تعقد مع 13 لاعب في مواجهة الاهلي وحتى في مواجهة الدور الاول السنة الفاتت كابتن احمد سامي كان المدير الفني لاعب بطريقة 4-3-3 كان فيه ارتكاز محور ارتكاز اللي هو فرانك كان دوره ايرائب عبدالله السعيد وكان فيه اثنين قدامه دورهم بالضغط على سناع ارتكاز الاهلي والاثنين الوينجين بتوعه دايما بيضموا على نص الملع فكان نص الملع بقى فيه كسافة فيه خمس لعيبة كانوا دايما بيضموا معهم وبيفلوا على البكاب بتاع النادي الاهلي اللي هي بتتقدم حتى شفنا طبعا قد قلنا ان حسن وصاوع يعتبر اجهز لعب في الفرقة واعتقد بنسبة كبيرة هو اللي هيبدأ المباراة لانه هو اللعب الوحيد اللي رجله في الملعب فيهم اعتقد هيبدأ وهيرائب عبدالله السعيد اكون دوره انه هيرائب عبدالله السعيد لانه ادى بشكل كويس في مواجهتين مطر وغندا اعتقد بقى النادي الاهلي انه بص على النادي الاهلي ونشوف النادي الاهلي طبعا في اي مباراة لي ما بيهرش في صورة لعبه وبينزل ضغط من البداية الضغط القوي بتاعه الدفاعي مش بيعتمد على تفاعل منطقة وانه هو يقفل فرنسل ونلعبه لأ وبيضغط من البداية حتى معنا الصور احنا بص الاول نبتدي بالتشكيل المتوقع اللي ممكن نبدأ به النادي الاهلي في الوية ايضا طلع الجيش بس نبتدي به النادي الاهلي شريف اكرامي في حراس المرمى سعد سمير ورمي ربيعة حسين السيد واحمد فتحي ده خط الدفاع حسام عشور عمرو السولية ممكن يبقى السولية وهشام ممكن يبقى حسام عشور وهشام محمد وفي الامام عبدالله السعيد ووليد سليمان احمد حمودي او اسلام محارب وفي الامام وليد ازارو كمهاجم اوحد في طريقة لعب الكابتن حسام البدري رأيك فيه هذا التشكيل المطوع هو فيه الاول فيه خلاف على مركز اللي هو الجناح اليمين سواء احمد حمودي او احمد الشيخ او اسلام محارب يعني فيه خلاف بينهم انما اعتقدوا سليمان هيبدأ اكيد التشكيل اللي يعتبر هو نفس العمود الفقر كابتن حسامة بيغيرش في شكل فرقته هو نفس العمود الفقر بتاعه النص الملعب اثنين نص الملعب والبين الدفاع وعبدالله السعيد ده هو القلب الفريق زي ما هو سابت من السن الفاتد بيحافظ على نفس الاندماج بتاع اللعيبة بنفس المنظومة اللي هتلعب هنلعب كرة هنستحوز وان اول ما هنفقد الكرة هنضغط ضغط عالي ومعنا يعني حتى السور اللي هي بتوضح صورة واحد واثنين عندنا استخلاص الكرة دايما للأهلي من عند منطق الجزاء المنافس بيبدأ على طول خطوط الاستخلاص من فوق ده التشكيل متوقع مرة تانية بنعرضه لمشاهدين كمل كلامنا على موضوع الضغط العالي الضغط العالي ده من اهم سماعات الكرة الحديثة بالضبط انت في خط الكرة ليه ترجع 30 و 40 متر انت ممكن تقدر تضغط هنا ولو استخلصتها هنا انت هتشكل خطورة اكبر بكتير من ان انت لسه هتنظم هجمة من تحت وتنقل انت تبقى اقرب الى حد الماء بتبقى اقرب من المرمى بتمرير واحدة بتقدر توصل لعب انفراده وكمان بيبقى الخصم بيبقى خطوطه مش منتظمة بيبقى فيه لعب في ساب مركزه وتقدم رايح يهاجم فصلا بيبقى فيه مثلا مساحات وفراغات اه بتظهر الصغارات طبعا يعني حتى ممكن ظهير يتقدم عشان يستلم الباص تتعمل الارتكاز فخلاص تقدر تدرب الظهير ده بباصة يعني الضغط العالي طبعا سلاحنا لأهلي الاول عندنا كمان بعد الضغط طبعا في طريقة استهازنا على الكورة طبعا طلاق الجيش هسيب للأهلي الكورة وهيلعف من نص ملعبه عند خط النص هبتدي المهاجم بيضغط على البين الدفاع الأهلي وزي ما وضحنا خماسي الوسط مع خماسي وسط الأهلي يعني الزاهرين والارتكاز وعبدالله السعيد هتبتدي بقى النادي الأهلي بيستحوز على الكورة بيحضر لعبه دايما تحضير اللعب النادي أهلي بيبتدي في قلب الملعب عند النص الدايرة من تحت وحتى كابتن حسان مركز في تمرينة المبارح على التعليمات والقلبين الدفاع هتبني اللعبة همباصي في العمق ومش على الأطراف فان السهل تضغط على الباك الباك بيبقى جام بمورخط فهيتضغط عليه بسهولة إنه ملا إحنا بننقل بنطلع على عبدالله وليب بينزله في البوكتس اللي هي بين الطرف وعمق الملعب عشان يدي مساحة لإيه إن الباك يتقدم يبقى عنده مساحة ويدرب الدفنس معاه كمان اعتكاز فبيرب الخطوط المنافس بتشتغل على الاستحواز دا على الطريقة دي بنقل كرة كتير اللي هي اللي هي اللي هم تزهقش هي دي طريقة لعبه يعني ماتش الدوري الأول السنة اللي فاتت قعدنا استحواز لحد دقيقة 72 على ما سجلنا أول هدف كان طبعا كان واضح على فريق الأهلي كان الميزة الأكبر اللي شايفها أتغيب شوية النهاردة وجود مؤمن كمؤمن زكريا دايما بيتحاول لمهاجم تاني في السندوق هو اللي سجل الهدف هو دي من مميزات مؤمن ولكن أيضا أيضا فيه عبدالله السعيد بيقدر يعملها أكيد طبعا وليد سليمان بيقدر يعملها حمودي ممكن أقصد أن مؤمن أميز لها فيهم في التحرك ده بالزبط بالزبط طبعا كانت واضحة جدا كابتن حسان بيركز يعني أنا ركزت مع تصريحاته السنة اللي فاتت الأجزاء الفنية اللي بيقولها يعني كان ألف أول المسم أن أنا بعتمد على سياسة خط الدفاع خط الوسط العمودي فالهو يعني مش عشور والسلاية هيبه جنب بعض بيدي حرية أكبر للسلاية وإحنا معنا كرة اتقدم جنب عبدالله عبدالله ممسوك أنت هتتحرك بين الخطوط نقدر نضرب الخصم من بين الخطوط دي وتساند كمان وتكمل في المنطقة يعني فيه فيه بعض المبارات أنا فاكر عمر السلاية استلم الكرة في تلت اللجومي كان أكتر من كل ويال المهاجم نفسه فالهو كان واضح فانا أن التحرر في الفكرة دي كمان كان فيه كان فيه شغل في موضوع في نص الملعب عند تجميع اللعب في جبهة معينة طبعا بيبقى فيه المهاجم خلاص راح ضغط على قلب الدفاع مثلا الشمال فالنادي يقالي بيمرر بيمرر وبعدين يروحوا نقليني القرى للقلب بالدفاع المين يتقدم في المساحة براحته زي جول ساعة سامير الشهير يصوب أو يعمل التمرير القطرية وكنا برضو نظر بها الدفاع نحن نأخذ التشكيل المتوقع لفريق طلاقة الجيش في حرص المر محمد بسام محمد طرق أبو العز وخالة سطوحي ومعطامد محسن وعاصم صلاح دول الرباعي الخلفي ديفيد أوفي أو حسن وسا فرانك أونجونجا محمد رزق وفي الأمام أحمد الشيخ ولكن الاتحاد وليس النادي الآلي إسلام جمال وصلاح أمين ومن الوارد أن يكون واقل فراج في برضو في الأمام من المهاجمين الأقوياء وليد هل شايف أن طلاع الجيش حيلعب بنفس الأسلوب اللي لعبه الموسم الماضي أمام النادي الآلي طلاع الجيش دايما بدنين بيقف على رجليه يعني من الفرق اللي بتبقى نحي الجانب البنني دايما بيبقى وقف على رجله ودايما فيه أفارقة أقوياء في خط وسط هم بيعرفوا فعلا اختاروا محترفيهم الأفارقة في شكل جيد وحسن وصوع يعني أبرز مثال آخر مثال اللي خدوه من منتخب أغندا هو أحد أبرز لعيب منتخب أغندا وقوة كبيرة جدا في خط الوسط وأعتقد هيكون ليه دور كبير النهاردة في مرأبة عبدالله السعيد وأعتقد كمان أن الجهاز الفني للنادي الأهلي هيبقى دارس فكر كابتن أحمد سامي والجهاز الفني لطلايا الجيش اللي هما هيعتمدوا على أولا إقاف خطورة عبدالله السعيد لأنه ومحور أداء النادي الأهلي حشان كده أنا شايف أن أجنحة النادي الأهلي الجناحين النهاردة هيكون وليد سليمان هيلعب وفي الناحية التانية أحمد الشيخ أو حمودي الاتنين دول مع وليد أزار لأن كمان وليد أزاره مميز جدا في حتة التحرقات وبيعمل تبادل مراكز بينه وبين الأجنحة لقاء دور الأول مؤمن عبدالله أرجعي اللي سجله الأهداف ففكرة أو أسلوب لعب وليد أزاره ده كمان بيساعد الأجنحة على أنها تظهر بشكل كوي فالضغط على عبدالله السعيد النهاردة هيحمل عمر السلية مسئولية كبيرة في نقل اللعب للتلت الهجومي هيحمل كمان أجنحة النادي الأهلي إذا كانوا في حالتهم النهاردة هيمثلوا خطورة كبيرة بالتبادل مع وليد أزاره اللي زي ما قلت هو ده سألك هل ممكن كابتن حسام البدري يفاجئنا ويبتدي في الشام محمد يعني هو بعيد عن فكر كابتن حسام البدري شوي يعني كابتن حسام البدري يعني بيستنى شوي على بال ما يدي للصفقات الجديدة لحد ما يحصل عملية التجانس النهاردة فيه ثلاث أسماء جديدة في قائمة النادي الأهلي إسلام وشام ووليد أزاره وده عدد مش قليل إنهم يكونوا موجودين في القائمة منهم واحد مرشح إنه يبدأ كأساسي لكن ممكن هشام محمد وإسلام محارب وتحديدا هشام محمد يكون لي دور في المباراة النهاردة خصوصا لو الأهلي متقدم ومحتاج كمان يبقى فيه امتلاك كرة هشام محمد من الناس اللي بتعرف تحتفظ بالكرة بيستلم كويس جدا بيمرر كويس جدا وبيحتفظ بالكرة بشكل كويس وده هي ثلاث مميزات من أهم مميزات مركزه طبعا هشام محمد من أحد أبرز لعبي الوسط أو اللاعبين بشكل عام في الموسم اللي فات يعني اللي تابع مبارياته مع المقاصة الموسم اللي فات يعرف أنه أحد أبرز لعيب الدول فكان دي كانت صفقة مهمة جدا للنادي خصوصا طبعا حتى البعض بيتكلم أنه يأخذ دوره في منتخب مصر خاصة أن اللاعب بطريق حامد والنيني الاثنين شبه بعد إلى حد ما في طريقة الأداء فيكون بجوار النيني في منتخب يعني بعد الآن يطالب من الآن أنا معتقد أن مع توالي مباريات الدوري إن شاء الله بعد تصفيات كاس العالم إن شاء الله اللي تكلل بصعود منتخب مصر أعتقد فيه اسمين في النادي الأهلي هيكون لهم دور كبير جدا في منتخب مصر أولهم عمر السلية وتانيهم هشام محا لأنهم مكانهم في صغرف في منتخب مصر وأحيانا التراجع أداء منتخب مصر في بعض المبارات بيكون سببه قلب وسط المنح عمر السلية كمان حابب أتكلم عليه لأنه أنا شايفهم لعبة اللي مظلومين كتير في التحليل خلال الموسم اللي فات عمر السلية كان أحد أبرز لعيب الأهلي حتى كل المبارات اللي تقلق فيها عمر السلية دايما بتروح بيروح التقليمات والكلام للعيبين آخرين دا كان عمر السلية اللي برضو يركز معاه يلاقي أحد أهم خصوصا في النصف الثاني من الموسم أحد أهم أوراق النادي الأهلي ولعيب محواري في شكل كبير جدا وزي ما قلت بيشيل كتير كمان عن كاهل عبدالله السعيد مجهود كبير وبيساعد كمان أجناحة النادي الأهلي وخط وجومه لأنه بيتحرك بشكل كويس وهي وفي نفس مميزات هشام محمد يعني الأهلي دلوقتي عنده سلاسي في وسط الملعب سلاسي من الطراز الأول حسام عشور طبعا بقيمته كهولدنج وكساخرة بتحطم عليها هجمات الفريق المنافس والاتنين اللي هما البوكس تو بوكس اللي بتحركوا عمر السلية وشام محمد التلاتة دول بيمثلوا الكابتن حسام البدري اختيارات واسعة واعتقد على مدار الموسم هيبان تأثيرهم إيه الإيجابي بالنسبة لنا طيب خلينا برضو نكمل مع مشاهدين أو نفكرهم بنتائج اليوم الأسيوتي يتعادل مع مصر المقصة والأمس الزمالك يتعادل مع الإنتاج واحد واحد واليوم المقصة يتعادل مع الأسيوتي واحد واحد في اللقاء اللي أقيم في الساعة الثالثة عصرا من عصر اليوم يعني الآن تجرى المصري البورسعيدي وودي دجلة في استاد برج العرب ومواجهة ما بين حسام حسن وميدون واجهة كانوا أمالسة مع بعض في استوديو تحليلي الآن هم أمام بعض في الملعب وفي برج العرب وحتى الآن النتيجة صفر صفر وده هدف الأسيوتي الأول اللي كان من ضربة ركنية صراحة إلى حد ما بالنسبة لي كوميدية بالنسبة لحارس المرمى مكون بهذا المستوى بلعب في نادي بهذا الشأن حارس المرمى هو قرار حارس المرمى هو توقع أكيد استودي الأسيوتي من الملعب المفتوحة للهوى والهوى بيبقى له دور كبير ولكن في التسخين يعني عمل كذا أكيد اتعمل عجل كذا أوفر وهو خد قرار خاطئ جدا في الخروج ده هدف التعادل لجون أنتوي في ديئة 83 وجملة كانت معمولة في شكل كويس من اللاعب حسين الشحات اللي عملها عرضية لجون أنتوي وأحرز أول أهداف فريق مصر المقصة هذا الموسم وبداية مع كابتن مؤمن سليمان بعد رحيل إيهاب جلال لحد الآن في ناس لسه مش متذكرة أن كابتن مؤمن سليمان أخذ تولى زمام الأمور في مصر المقصة ولكن هو تولى زمام الأمور تماما وأول تعادل مع فريق مصر المقصة ونتيجة أعتقد إلى حد ما يعني ما كانش حد متوقع يعني الأسيوتي أيضا مع كابتن علي ماهر واحد من ولاد النادي الأهلي وبداية قوية بالنسبة لازم ندي الكابتن علي ماهر حقه من ساعة ما كان مدرب في قطاع ناشيه النادي الأهلي والحد ما تولى تدريب الأسيوتي الحياة الكابتن علي ماهر من خلال إحنا متابعتنا لي ومن خلال كل الناس اللي تابعوا تدريباته وعنده فكر قروي عالي جدا وأعتقد هيكون مدرب واعد يعني تجربته مع الأسيوتي أعتقد هيكون لها شكل مميز وهتكشف لنا إحنا كمحللين مدرب جديد في سماء الكرة النصرية إحنا نتجي هذا الهدف الأولاني اللي كنت بتكلم مع حضراتكو على قرار حرس المرمى وغيرة اتجاهها يعني حتى هو وقع بشكل غريب إلى حد ما ولكن حراس المرمى يعني دايما بيبقى فيه أخطاء ولكن في بعض الأوقات فيه خطأ بيحمل الفريق يعني الكثير فمن الأفضل مراجعة الأمور تماما طبعا كنا بنتكلم عن البداية يعني هي البداية مهم لكن يعني مش هنبني عليها كل شيء البداية طبعا خسارة نقطتين لفريق المقصة في مشوار منافسته على درع الدوري عمل سيزون كويس السيزون اللي فات لكن كمان مصر المقصة كنت لسه بتكلم مع محمود قبل الهوى فقط كام عنصر مهم جدا للفريق أولا طبعا رحيل كابتن إيهاب جلال وتغيير الفكر ثانيا لعب زي أحمد الشيخ ودوره الكبير مع الفريق لعب زي داودة ودوره الكبير مع الفريق ولعب زي هشام محمد اللي كان أحد أهم من لعب الفريق التلاتة دول بيمثل خسارة كبيرة فريق مصر المقصة وأعتقدها يعاني من غياب التلاتة دول على مدار الموسم ده طيب أرجع بقى لك محمود ده لقاء الدور التاني ممكن نعيد نعيد الهدف الأول في اللقاء ده في نادي طلاع الجيش كان ند قوي ونادي الأهلي صراحة أدم واحدة من أقوى لقاءاته الهجومية وشراسة هجومية بمنتهى القوة كالكاتر حسام البدري بيدير اللقاء من المدرجات إلى حد ما ولكن ظهرت الفلسفة وظهر الفكرة حتى ديئة الأنفاس الأخيرة النادي الأهلي بيلعب وكان من اللقاءات المهمة اللي قدت النادي الأهلي دفع قوية في أنه يتصدر بطولة الدوري بشكل مريح نحن ممكن نتكلم عن اللقاء ده برضو في تحليل المباراديات كانت مختلفة شوية عن أغلب مباراديات الأهلي الأهلي دايما عنده صناعة اللعب بتبعى في عمق وسط الملعب وإنها لها جمات واستحواز وفي نص ملعب المنافس دايما بيبقى الجابها الشمال يعني تقريبا 50% ونص ملعب مثلا 25 وجابها اليمين 25 في المباراة كانت صناعة اللعب عند الباكليفت نص ملعبنا دفاعي ناحية الشمال وإنهاية الهجمات كان في الناحية اليمين هجوميا للأهلي فكان وضع أن كان كابتن حسام شايف صغر أو حاجة في الجابة الشمال خصوصا أن عاصم سعيد الزهير عيسر كان مميز جدا هجوميا في الموسم اللي فات وكان مسجل أهداف فكان ممكن من كابتن حسام عاود زي دغط عليها ويستغل مساحة وراه وكمان كان عشان قدامه كان أحمد عبد الملك بلعب جناح الشمال فممكن ممكن أنه ما بيرتدش دفاعيا فاستغل النقطة دي اشتغلنا في المباراة دي كان السنائي يعني كان شريف إكرامي كان دائما شغله بتاعه بيطلع بالكورة للاثنين سعد لنجيب أو رامي ربيع بنفس العدد ما كانش مميز عنده لعب عن الثاني فواضح أن طلع الجيش ما كانش بيضغط من قدام كانوا الاثنين في ريف فكان يعني شريف سلم لسعد سمير لنحمد نجيب سبع تمريرات والرامي ربيع سبع تمريرات المباراة الدور الأول مثلا كان مستحيل حجازي يستلم كورة من شريف إكرامي كان كل التمريرات من شريف إكرامي كانت لسعد بس فده يوضح اختلاف الفكرة بين كابتن أحمد سامي وبين كابتن طريق يحي بس أنا هقولك حاجة هو حجازي مميز بالتمرير فعشان كده كابتن أحمد سامي كان ضغط عليه سبع إكرامي مرر لسعد بس لسعد سامي والنادي الأهلي برضو دي حاجة من الحاجات اللي لازم قدي سعد سامير يعني حقه فيها أنه طور نفسه تماما في موضوع الاستلام والتسلم طور نفسه تماما في المراحل اللجومية أصبح كابتن حسام بيركز في كل المباريات ولكن انظر لما فعله سعد سامير الموسم الماضي رجع وركب ما شاء الله طور من أداءه تماما بل أصبح البعض ونادي به أساسيا في منتخب مصر الأول وده حاجة يعني ربنا يكملها ويقدر سعد سامير أنه يفضل مستمر في هذا التقلق لأنه بيأتي بالنفع على النادي لأهلي وعلى منتخب مصر أنه دلوقتي عندك مدافع فعلا صلب مدافع تعتمد عليه راجل بمعنى الكلمة في المراحل الدفاعية وكل شاف سعد سامير وأدواره في مباراة سموحة أحرز هدف كان مهم جدا في سجل النادي العلي في المصر صحيح يعني شوفنا كمان عايزين لو ينفع حتى نارد الصورة 4 و 6 بس يعني بيوضحوا شكل الفريق الهجومي بشكل منظم جدا يعني فكرة واضحة جدا هممكن نكلم لحد ما تيجي الصور تمام يعني في الصورة اللي هي رقم 4 كان زي ما قلنا كان سعد سامير أكتر لعب بيستلم من إكرامي طبعا الصور دي بيتوضح لنا أهم لعب في كل خط بيستلم واللعب اللي بيمرر للخط التاني اللي بيسلم الخط التاني في الأهل هذه الصورة هي طلعت عن الشاشة تمام الصورة دي دي الدور الأول كان إكرامي بيمرر لسعد سامير زي ما شايفين من 1 لرقم 20 7 تمريرات نعم كان سعد سامير تمريراته لأحمد حجازي تمانية فأكتر لعب سعد مرار وكان أحمد حجازي أحمد حجازي بيستلم الكورة هو المسؤول عن أنه يوصلها لنص الملعب أو للمههمين نعم حتى في منتخب مصر صحيح هو في الأهل ومنتخب مصر وحتى في وسط رومتش الميز جدا في النقطة دي بصراحة وميز عن كل مدفعين مصر في النقطة عشان كده سافر بره صحيح طبعا شايفين أحمد فتحي أكتر من حسام عشوف أنه هو بيستلم ويمرر الكورة وهو نقطة الرابط بين وسط الملعب والهجوم لأن حصل في المباراة دي إصابة العمر السلاء في أول عشر دقيق وتغير فأحمد فتحي دخل نص الملعب طبعا أكتر لعب استلم كان عبدالله السعيد وزي ما شايفين في الخريطة 21 ده علي معلول طبعا جنب خماء رباعي الهجوم وطبعا لعبة بتضم العمق الملعب بشان تفتح للزائرة وكان أكتر مجموعة التمرير في المباراة زي ما بنو عليها مجموعة التمرير كانت بين علم علول وعبدالله مرره البعض 26 مرة لتنين ووضح طبعا أن عبدالله كان قريب منه جدا وقدروا فعلا اخترق وعمل الجولة التالت بكروس عرضي لعبدالله وخبطت في العرضة وردت ووجا يكملها فالفكرة كانت نكحة جدا كمان السورة التانية التي كنت تتكلم عنها الاختلاف كان في المباراة التانية زي ما وضحنا سورة رقم 6 كان تركيز النادل أهلي أنه ينهي الهجمات من الناحية اليمين حتى معنزول ميد وجابر طبعا التمريرات زي ما شايفين ربيع أو نجيب الاثنين استلم من إكرامي 6 مرات طبعا عمر السولية كان هو نقطة الوصل بين نص الملعب والهجوم كان أكتر لعب مرر في المباراة دي فعلا عبدالله السعيد طبعا كان أكتر لعب استلم وهو اللي بيستلم ويمرر بين اللاعبة كلها رقم 0 دا كل بالي بس عشان الطرف هرب فخلاص طبعا الخريطة دي من شركة كوراستاتس لازم يديهم حقهم الغريب في المباراة تانية كان فيه شوية تحافظ للظاهرين يعني على المعلول شفنا حتى مركزه كان على خطه الوسط وكانش بتقدم زي اللي فاتت فكان واضح أن كابتر حسان مردو مأمن أنه في مراحل الحسم وكان لازم يأمن دفعه بشكل مناصل طيب وليد باللي احنا شفناه الأرقام لا تجذب دائما الأرقام number never lies يعني دائما بتديك الواقع والنادي الأهلي بيستخدم كل يعني كل خطوته الكل يجيد التسليم والتسلم في محطات ارتكازية في صناعة اللعب والأهلي يلعب يعني بنقولها باللغة الدرجة attractive football يعني كورة فيها تنقل وذهاب إلى المضر طبعا هو ده الفكر اللي في العالم كله في آخر 10-15 سنة يعني فكرة الفريق اللي بيعتمد على اللعب مهاري حتى بارشلونة وريال مدريد اللي فيهم أحسن اتنين لعيبة مهارية في العالم سواء ميسي أو كريسيانو رونالدو الاعتماد مش على الاتنين لعيبة دول بارشلونة لما بيكون عنده مشكلة تاكتكية أو غياب لعب في أي مركز بيأثر عليه رغم أنه عنده أحسن لعب في العالم وكذلك ريال مدريد حتى في غياب كريسيانو رونالدو مع الزخم التكتيكي اللي في الفريق ما بنشوفش تأثير هذا الغياب وحصل في البطولات اللي حسامها ريال مدريد في الموسم الفاتري نفس الفكر ده بينتهجه النادي الأهلي وخصوصا مع كابتة حسام البدري وأنا شايف أن النصف الثاني من الموسم الماضي شاهد تغيرات تكتيكية كبيرة في فريق النادي الأهلي ممكن نقول ندوج أكثر أو توهج أكثر في جنب التكتيكي أنا شايف أن كابتن حسام كان مقسم موسمه لمرحلتين المرحلة الأولى اللي هي مع البداية اللي هي الحفاظ على القوام على القوام والخروج بالانتصار يعني هو كان محتاج أنه يخرج من المباراة بسلاث نقاط يعني كان تقصد أنه شكل وقعي إلى حد كبير حصل أن النادي الأهلي نجح واعتلى صدار الدوري أو ماشي بشكل مرضي بالنسبة للجهاز الفني حصل التحول في الدور الثاني أو في النصف الثاني من الموسم التحول اللي هو شفنا تكتيك كتير تغير يعني حتى محمود بيتكلم دلوقتي من الدور الأول للدور الثاني فيه تغيرات كتير حصل أنا شايف أن النادي الأهلي وفقا لأحداثيات المباراة يعني النتيجة مش فيه بالضبط ونجاح الأهلي في ده هو نجاح اختيار اللعبين يعني فكرة أن أنت عندك أوراق بتخدم أن أنت أي تكتيك حابب تلعب به عندك أوراق تخدم التكتيك ده ده موجود في النادي الأهلي فده مريح جابتا حسام البدري فنيا ومريح نفسيا فانت النهاردة غايب عن النادي الأهلي فيه 21 لا في القائمة غايب عن النادي الأهلي على الأقل 10 سوبر ستار ما بين إصابات وما بين استبعاد فنية وما بين إجهاد وما بين وما بين ففي زخم فعلا في النادي الأهلي في ده بيساعد الصراحة ده شيء يحسب لمجلس الإدارة اللي وفر لنادي الأهلي أو العمق في هذه القائمة لكابتن حسام البدري سواء في الموسم الماضي أو الموسم قبل الماضي أو هذا الموسم مؤكد وكلهم لعبة منتخبات مؤكد طبعا الحق لازم يرجع لأصحابه الرؤية البداية والاختيار من الجهاز الفني والتعاقد وحسم الاستفاقات من مجلس الإدارة ده شيء لازم نشيد به فده زي ما قلنا بيساعد كابتن حسام البدري على ده الفكرة أن أنت تستغل أوراقك وخصوصا في بداية الموسم اللي أنا هرجعت أنا أقول أنه في بعض تحديات بتواجه النادي الأهلي النهاردة وخلينا حط عنوان كبير قدامنا قبل مباراة طلاء الجيش لمباراة الترج اللي كان لسه زميلنا بيتكلم عنها من مقر قومة النادي الأهلي واللي برضو لازم نفكر أن الجهاز الفني ونفكر اللاعبين ونفكر جماهير النادي الأهلي أن النادي الأهلي عنده مواجهة صعبة جدا 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 قدام الترج أو مواجهتين متتاليتين قدام الترج في دور التمانية لدوري أبطال إفريقيا الترج فريق قوي جدا السكرة حسام يعني في أبرز كلامه في المحاضرتين ما قبل هذا اللقاء انسوا الترج تماني ركزوا في هذا اللقاء طلع الجيش كهو المنافس اللي أنا هعابله في أول افتتاحياتي في الدوري وأفصل نفسي وبعد كده أبتدي أفكر في الترج ده اللي تقلل العيبة وده اللي لازم يتقلل العيبة لكن أنت لو دخلت جوه عقل كابتن حسام البدري دلوقتي هتلاقي الترج يواخد تلتين دماغه وعمال يفكر إزاي النهاردة يحسم بثلاث نقاط ويفضي بقى دماغه ويفضي نفسه وياخد لعبته المواجهة أنا عايز أخبر منك برضو الموضوع الترج إن النادي الأهلي بيجهز تذاكر متش الترج عشان يترحى ليه الجمهور كابتن وليد مهدي مدير إدارة المباراة بالنادي الأهلي قال إنه بصدد الانتهاء من إصدار بطاقات الجمهور الأهلي الخاصة بيدخول المباراة تميداً لتوزيع على الجمهير من خلال منافذ فوري واللي تم الإعلان عنها من 20 يوم وأعلنها لحضراتكو في إستاذ الأهلي وضف إن النادي الأهلي انتهى من إصدار عشرة ألاف بطاقة كما حال أولى لاستخدامها في مباراة الترجي اللي إن شاء الله هتقام يوم 16 على القادم 16-9 على برج العرب بيئة الإسكندرية والبطاقة هتشمل معها تذكرة مباراة الترجي بقيمة منخفضة كما أن البطاقة هتمتد صلاحياتها لثلاث سنوات وهتمكن من الجمهور أنه يحصل على أي تذكرة لمباراة النادي الأهلي ويستمتع في هذه الخدمة طبعاً صراحة برضو وخدمة خاصة جداً من النادي الأهلي ومجلس إدارته لجمهوره جمهور النادي الأهلي هو العماد الأصلي لمحرك الأصلي كمان لفريق النادي الأهلي دائماً الجمهور هو من يحدث الفارق في المباريات للنادي الأهلي ونتمنى إن شاء الله أن النادي الأهلي يحسن موقع تقلق ترجي في دورة إبطال أفريقيا منذ لقاء الذهب ولكن هلجع تاني للقاء الأهلي وتلاقع الجيش أروح لك محمود النادي الأهلي هيواجه فريق متمركز تكتيكان بشكل كبير جداً قوي بدنياً ووقف على رجي بدنياً بشكل كبير لأنه عنده إضافات أفريقية إضافة إلى الصفقات الجديدة إذن البداية دائماً بداية الماتش هو اللي بتحدد ما بعد السيناريو هتشوف البداية عامل إزاي؟ صحيح يا البداية بتحدد بس النادي الأهلي عنده النفس طويل وحتى لو مجل ما جاش في البداية ممكن برضه بيفضل ضاغط 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 لحد آخر وقت أنه هو بيقدر حتى بعد التسعين حتى لو ركبنا الوتوبيس النادي اللي بيكمل المواطس لحد دم بيكسب طبعاً حتى لو عايزين نشوف ركلة الجزاء بتاعت وليد سليمان بسرعة 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 هي بتتوي كلامنا كلنا يعني اتكلمنا عن عبدالله السعيد أنه إزاي بيوظف نفسه بين الخطوط بشكل بسالي لما عبدالله السعيد استلم كرة بين الخطوط قال بالدفاع ساب مركزه لأنه لازم يضغط عليه ما ينفعش يسيبه هاي السلم ويلف هاي صوب أو هيرم السرور ساب مركزه وتقدم كان المهاجم زي ما دكتور عيد قال المهاجمين واللعبة بتتبادل المراكز المهاجم طلع للشمال وليد سليمان رح داخل للعم استلم الكرة في المساح اللي قال بالدفاع سابها وقدر ياخد منها ركل الجزاء هو ده النادي الأهلي وهي دي ان شاء الله بإذن الله اللي هتحصل النهاردة وانيكسب بها بإذن الله هل هو مخرجنا جبالك يعني ايه حاجة خدمة عالية جدا هي يلي بالظبط الوليد سليمان هنشوف يعني غريب ازاي وليد سليمان هو اللي باهنة وعبدالله كان فين والواجهب كان فين هي بالظبط وعبدالله كان في قلب الملعب وطبعا القلب الدفاع اللي هنا تقدم يضغط على عبدالله فالضرب دفاعهم بسهولة هو ده النادي الاهلي يمكن يركز على هذه الطريقة في اللقاء وليد شايف ان البداية هيكون فيها اهداف ولا الاهداف هتتأخر شوية اعتقد يعني ان النادي الاهلي هيلعب ضغط من اول مباراة النادي الاهلي عايز يريح نفسه زهنيا وعايز يريح نفسه نفسيا يعني مش عايز يجهد الاهلي اعتقد هينزل في اول تلت ساعة او في اول ربع ساعة ضغط جدا عشان يجيب هدف مبكر يريحه بقية المباراة ويلعب بقى المجهود او يلعب بشكل تكتيكي ويضيف بعد كده فاعتقد انه ممكن نهاردة بداية المباراة تشهد اهداف ان شاء الله يكون الاهداف لصالح النادي الاهلي والفوز ايضا في مصلحة النادي الاهلي بداية مهمة وقوية في انطلاقة النادي الاهلي عبر هذا المشوار الدوري التسعة وخمسين وان شاء الله تكون البطولة الاربعين للمارد الأحمر في النهاية نهاية الفقرة الأولانية بشكر ديوفي ألا كرام الأستاذ وليد الحديد النقد الرياضي بيئة العرام شرفتين ونورتين شكرا كابتن فاروق وسعيد بالتوجد معك ومع محمود ايضا محلل الاهداء ألا جميل محمود سليم محلل الاهداء دي موقع في الجول شرفتين ونورتين شكرا كابتن في السعيد ومعك ومعك دكتور وليد لسا نكاملين مع حضاراتكو الفقرة التانية مع زميل الكابتن محمد فاروق أستاذ الاهلي ما ترهوش بعيد نادي الاهلي حديد في حديد مطشي الطلاع شايف أنه هو هيبقى مطشي صعب والبقاء جديدة في الدوري شايف ممكن عندنا صفقات جديدة أعتقد كابتن حسين ما بيدفعش بقى بدري ده ممكن يبقى فيه صعوبات برضو يعني هو نفس الأداء هيبقى المسلمين فات إزاي يوفق اللي هو قاله وعايز يعمل لشكل جديد وإزاي مع اللعبة الجديدة أول آهلي طبعا بيلابعد ثلاث نقاط مشهدناش النقاط غلب ولا موتش المسلم اللي فات أعتقد كابتن حسين هيحافظ على الرقم ده هيبقى فيه نقاط تانية هيفكر طبعا في التهديف المبكر وده يمكن أبلغ أكتر من اللعب بالنقطة دي بالذات إنه هو لازم يلعب على الهدف ما يأجلش للشوت التالي فيه منافسة على حجز ما كان في التشكيل الأساسي خلاص بقى عندك أكتر من فرقين وده النادي الأهلي لازم يبقى حاضر الأهلي إذا ما احنا بنقول الأهلي بما حضر فالأهلي بما حضر بكل الموجودين فيه احتياطي أساسي خلال مباراة الطلاعة هيظهر الأهلي في سوب الجديد وفي أعداءه الرائع خلال الموسم الجديد إن شاء الله شافر من طريقة الأهلي هبكون إن شاء الله إن هو يحبز على رقب دولة المتازل لموسم التلاتة على التوالي وإن البدري هيعمل هيخلي المباراة دا إن هي خير إعداد للفريق عشان مباراة الترجي يوم السابت المقبل في ذهب دور التمانية في دورة أبطال أفريقيا فإن شاء الله البدري أكيد هيحقق أول ثلاث نواقات سمينة ويكمل المشوار الدوري من غيرها زي ماتش مستهلة على الطرفين طلاع عايز يحقق مركز كويس وعايز يبدأ بداية كويسة على عكس اللي هو حقق ومسم الفات كان مسلم بالنسبة له جير موفق نادي الأهلي عايز يحقق فوز وعايز يكون البوربا كويسة ويجرب فيها أكبر عد من اللعيبة اللي هو ممكن يشاركوا في ماتش الترجي طبعا مباراة مهمة للنادي الأهلي يحمل لقب البطولة عايز فوز مهم المطلوب منه فوز مهم طبعا بكرا عشان يبقى انطلاقه قوي لعب لتصنع في ماتش الترجي في طريق أفريقيا وفرصة برضو قابل قسام البدري يجرب أكتر من اللعب من صفات الجيدة برضو عشان يبقى محتاجهم في الفترة اللي جايات من قدود أفريقيا اللي هي الهدف الأسماع لما دي الأهلي السنة دي وماتش مهم طبعا الأهلي قابل قسام مع صفات كتير وعايز يجربها وعايز يشوف أكتر من اللعب ويشوف أكتر من المركز قبل الممبرار مهمة وفوز طبعا مهم قبل في انطلاق الدوري الجديد عشان خاطر حافظ على اللقب الدوري الجمهور الأهلي فأس باش بالنسبة له هذا اللقب الدوري ده بقى حلقة سيئة أنه لازم يلعب عليها الفوزو يفت راوتا اتنقاط ليه في انطلاق الدوري بمسلم جديد ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي وقناة الأهلي في كل مكان برحب بحضراتكم يوم جديد من أيام الدوري الممتاز يعني كونسان طيبين أولى المباراة للنادي الأهلي هذا الموسم موسم 2017-2018 يعني منذ انطلق هذا الدوري او انطلق هذا الدوري 48-49 والنادي الأهلي حصل على هذه البطولة 39 مرة نتمنى ان شاء الله يكون اللقب الاربعين من خلال طبعا ثلاث مواسم متتالية طبعا احنا حاملين اللقب لموسمين متتاليين ان شاء الله ده تطلع لنا سواب جماهير او محبي للنادي الأهلي يبقى اللقب التالت على التوالي ده على الشاشة امامنا طبعا فريق النادي الأهلي متوجه لملعب المباراة كل التوفيق ليهم انطلاقة تبقى قوية انطلاقة تبقى مميزة من خلال بطولة الدوري الممتاز وزي ما انتوا عارفين ممكن احنا في دي الجولة الاولى بالنسبة لنا ويعتبر يعني تجربة او بنقاهل نفسنا للمباراة القادمة المهمة بالنسبة لنا في بطولة افريقيا المهم الترجل ولكن طبعا زي ما احنا دايما باستمرار جمهور النادي الاهلي محب بطولة الدوري دايما لما احنا بنشترك فيه بطولة كبيرة زي بطولة الدوري اللي هي زي ما بناقول طويلة النفس لازم يبقى فريق عنده نفس طويل عشان يكون بطل لهذه البطولة بطولة الدوري الممتاز لازم يبقى عنده النفس ده ولكن طبعا تداخل المباريات وقرب المباريات سواء بقى دوري او افريقيا بيبقى عندك حتة ان انت بتقاهل نفسك في هذه المباراة من المباراة القادمة اللي هي المباراة المهمة جدا والمرتقمة ما بيننا وبين الترجي يوم 16 باستاذ الجيش ببرج العرب لكن احنا تركزنا النهاردة على المباراة الاولى بالنسبة لنا في بطولة الدوري كامل التوفيق ان شاء الله للفريق اهيد كابتن حسام البدري واللعبين بيجاهزين نفسهم بشكل كبير لهذه المباراة ده اللي احنا دايما بنتكلم عليه من خلال طبعا تواجد الجهاز الفني اللي بيحس بالمسئولية مسئوليته دايما للعبين من اللعبين للجمهور عندهم مسئولية كبيرة للجمهور للكيان كله ان انت بتكسب البطولات وتحفظ على هذا اللقب ده مسئولية كبيرة جدا زي ما احنا شايفين سعد سمير كابت حسام البدري وهم بيصعدوا لباص الفريق المتاجين طبعا لملعب المباراة كابتن النبي النبيد الشعلالي طبعا مخطط الأحمال كله طبعا في حالة تركيز وده الوضع الطبيع قبل المباراة حسين السيد موجود احمد الشيخ العائد من فريق مصمقصة بعد الاعارة واللي بيصغ فيه جدا الجهاز الفني هنشوف النهاردة طبعا التشكيل هيكون عامل ازاي زي ما بقول لكم يمكن قايمة الندي الاهلي النهاردة اللي اختار كابتن حسام البدري شيف اكرامي احمد عادل عبد المنعم محمد شناوي احمد فتحي باسم علي محمد هاني علي محمد نجيب رامي ربيعة سعد سميح حسام عشور عمر السلية عبدالله السعيد عمر بركات ميدو جابر وليد سنمان مؤمن زكري احمد حمودي الصالح جمعة وعمر جمال طبعا يعني عمر جمال خلاص انتقل للبيدفست يعني اكيد كل التوفيق ليهم بامر الله عايز اقول لكم ان الاضافات الجديدة عبدالله الشامي واحد من اللاعبين اللي هيبقوا موجودين النهاردة البطاقة الدولية بتاعته ووصلت ولكن طبعا الاشتراك هيكون في القريب العاجل مع الفريق على حسب رؤية كابتن حسام البدري ايضا فاكماني بمشامبي اللاعب الجنوب افريقيا المنضم حديثا للنادي الاهلي هيكون ايضا موجود ومنتظرين البطاقة الدولية الخاصة به ان شاء الله كل التوفيق ليهم ايضا اسلام محارب وعيمن اشرف وهشام محمد ووليد ازارو كلهم هيبقوا موجودين وهدفهم هو مع الفريق هو الفوز بجميع البطولات ودي الحاجة المميزة جدا لاي فريق ممكن يخش او اي العيب انا اسف يخش مع الفريق النادي الاهلي انه بيتأقلم سريعا في جزئية البطولات لان انت وانت بتختار اي العيب لازم بتختار الصفات الاراضية بتاعته عاملة ازاي اللي هو طبعا امامنا على الشاشة وريد ازارو ده اولى الصفقات اللي بنتكلم عليها لعب مميز لعب صفاته الاراضية شفناها من خلال نادي السابق نادي الدفاع الجديد المغربي ولعب مميز جدا ايضا هشام محمد تقلق بشكل كبير مع فريق مصر المقصة واكيد هو ابن من ابناء النادي الاهلي ايضا واحد ايضا من ابناء النادي الاهلي الاسلام محارب واللي اتأقلم سريعا سواء في البطولة العربية او في المباراة الودية السابقة مع فريق النادي الاهلي اسلام محارب من اللعب المميز ايمن اشرف ايضا لعب سموحة وايضا واحد من ابناء النادي الاهلي الجديد بالذكر ان مجموعة من لعبين النادي الاهلي القدامة موجودين حاليا ويرجعوا تاني الناديهم بشكل جبير كل التوفيق ديهم عبدالله الشام اللعب السوري المميز لعب المنتخب الولمبي السوري ايضا احمد الشيخ وانتهاء عارضه مع فريق مصر المقصة ولاعب مميز ايضا فكمان محالينبي بس يعني هو يمكن بتتنطق محالينبي على حسب كلامه هو كلاعب هو نطقه كده فكمان محالينبي لاعب الجنوب افريقي لاعب بيت فيست السابق ولاعب النادي الاهلي الحالي كل التوفيق ليه الصفقات الجديدة طبعا تم اختيارهم بعناية تم اختيارهم بمنتهى زي ما بقول التصنيف زي ما بقول لكم التصنيف انت ما بتصنف العيب بتبص عليه من حاجات كتير جدا الجزء الاولاني الصفة الاراضية عنده ثم طبعا المهارة الفنية والبدنية عنده ثم ايضا الاخلاقية لان احنا في الاول في الاخر عندنا الاخلاق بالداخل القرعة الحمراء والداخل هذا الكيان بتبقى حاجة مهمة جدا زي ما بقول لكم نادي الاهلي بداية المشوار النهاردة في اللقب الاربعين ان شاء الله من خلال توجده والحفاظ على اللقب مرتين متتاليين يبقى التالت بأمر الله ده هدفنا بأمر الله من خلال توجد المباراة النهاردة امام طلاقة الجيش في الاسبوع الاول والجول الاولى من دور الممتاز 2017-2018 يمكن لما نجي نتكلم على التحليل وتوصيف اللقاءات ما بين الاهلي وطلاقة الجيش بالارقام النادي الاهلي عدد مواجهاته امام طلاقة الجيش 22 مباراة منها 21 مباراة في الدوري ومباراة واحدة في كأس مصر طبعا النادي الاهلي بتفوق بشكل كبير بالفوز ب18 مباراة اما طلاقة الجيش فلم يفوز في اي مباراة تعادل الفريقان في اربع لقاءات فقط الهزيمة للفرقتين الاهلي يخصر قط امام الجيش زي موطة حضراتكم اما طلاقة الجيش بينهزم 18 مباراة الاهداف نجح لعبه الاهلي في تسجيل 48 هدف في مرمى طلاقة الجيش اما طلاقة الجيش نجح في احراز اهداف في مرمى النادي الاهلي بعشر اهداف الهداف التاريخي لنادي الاهلي هو النجم محمد ابو تريكا لعب النادي الاهلي المعتزل برصيد 8 اهداف وعماد متعب ياليه برصيد 7 اهداف هدف طلاقة الجيش في مرمى النادي الاهلي هو صلاح امين هدفين ودودزي ايضا هدفين. ضربات الجزاء يمكن النادي الاهلي حصل في تاريخه مع طلاع الجيش على خمس رقلات الجزاء. منها طبعا نسجل منها شادي محمد وعمد متعب ومحمد ابوتريكا وعبدالله السعيد بينما اهضر مؤمن زكريا ضرب الجزاء واحدة. اما طلاع الجيش حصل على ضرب جزاء او راكل الجزاء واحدة اهضرها احمد عيد عبد الملك في مباراة الدور الاول في الموسم الماضي لو نتذكر هذه المباراة طرد شهدت مباراة الفريقين اربع حالات طرد منها اسامة رجب مرة وحسامة عبدالعال ايضا لعب النادي الاهلي ومن نشئين النادي الاهلي اه 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 قبل كده اكيد قبل ما يروح طلاع الجيش من طلاع الجيش وعبدالله فاروق من الايض. اه الانزارات يمكن اه حصول لعيبي طلاع الجيش على 19 كارتة اصفر بينما حصل لعيبي الاهلي على 10 كروت صفراء فقط يمكن واضح جدا دايما المنافسة قوية ما بين طلع الجيش ودايما التحملات بتبقى قوية في هذه المباراة نتيجة الحماس بيبقى موجود في هذه المباراة اول هدف في تاريخ مواجهات الفرقين احرازه محمد بركات اللعب ايضا المعتزل في اللقاء الاول الذي اقيم في 21 نوفمبر 2004 وانتهى بفوز النادي الاهلي بهدف للاشي اخر هدف احرازه النادي الاهلي في طلع الجيش كان هدف ميدو جابر في الدور التاني انا تذكره يمكن النتيجة دي انتهت بهدفين مقابل هدف واحد للنادي الاهلي المباراة الدور الاول انا تذكرها فوز النادي الاهلي 3-0 احراز الاهدف مؤمن زكريا عبدالله سعيد لو معنا بيبو نقدر نجيبها ونتكلم عليها ايضا طبعا ده ما اقول لكم ده اوتوبيس النادي الاهلي متجه لملعب اللقاء قامل التوفيق للفريق اكيد مركزين بشكل دير زي ما اقول لكم الموسم الماضي 2016-2017 النادي الاهلي لعب فريق طلاع الجيش في الدور الاول وكسب في هذه المباراة 3-0 احرز الاهداف مؤمن زكريا وعبدالله سعيد وجونيور اجايه اما في الدور التاني فاز النادي الاهلي 2-1 على طلاع الجيش احرز الاهداف عبدالله السعيد من ضرب الجزاء وميدو جابر في ديئة 95 اما الهدف الاحرازه ده امامنا على الشاشة ده الدور الاول بيحرز الاهداف مؤمن زكريا اول هدف في الموسم الماضي ويحرزه مؤمن زكريا لعب النادي الاهلي المميز ايضا حسام البدي هو زملائه بشكل كبير للحفاظ على الله خب أمر الله الهدف التاني عبدالله السعيد في الدهة 77 هيجي قدامكم على الشاشة طبعا النادي الاهلي كنت حابب اننا قبل ما نعمل او نبتدي الموسم يبقى فيه عندنا شكل كده للموسم الماضي فيه التطور الهجوم النادي الاهلي ازاي بتاني النادي الاهلي بداية من قوله مبارياته حتى اخر مباراة تطوره الهجوم الهجوم لكن ممكن نعملها ان شاء الله في الفترات القادمة لان احنا عندنا للاسبوع ده كله الى حد ما لان المباراة القادمة للنادي الاهلي مؤجلة بسبب مباراة الترجي وكانت هتكون قدام المقاصة لكن تأجلت طبعا هذه المباراة نقدر نعملها ونشوف طبعا تطور الهجوم النادي ازاي ما احنا شوفين اعمليات النقل ما بين اللعبين والتحرك كانت مميزة جدا في المباراة زي ما ولقدال هدف الثالث لجونيور اجاي كان في الديئة 83 نادي الاهلي دايما متفاوق بشكل كبير بحسب الارقام اللي انا قلتها لحضراتكم ما بين الفرئتين متفاوق بشكل كبير على فريق طلاق الجيش في اجمالي الفوز في المباراة ده مباراة الدور التاني وفوز النادي الاهلي 2-1 الهدف الاول احرازه عبدالله سعيد من ضربة جزاء ثم بيتعادل معتمد محسن او معتمد محسن في ديئة 58 لنادي طلاق الجيش من ضربة رأس امامكم على الشاشة ثم ميدو في الدقائق الاخيرة او بلاس 90 دائما ما احنا بنتكلم على النادي الاهلي والدقائق الاخيرة بتبقى مهمة جدا لفريق النادي الاهلي وده يدل على عدم اليأس ودائما الاصرار في الفوز بالنسبة لنا كفريق النادي الاهلي ليحرز ميدو جابر الهدف الفوز في هذه المباراة في ديئة 95 ده كانت نتيجة المباراة نتيجة مبارتين الدوء للموسم الماضي موسم 2016 2017 2017 2017 واللي احتفظ به النادي الاهلي بلقب الدوري للموسم التاني على التوالي نتمنى ان شاء الله من خلال انطلاقة اليوم تبقى الحفاظ على اللقب للموسم التالت على التوالي بطولة يدل على ان انت ما بتخسرش بسهولة عشان كمان عشان هجيلكوا كمان في عدد الاهداف اللي ممكن يخش على مدار تاريخ النادي الاهلي كل ما انت يبقى عدد الخسارة قليلا وعدد الاهداف عندك كتير وعدد اهداف اللي بتخش فيك قليلا ده يدل ان انت نادي بطل تكسير ما نيجي نبص حتى ليه فوزك انت تسعة وتلاتين مرة بص النادي الاهلي تسعة وتلاتين نادي الزمالك اللي بياليه تقريبا اتناشر بطولة يعني اعتقد انها يعني صعبة جدا اتنين واشر بطولة النادي الزمالك تسعة وتلاتين اتناشر الامور طبعا بعيدة جدا عن نادي الزمالك والاندل خلف النادي الاهلي فبالتالي ده هو ده النادي الاهلي هو ده كان النادي الاهلي دايما مليء بالبطلات وكل يوم بنصحة والنيام على بطولات يا رب ان شاء الله زي ما أقول لكم كده سجل الأهل في تلك المشاركات 2675 هدف بينما استقبلت شباكه 952 هدف على مر تاريخ هذه البطولة وبطولة الدوري الممتاز الأهل لعب أمام 66 منافس مختلف في الدوري يمكن النادي الأهل دايما في كل فريق بيعرف ازاي لعبه بيعرف ازاي يتعامل معه ففريق بقى بيطلع من الدرجة التانية بيطلع الفريق أول النادي الأهلي أيضا بيعرف يلعبه يمكن فيه فرق دايما بيتميز النادي الأهلي ان هو بيقابلها زي الزمالك زي الترسانة زي المصري زي الاتحاد دور الفرق الأكثر مشاركة مع الأهلي في هذه البطولة فبالتالي يعني المصري حتى لما بنيجي نتكلم لعب 113 مباراة في الدوري مع النادي الأهلي زي مالك 114 مباراة الاتحاد 112 مباراة ثم الإسماعيلي 111 مباراة دائما الأهلي متفوق بشكل كبير في هذه البطولات يا رب كامل التوفيق وزي ما بنقول تقسير الأرقام القياسية بالنسبة للنادي الأهلي هو ده المطلوب هو ده الفريق البطل بيعمله دايما سواء في مصر أو في كل أنحاء العالم فالنادي الأهلي هو الأقصر الأندية في مصر حصولا على بطولة الدوري والكأس أيضا فبنتكلم إن شاء الله تبقى بطولة موفقة وبدأ موفقة للنادي الأهلي هذا الموسم الموسم يا رب كل التوفيق ليهم بأمر الله هذا أقول لكم من القائمة اللي احنا شفناها النهاردة ممكن في بعض الناس بتتكلم على التشكيل وممكن إيه التشكيل متوقعة هيكون معنا نجمنا طبعا كابتن وليد صلاح وكابتن ربيع سين هيكونوا معنا هنتكلم على التشكيل وهيكون معنا وهنتكلم كابتن حسين بدري أكيد فيه تغيير في الموسم الجديد في بعض المراكز ممكن الشكل ممكن هيشتغل كابتن حسين بنفس الطريقة بتاعت السنة اللي فاتت ولكن بعض الإضافات اللي جات من خلال صفقات جديدة بعض الأفكار اللي ممكن تبقى عند كابتن حسين البدري نتيجة طبعا أنه هو بيفكر في المباراة القادمة أيضا مباراة الترجي هنشوف الأمور المشية إزاي ولكن تشكيل متوقعة ممكن يكون بداية شريف إكرامي في حراس المرمى من يميني الشمال مثلا ممكن يبقى أحمد فتحي سعد سمير رامي ربيعة حسين السيد نتيجة إصابة علي معلول أيضا في خط الوسط حسين عشور وعمر السلية هو دا يمكن كابتن حسين مش هيغير كثير السبات في التشكيل دا دايما كابتن حسين البدري بيفكر فيه باستمرار أما في الأمام أحمد حمودي وعبد الله سعيد إسلام محارب ممكن يبقى موجود يعني دا أو يعني هنشوف الدنيا ماشى إزاي أما في المقدمة وليد أزارو واللي يمكن اعتمد عليه كابتن حسين البدري وكان بيشوفه في الموسم الماضي في المباراة الأخيرة والتعلق بشكل كبير مع النادي الأهلي وأثبت أنه هو لاعب من اللاعبين المميزين اللي انضموا حديثا للنادي الأهلي لكن أكيد هنستفاد منه هذا الموسم بشكل كبير دا يمكن التشكيل المتوقع للنادي الأهلي عايز أقول لكم طرع الجيش فريق مميز كابتن أحمد سامي واحد من أبناء النادي الأهلي أيضا موجود على رأس الجهاز الفني لهذا الفريق أكيد عنده تطلعات وطموح في بداية أو أولى اللقاءات بالنسبة له في هذا الموسم وبالأخص لما يكون قدام فريق كبير زي النادي الأهلي الأمور بتبقى بالنسبة له فيها حماسة فيها إصرار بالنسبة له لا مدرب كف ومدرب لسه صغير في السن بيحاول يقول للناس إحنا موجودين كفريق وكمدرب أو مدير فني يعني كابتن أحمد سامي بقى له فترة فيه طلع الجيش فترات ما بيبقى موجود فيها كمدير فني بيعمل أداء مميز هو فهم اللعبين عارف الصفات الإراضية عندهم عاملة إزاي فبالتالي مباراة بالنسبة له النهاردة مباراة مهمة جدا كفريق طلع الجيش وأيضا كأحمد سامي هو واحد من أبناء النادي الأهلي عايز أقول لكم قائمة فريق طلع الجيش محمد بسام محمود شكري عبدالعزيز توفيق معتمد محسن خالد سطوحي محمد رز حسن يوسف إسلام جمال محمود البدري محمد أشرف عبدالقادر بلالجمال عاصم صلاح فرانك ستيفن ومحمد ناصف وخالد سرحان وحسام جلال محمد طارق أبو العز وصلاح أمين ووائل فراج علي الفيل إسلام شرقية وأحمد الشيخ ومحمود حمد أحمد هاني محمود عبدالعاطي عموري وأحمد فوزي وجروم ويا وديفيد موجود معهم أيضا ومحمد عصام الغندور اللعب المعار من النادي الأهلي ومصطفى محمود طبعا محمد عصام الغندور حارس مرمى النادي الأهلي حكم النهاردة هيكون حكم ساحة أحمد حمدي مساعده الأول عبدالفتاح عريشة ومساعد تاني يوسف البساطي أما حكم الرابع فهيكون الكابتن محمد يوسف زي نقول لكم احنا كلامنا طبعا النادي الأهلي لكن أفكركم بنتائج الجولة الأولى بالنسبة للدور الممتاز اللي ابتدى أول إمبارح ممكن فيه مباراة حاليا دلوقتي المصر البورسعيدي ووادي دجلة متقدم فريق المصري من ضرب الجزاء بهدف أحمد جمعة طبعا الهداف المميز حاليا لفريق المصري البورسعيدي واحد سفر لفريق المصري البورسعيدي أمام ودي دجلة كانت قبلها مباراة الأسيوتي ومصر مقصة وتعادل الفريقتين الأسيوتي ومصر مقصة واحد واحد هدف الأول كان في دي أربعة واربعين لمحمد طارق لعب الأسيوتي ثم جون أنطوي لعب المقصة في دي أتنين وثمينين بتعادل واحد واحد يمكن دي نتيجة مباراة اليوم أمامنا على الشاشة كانت طبعا دي مباراة النهاردة وأهلي طبعا الأسيوتي واحد واحد مع المقصة المصري فايز حتى الآن على فريق ودي دجلة واحد سفر ثم مباراة الأهلي وطلعها الجيش هنكون معاكم طبعا من خلال تحليل فني لهذه المباراة عايز أقول لكم مباراة الجمعة أو نتائج مباراة الجولة الأولى أمامنا على الشاشة حضراتكم فريق الإعداد وفريق إخراج معنا مجهزة داخلية وبتروجيت واحد واحد أحمد سمير فرج ويحرز هدف من ضربة جزاء ثم جهات جنيدي لعب الداخلية بيحرز في مرمى هدف غريب جدا في ديئة ستين بيحرز في مرمى مرمى فريق داخلية هدف التعادل لفريق بيتروجيت المقاولون العرب بيهزم أو بيكسب الرجاء 3-0 أحرز أهدف أحمد علي شكر نجيب ومحمد فاروق من ضربة جزاء أما المباراة مباراة تاني الجولة الأولى أيضا ولكن تاني يوم السبت كان طنطة والنصر وتعادل طنطة والنصر 0-0 ثم كان في مباراة رائعة مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري في أولى المباراة المسيرة فيها الدور الممتاز وفوز الإسماعيلي 4-2 كانت تعادل 2-2 ثم يتقدم الإسماعيلي بالهدف الثالث والرابع يعني أعتقد حتى الأسامي اللي عميني أحرزه هنشوف دييجو كالديرون وموسى كاميرا وريتشارد بفور وطبعا إبراهيم حسن في الـ 94 بيدول أن مجموعة كبيرة جدا من اللعبين في المحترفين وكنا بنتكلم على الأجانب بقى والمحترفين في الدور المصري بيحرزوا الأهداف عايز أقول لكم ده الإنتاج الحربي طبعا مباراة الإنتاج الحربي والزمالك تعادل الإنتاج الحربي والزمالك في أولى مباراة نادي الزمالك 1-1 يحرز الهدف الأول عمر السعيد للإنتاج الحربي ثم يتعادل كابونجو كاسونجو في الديئة 27 يعني بالإضافة كاسونجو واللعبين في نادي الإسماعيلي زي ما بلوكم عدد اللعبين الأجانب الأحراز في الجولة الأولى عدد كبير يدل على فرق كلها استعدت وجابت لعبين مميزين جدا في محترفين فبالتالي كل التوفيق نحن نشوف دوري مميز دوري يبقى فيه قوة هو ده اللي احنا بنتمنىه طبعا من خلال الكرة المصرية دي مباراة أمامنا طبعا مباراة الجولة التانية القادمة إن شاء الله اللي هتبتدي من يوم الخميس 14 سبتمبر بترجيت هيلعب النصري وطلق الجيش مع الإنتاج الحربي يعني دي الفرق اللي هيتلعب في الجولة التانية أمامنا على الشاشة رجاء هيلعب الأسيوتي طبعا إن شاء الله يوم الجمعة 15 سبتمبر دي مباراة الجولة التانية أمامنا النصر والاتحاد هيكون يوم السبت ودي ديجلة وإمبي في أيضا مباراة الجولة التانية أما يوم الحد هيكون مباراة مصر المقصة والأهل دي هتتأجل طبعا عشان مباراة الأهل في مطولة أفريقيا أمام الترجي هتكون يوم 16 سموحة وطنطة إن شاء الله الإسماعيلي والمقاولون والزمالك والدخلية دي مباراة الجولة الأولى ونتيجها حتى الآن واللي شغال لسه مستمرين معاكو طبعا مباراة المصري ودي ديجلة واللي فايز فيها المصري البورسعيدي بهدف للا شيء حتى الآن هيكون معانا طبعا نجوم مصر هنتكلم بقى عن مباراة اليوم من خلال طبعا أمامنا على الشاشة الأهداف أو أهداف المصري في 2017 أو هدف أهداف النادي الأهلي في 2017 الدوري السابق وفوزوا بهذا اللقب وتقلق النادي الأهلي في شكل كبير وأمامنا على الشاشة في الجابة الأخرى طبعا أو ناحية تانية وهو متجه لأولى مباراته في موسم 2017 2018 عايزين نشوف الأهداف دي عايزين نشوف التقلق ده من اللاعبين والحفاظ على اللقب للمرة التالتة على التوالي هو ده اللي احنا نتمنى كابتن حسام البادري وهو بيتكلم على الصفقات الجديدة والجلسة اللي عقدها مع الشام محمد وليد أزارو وإسلام محارب بيقول أنه بيأكد على أهمية ظهورهم بشكل مميز مع الفريق الأحمر وأكيد بدء المباراة من بداية من اليوم هتبقى انطلاقة لهم قوية بأمر الله سواء بقى كانوا أساسيين أو كانوا موجودين كبدلاء كل واحد ليه دوره داخل الفريق كل واحد ليه دوره بيقدمه بشكل كبير سواء بقى أساسي أو بديل هو ده اللي احنا نتمنى وكابتن حسان بدري أكيد بيتعامل مع اللاعبين بشكل نفسي بشكل مميز جدا وأيضا بشكل فني هنشوف بقى النادي الأهلي بعد انتهاء المباراة النهاردة في مباراة تانية بكرة وديه مع الجونة هل هيبقى كبت حسام البدري بعد كل مباراة رسمية هيبقى فيه مباراة وديه عشان اللاعبين أو عدد اللاعبين الكطار المميزين جدا يبقى ليهم استعداد تاني لو هما ملعبوش في المباراة الرسمية يبقى استعداد من خلال مباراة وديه كل مباراة هنشوف هنشوف كابتن حسين البدري هل هيكون ده هو ده الاستعداد دايما بعد المباراة الرسمية للعيبة اللي ما لعبتش هتبقى فيه مباراة ديه اليوم تاني يوم ولا عشان مباراة الترجي هنشوف كابتن حسين البدري بيفكر فيه هو الجهاز الثاني وكابتن سيد عبدالحفيز ده اللي احنا دايما بنتكلم عليه بنتكلم يعني اكيد في بعض اللعبين اللي غابوا عن هذا اللقاء كابتن سيد معاود بيشرف عليه التدريب سبر رحيل علي معلول باسم علي واكرم توفيه ومؤمن زكريا وفق كماني ماشنبي وايمن اشرف واحمد رمضان بيكام وجونير اجايه وميدو جابر وعمر بركات وصالح جمعة دول اللعبين اللي غابوا عن قايمة الفريق النهاردة طبعا اللي منه اصاباته اللي منه لشكل فني او جزء فني لكن كل التوفيق ليهم ان شاء الله وزي ما قلتلكو عبدالله الشامي واحد من الناس اللي موجودين وهيبتدوا التمرين مع الفريق وهيبتدوا ان شاء الله بعد البطاقة ما وصلت النهاردة كل التوفيق ليهم متعين طبعا بيغيب عن المران بإذن كابتن حسام البدري ويا رب ان شاء الله نشوف اعماد متعب هذا الموسم مختلف تماما عن الموسم السابق ويبقى سواء بقى بديل او اساسي يبقى لاعب مؤثر للفريق لان اعماد من اللعيبة زي ما قلت خبرات اللي بتدي دفع للعبين اللي حواليه وزي ما احنا شايفين مجموعة كبيرة جدا في خط الهجوم هتعمل تنافس كبير جدا للعبين في هذا الخط سواء بواليد ازارو احمد ياسر ريان اجاييه طبعا اعماد ومروان محسن لما يرجع بأمر الله بالسلامة ده كله في مصلحة النادي الاهلي ومصلحة فريق النادي الاهلي يعني اكيد كلام كتير عن المباراة النهاردة فنيا بقى ان شاء الله هنكون معاكو لحظة بلحظة من خلال طبعا مرسلنا وطبعا زي ما احنا شايفين احنا متابعين الفريق حتى هو فيه باص الباص الفريق ومتاجن للملعب وكنا معاه في فندق الاقامة هنكون معا اليوم من خلال طبعا توجدنا قناة الاهلي لحظة بلحظة مع الفريق من خلال ايضا نجومنا وتحليلنا الفني اللي هيكون بعد الفاصل ان شاء الله كابتن وليد صلاح الدين وكابتن ربيع سينو وكابتن وليد صلاح الدين تحليل فني هيكون دائما رائع من خلال نجومنا ونجوم النادي الاهلي لكن خلينا نروح لفاصل واستقبلهم هنتكلم ان شاء الله وانطلاقة جيدة لفريق النادي الاهلي من خلال هذه المباراة مباراة الاهلي وطلاق الجيش في أولى الجولات في بطولة دور الممتاز 2017-2018 ترحب بحاجة المرة تانية طبعا استكمالا لكلامنا وتغطيتنا لهذه المباراة المباراة الأولى للنادي الاهلي في هذا الموسم موسم 2017-2018 يكون معايا طبعا لتحليل هذه المباراة قبل وبعد المباراة كابتن ربيع سينو نجم مصر ونجم النادي الاهلي براحب بيه كابتن ربيع منور كابتن منور موضوع دائما سعيد جدا انطلاقة جيدة بأمر لوش ناجد بحاجة من أوليوز حبيب ان شاء الله ايضا كابتن أوليد صلاح الدين نجم مصر ونجم النادي الاهلي براحب بيه كابتن وليه حبيب يا روء منور كابتن سينو نتطيب وكابتن ربيع وكابتن كامونة وكابتن عب حميد وان شاء الله استوديو موفق ان شاء الله يا ربك طب تسمحوا لي كابتن سريعا نروح بس لتقرير عن المباراة ونرجع بقى نتكلم فنيا عن هذه المباراة تقرير سريع ونرجع نكمل كلام يفتتح فريق الاهلي مساء اليوم الاحد مشواره في مسابقة الدور بمواجهة نارية ضد طلاء الجيش على ملعب السلام ويدخل الاهلي حامل اللقب المباراة باحثا عن ضربة بداية قوية في مستهل مشواره للحفاظ على لقب الدوري للموسم الثالث على التوالي وسبق اللعب الاهلي ضد نظيره الطلائع 22 مباراة لم يحقق خلالها الفريق العسكري الفوز على المرض الاحمر خلال اي لقاء من قبله بل فاز الاهلي 18 مرة مقابل ثلاثة عدلات وكان اخر لقاء قد فاز به الاحمر بنتيجة 2-1 في شهر مايو الماضي بالسويس ويعد محمد ابو تريكا هدف لقاءة الفريقين برصيد 6 اهداف ويتحدى الجهاز الفني للاهلي بقيادة حسام البدري الغيابات التي يعاني منها الفريق وعلى رأسها الرباع المصاب مروان محسن والتونسي علي معلول وصالح جمعة ومؤمن زكريا بجانب الوافد الجديد باكماني مالامبي لعدم وصول بطاقته الدولية والمخضر معمد متعب لمرضه بنزلة معاوية بجانب بعض المستبعدين لأسباب فنية وعلى رأسهم النيجيري جونيور اجاي وعمر بركات وميدو جابر وباسم علي في المقابل يراهن طلع الجيش بقيادة مديره الفني احمد سامي على الصفقات الجديدة وعلى رأسها صلاح امين وتوغولي كامالدين ابراو والاغندي حسن وساو ومعاذ الحناوي وأحمد الشيخ ومحمد طارق ومحمد ناصف والليبري يجيرو موايا والغيني فروموس مندي موسيقى اشتركوا في القناة مرحب بحالكم مرة تانية طبعا بعد التقرير اقول لحضر لكم بس قيمة الاهلي اللي اختركت حسام لمباراة اليوم شريف اكرامي ومحمد الشناوي احمد عادل عبد الماني موحسين السيد ورامي ربيعة ومحمد نييب سعد سمير احمد فتحي حسام عشور عمر السلية عبدالله السعيد واحمد الشيخ ووليد سلمان ووليد ازار ومحمد هاني هشام محمد احمد حمدي واحمد ياسر ريان كريم ندفد احمد حمودي واسلام محارب دي القيمة للنادي الاهلي النهاردة طبعا كابت حسام بدري يختار منهم 18 لكابت حسام كابت ربيعة انا اسف خلينا كلمك على مباراة اليوم وهميتها النهاردة انطلاقة ويعتبر في نفس الوقت بالرغم انها انطلاقة في الدولة المنتاز والحفاظ على الله قبل المرة التالتة بأمر اللي ان شاء الله لكن انت تستعد برضو كلام كابت حسام بدري بيبقى دائما في التصرحات وحيث تتراتيش كلام على مباراة الترجي وانه مباراة النهاردة في نفس الوقت تستعدادك الترابية اه طبعا خلينا الأول ان شاء الله موسيقى انتقل بيزددان على الجميع نشوف نشوف قبل من ان نطلب نتائج ونطلب أداء أداء رائع ونطلب فنيات ونطلب سلوكيات وأخلاقيات وتصرفات يبقى الجميع هدف هو مصر الجميع هدف المنتخبات الهدئ الجميع هدفوا الروح الرياضية عشان توصل للجميع الرياضة مقومنا واجه حضاري لشعوب كثيرة جدا فلازم نشوف الواجه ده من اللعيبة ومن أجهزة الفنية ومن إدائيين ومن الجمهور بقى من الله صحيح كب ونتمنى كل التوفيط عمل ندينا نحن نادي لو في فرصة كمان للجمهير فوقت من الوقات احنا مش عارفين امور هتمشي ازاي وما لازم محمد لازم هم برضو يعني احنا بنشوف المنتخب مصر ان شاء الله بيوميلين تمام ويتخرب فنتمنى بكل التوفيط بقى من الله تعالى كورة مصرية ويا رب كده نشوف منتخبنا في كاس العالم بإذن الله تعالى فلوسا ان شاء الله دي على شاشة كاته امامنا وصول طبعا فريق النادي الاهلي لملعب المباراة يعني نتمنى طبعا التوفيق اليوم بقى خلينا عزوالك محمد ان اهلي غايته دايما القمة في الشزار الاهلي عميد الاندية المصرية مع احترام الشديد الارقام بتقول كده كبير ارقام فمن اول يوم من خضاءة و اول مباراة ان شاء الله في الموسم تركيز و الانتمام و الانتزام فغاية الهلوية كلهم الكل بيكتمع دائما و بيشتغل عشان يبقى الاهلي في المقدمة فعلا عشان الاهلي هبت النادي الاهلي محليا و افرقيا صحيح اه دي حقيقة فمن اول يوم هتلاقي كبت حسان مركز هتلاقي لعبة مركزة والمسؤولات كبيرة جدا على عاطقهم بأمر الله تعالى الجمهور المنظومة بإذن الله من اول يوم بتركز و ان شاء الله يبقى كل التوفيق مباراة مهمة جدا بداية مهمة جدا ان شاء الله تعالى تلات نقاط مهمين جدا بإذن الله والاهلي عندهم ميزة ان من اول يوم من اول مباراة في الدوري بيحصل تلات نقاط ما عندوش بيحصل خلال الدور الاول عدد كبير جدا فده بيساعد انا من وجهة نظري فنية لحد ما ندخل في الاندقار فنية محمد احسن فريق واجهز فريق بأمر الله تعالى وتوفيقه هو انه اللي قال ناديه العمل اضافات اضافات على الاضافات اللي موجودة عنده على القدرات الخاصة اللي موجودة يا محمد بأمر الله تعالى مع انه حسم الدور وحسم الكاس وحمد الله ان شاء الله في طريق الافريقية فماتش مهم جدا للنهاردة ان شاء الله بداية وانا اعتقد بالنسبة كبيرة جدا في جوانب كثيرة جدا في التشكيل او التوظيف او الخطة بادي بها حسام استعدادا للتراجي بإذن الله ربنا افوال نهاردة ان شاء الله يتعالع رغم الغيبات بعض من اللعيبة لكن كلنا ثقة في اللي موجود والاهلي بمن حضر وان شاء الله التلات نقاط رغم كاتل من حضر كتور غيبات بس النادي الآلي دائما مليان طبعا فان شاء الله تلات نقاط يحسدوا من شاء الله دائما بإذن الله كتور غيبات برضو بداية الدور الممتاز بمباراة طلاع الجيش رؤيتك للانطلاق نفسها كتور غيبات وما بعد الانطلاق وكبت حسام تفكيره واستراتيجيته بقى للدور الممتاز السنة فاتح شفنا كبت حسام بدري كان مقسمها حتى الدوري كان مقسم أو مقسمها وكبت حسام بدري للأجزاء صح اللي كان ينجح في كل مرة فيه أو جزء من الأجزاء دي بص خلينا نقسم البداية جزئينا كابتن فاروق جزء إداري وجزء فاني جزء الإداري كابت ربيع أدنا مدخل حلو قوي إن حلو رسالة من عندنا هنا من أستاذ الأهلي ومن قناة الأهلي إن يا جماعة مهم جدا إن إحنا نحاول نزود نفسنا نزود نفسنا في النحية الأخلاقية نشوف إيه اللي حصل السنين اللي فاتت أو السنة اللي فاتت تحديدا وحش نحاول نتلفاه كان فيه أخطاء كتير جدا 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 السنة اللي فات لو نقدر نقللها نقللها يعني بص إحنا مش في المدينة الفضل ما فيش حاجة تختفي لكن نقللها بقدر الإمكان تعامل الأجهزة الفنية واللعبين مع الحكام نحاول بقدر الإمكان يا جماعة إحدى ما عندناش جمهور ما فيش جمهور في الملعب فلو سمحته قللوا نبرت الاعتراض أنا هاي لكابت اللي حاتك بتقول السنة اللي فاتت كتفرق ما فيش مدرب يعني أنت عندك فريق إعداد شاطر جدا يجيب لنا واحد أو اتنين من المدربين من الثمانتشر نادي لا ما توقفش ما توقفش ما تكلمش ما عادش في المدرج لدرجة أنه بقى فيه مواجهات مباشرة بين فرق الاتنين المدربين قاعدين فوق مع بعض قاعدين فوق مع بعض في المدرجات بيتكلموا مع بعض بما أنه هما الاتنين مطرودين برا فبالتالي أتمنى الناحية الأخلاقية يا سلام بقى لو الحاج عامر يزبط لنا برضو مواعيد المباراة مع الصلاة أنت عندك المغرب بيدن واللعيبة نزلة العيشة بيدن لو نقدر بقدر الإمكان نزبط المواعيد يبقى يبقى كترخيرهم نفس الوقت الجمهور أتمنى من اتحاد الكورة برضو أنه يعمل ألية لعودة الجمهور يا جماعة تاني اللي قلنا من ثلاث سنين أو من سنتين وقلنا السنة الفاتت وعن كراره السنات دخل يا عم ألف الأول ألف دخل الأول صاحب الأرض الأهلي بيلعب الاتحاد في اسكندرية يدخل جمهوري الاتحاد ألف بس الإسماعيلي بيلعب الأهلي في القاهرة يدخل ألف واحد من جمهوري وشواء تبقى ألفين وشواء تبقى ثلاث وشواء أنت مش هتعمل أي احتكاك أنت ليه دايما الرد بتاع السؤال ليه ما فيش جماهير مع أن فيه جماهير في منتخب مصر هيقولك لا ده فريق واحد أنت ما فيش يعني ده منتخب مصر جاي له جمهور لكن ما فيش جمهور من الفرقة المنافسة طب ما أنا أقدر أطلع برا الموضوع ده باللي أنا بقوله لها تونس عملت كده ونكحت في الأول بداية على طول بس كثيرة عملت كده ونكحت أنا النهارده عايز أفصل ما بين جمهورين يعني النهارده مثلا الأهلي هيلاعب مثلا نقول الإسماعيلي أو هيلاعب الاتحاد أنا مش عايز أجيب الجمهورين هجيب جمهور واحد اللي هو صاحب الأرض وهكذا نمشي بقى كده المقاولين والزمالك جمهور الزمالك اللي مش عارف المصري والاتحاد السكندري في مثلا مثلا ملعب المصري اللي نقول برج العرب ليبقى ألف واحد من جمهور النادر مصر ويبقى جمهور الاتحاد ما يروحش خالص وهكذا شوية بشوية ناحية الأخلاقية مهمة جدا ما دفش أنت حكام بقى مع الفرق ما أنا لسه أقول والله لسه أقول والله أقولك على حاجة أهم سبات جدول الدوري السنة اللي فاتت الله يكون فعوني الحاجة عامر حسين وبنهنيه على التجديد لمدة سنة بس نتمنى السنة دي يكون الدوري أكثر استقرارا ما يكونش كل شوية خطاب والنبي نعدل المطش ده معلش 24 ساعة معلش 48 ساعة طب والنبي نكلم الزمالك عشان يرضى يبقى مش عارف مع إيه معلش مصر الكلام ده على قد ما تقدر عايزين السنة دي نتقدم خطوة في كل حاجة يا سلام بقى لو الخطوة كمان ان احنا نخلص الدوري في شهر خمسة ونخش على روسيا 2018 نكون بنلعب في شهر ستة يبقى حاجة جميلة ويبقى دوري ولا أروع فبالتالي نتقدم خطوة ده من الناحة الإدارية عشان ما تقولش عليك من الناحة الفنية بقى يعني طبعا فرق مع النادي الأهلي قوي السنة اللي فاتت انه هو ريكل الدوري بدري خد بالك إلحق استفيد من تعصر أي فرقة كبيرة يعني مش اقولي الزمالك بس أي فرقة النهاردة المقصة تعادل والزمالك تعادل والإسماعيلي كان قريب جدا انه هو يتغلب وليحق نفسه برمنتذة تاريخية أربعة اتنين على نادي الاتحاد إلحق انت نفسك ماتشين تلاتة المنافسين يتعصروا ركبت الجدول انتهى الموضوع صحيح وده اللي حصل السنة اللي فات مضبوط كبير فالكابتن حسان بي بعرف كده كويس وانت قلت كلمة هيلة انه كان مقسم الدوري على مراحل المرحلة الاولى كانت ايه لو تفتكر تجميع النقاط صحيح ولا بقى اداء فني ولا جماليات ولا انا دلوقتي عايز ازبط النقاط تلات نقاط بعد ايسا كنت طريق بس يعني هكمل محفظك كلام طبعا عن الحلال الفنية ولكن هروح سريعا لملعب المباراة وامير زمان امير يشام طبعا هيقول لنا الكواريس حاليا داخل ملعب المباراة واكيد التشكيل لو هو اتح له وموجود معا امير مساخير عليه كابتن فاروق تحياتي كابتن ربيع عسين كابتن وليد صلاح الدين وتحياتي طبعا لكل مشاهدي ومتابعي قناة الاهلي في كل مكان خلاص دقائق وتبتدي اولى مباراة النادي الاهلي في الموسم الجديد موسم 2017-2018 وهي اولى مباراة النادي الاهلي هذا الموسم في بطولة الدوري العام اللي بيحمل لقبها لقبها النادي الاهلي لسنتين ماضيتين طبعا على التوالي ايضا النادي الاهلي من خلال مباراة النهاردة وهي اولى مباراته امام فريق طلاق على الجيش اكيد ده مباراة مهمة جدا بالنسبة للنادي الاهلي هيحاول من خلال هذه المباراة كابتن فاروق ان هو طبعا يحقق نتيجة ايجابية تكون دافع مميز للفريق في اكتمال او استكمال مشواره في بطولة الدوري العام هذا الموسم لا سيما طبعا نحو الحفاظ على هذه البطولة الموسم الثالث على التوالي ومن ثم تحقيق البطولة رقم اربعين في تاريخ النادي الاهلي من حيث بطولات الدوري والوصول للنجمة رقم اربعة على التيشيرت الخاص بالنادي الاهلي بالتالي البداية النهاردة بداية مهمة جدا كل اللعبية النادي الاهلي وجازل فاني واخدين هذه المباراة بمنتهى الجدية الاكثر من سبب اكيد خصوصا انها جاية قبل مباراة مهمة جدا زي مباراة التراجع التونسي في دوري ابطال افريكا وبتحديد في دور التمانية وايضا خصوصا انها قبل مباراة النادي الاهلي هذا الموسم بالتالي كابتن حسام البدري خلال المحاضرات المتواصلة مع اللعبين خلال الفترة السابقة وبتحديد اخب ثلاث يام تقريبا كان في محاضرات مركزة من كابتن حسام البدري اللعبين اكد خلالها ان البداية دايما هي مفتاح الفوز بالبطولات وده اللي متعودين من خلاله بالنسبة للنادي الاهلي بالتالي كابتن حسام البدري طلب من لعب النادي الاهلي ان هما يحاولون نتيجة طبعا ايجابية النهاردة طبعا الفوز اهم شيء بالنسبة للنادي الاهلي في اي مباراة بياخدها ده طبعا كلام كابتن حسام البدري خلال المحاضرات مع لعباء النادي الاهلي وضرورة التركيز على بداية هذه البطولة والفوز بقول لها مباراة النادي الاهلي في هذا الموسم الموسم الجديد من بطولة الدورة العام ايضا التركيز من خلال هذه المباراة كابتن فاروق طبعا ديوفا اكيد هي تعتبر مباراة بروف مهمة جدا بالنسبة للنادي الاهلي قبل المباراة الاكثر اهمية وهي مباراة التراجع التونسي ان شاء الله يوم 16 المقبل في استاد بورج العرب بالاسكندرية وايضا يوم 23 مباراة العودة بستاد رادس بتونس اكيد مباراة في غاية طبعا غاية الاهمية بالنسبة للنادي الاهلي خلال المرحلة المقبلة خصوصا كل جمهور النادي الاهلي منتظر من هذا الفريق وهذه العناصر المتواجدة في هذه الفترة طبعا والجهاز الفني بكادر كابتن حسام البدري الفوز ببطولة افريقيا طبعا وعودتها لدولات بطولات النادي الاهلي عقب غيابها لمدة اربع سنوات الاجواء بشكل عام قبل بداية بطولة الدوري هذا الموسم اجواء جيدة جدا بالنسبة لنادي الاهلي النادي الاهلي خرج من الموسم المنقضي بالصنائية ويمكن النادي الاهلي كان بقاله فترة محاقش الصنائية كابتن فاروق اذا ما احنا عارفين النادي الاهلي قدر ان هو ينهي الموسم المنقضي بدون ولا هزيمة ودي احد الانجازات ودي احد الاهداف ايضا اللي ركز عليها كابتن حسام البدري مع اللاعبين ضرورة استمرار الفوز استمرار عدم الهزيمة بالنسبة لنادي الاهلي طبعا لاستكمال مشوار الموسم المنقضي ولنادي الاهلي في الحقيقة بشكل مميز اكثر من رائع خلينا اقول لك طبعا مواجهة طلاق جيش النهاردة كابتن فاروق هي تاني مواجهة للنادي الاهلي في اخر سلاسة مباراة كاول خلال طبعا اخر سلاسة مواصم كاول مواجهة في بطولة الدوري الموسم قبل الماضي النادي الاهلي واجه فريق طلاق جيش وقدر ان يفوز بهدف وحيد لعبدالله السعيد وكان تحت قيادة مستر بيسيرو في هذا التوقيت ويمكن ان شاء الله نتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يفوز بقول مباراته امام ايضا فريق طلاق جيش بمناسبة ايضا عبدالله السعيد كان عنصر مشترك اخر موسمين بالنسبة لنادي الاهلي وادر ان هو يحرز هدفيا النادي الاهلي في اولى مباراته سواء امام فريق الجيش او امام فريق الاسماعيلي الموسم الماضي ومن خلال هذا الانتصار ادر النادي الاهلي في النهاية ان هو يحقق بطولة الدوري بعد غياب موسم طبعا لنادي الاهلي ادر ان هو احقق البطولة للمسلمين متتللين بشكل عام نتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يقدي مباراته جيدا النهاردة يقدر ان هو يفوز في مباراته النهاردة خلينا اقول لك ان لحظات وحيكون معايا تشكيل فريقين يا كابتن فاروق سواء تشكيل النادي الاهلي او فريق طالع الجيش خاليني سريع اقول لك ايضا ان ارضية الملعب يمكن ارضية جيدة النهاردة فهذه اللحظات كابتن محمد ابن العيل وكابتن طريق سلمان يمكن جالكم نظرة على ارضية ملعب طبعا استاد السلام ويمكن الارضية يمكن جيدة لما كانت اخر مبارات لعبة مبارات الزمالك بالامس والانتهت بالتعادل واحد واحد مع فريق الانتاج الحربي بشكل عام ان شاء الله اتمنى النهاردة تكون بداية موفقة لنادي الاهلي يقدر من خلالها انه يكون انطلاقة قوية بالنسبة له في بطولة الدوري العام ومن ثم النادي الاهلي يكون مستعد معنويا بشكل اكبر للمباراتين المهمين جدا امام فريق اترجى تونسي في دوري ابطال افريق عهد لك كابتن فارغ شكرك امير اكيد لحظات هيبقى معاك التشكيل تقوله لنا لكن طبعا واضح جدا ملعب المباراة ملعب السيد السلام دائما مميز دائما النادي الاهلي بيصق في هذا الملعب طبعا بعد ما احنا كنا فترات طويلة موجودين على سر القاهرة وهو ده الملعب الرئيسي للنادي الاهلي لكن خلاص في الفترة حالية وجودنا في السيد السلام هو ده ملعبنا هذا الموسم نتمنى ان شاء الله تحقيق اللقب وانحنا موجودين عليه لكن الترتبات واضح انها مميزة جدا داخل هذا الملعب ان شاء الله في حالة دخول الجماهير ترتباتها تبقى مميزة تنظيميا النادي الاهلي دائما لما يبقى فيه جمهور يبقى فيه حالة من التنظيم جيدة جدا زائد طبعا ارضية الملعب اللي احنا شايفينها تقدر تخليك تلعب بشكل مميز وتعمل الفكر اللي انت عايزك سواء كابتن حسامة بدري والجهاز الفني مع اللعبين كابتن رديد استكمالنا طبعا الكلام حدك انه ابدا ما يكلش بميكيالين الفرق كلها متساوية الفرق كلها يتعامل معها بحيادية اللي يتطبع على الاهلي والزمالك يتطبع على كل الفرق اللي يتطبع على الفرق الصغيرة يتطبع على الفرق الكبيرة وهكذا ان ما يبقاش فيه اي يعني وللأسف للأسف احنا ابتدناها من وجهة مظري ابتدناها وحش يعني الاجانب اه طبع كنت اتمنى انه طالما انت اخدت قرار اربع لعيبة اجانب يبلل اربع لعيبة في الملعب انت خلق يعني انا ماينفعش اشتري اربع لعيبة واقعد واحد في البيت يعني حتى هي لوجيك كده كنت المجد عدغاني والله كان معانا اينا استغرب نفسك طبيعي اصاره كمان من البيان اللي تلعب انه ما يعرفش وقرار رسمي حتى كمان لو انا حتى مش عايز الاعب في الملعب غير الثلاثة اللي الرابع بقعد احتياطي يعني انا النهاردة مصر المقصة مثلا بيلعب بولن فوافي وبيلعب باريك تروري وبيلعب بجون انتول طب ونان ابوكو يقبل ايه رؤوا يقض في البيت طب افرد افرد انا محتاجه في الملعب ونشوف الملاحظة كمان كابتن ان احنا متشوفها في الجولة الاولى عدد اللعبين الاجانب والمحترفين هما تقريبا هما اللي اعرزوا الاهداف بشكل كبير في المجارات اللي تجاول الاولى كابتن ده حقي العنصر الاخير بس التحكيم يعني احنا خدنا كل العناصر عايزين بقى نقول للحكام كمان يا جماعة احنا بنلعب بدون جماهية فلو سمحتوا يعني طوروا من نفسكم لو سمحتوا اشتغلوا على نفسكم اكتر الحكام يتمرنوا زيادة الحكام يتفرجوا على مباراة اوروبا بشكل مكسف المساعدة للحكام عندهم قرارات مصيرية وكارثية الراجل بيبراح بنفراد من نص الملعب وانت بتوقفوا وهي الطبيعي انها تؤثر في نتيجة المباراة فمش كل حاجة حكم الساح يا جماعة طوروا من نفسكم واشتغلوا اشتغلوا بشكل قوي علشان في الاخر يبقى فيه حيادية من كل الاطراف يبقى انا حيادت اتحاد الكرة حيادت التحكيم حيادت الجماهير ان شاء الله بإذن الله المسابقة تبقى أقوى من كده والنقطة الأخيرة اللي الكابتن مؤمن سليمان قال عليها النهاردة يا جماعة لو سمحتوا كل الفرق بعد إذنكم ما تضيعوش وقت كتير الوقت المحتوى الأساسي في لعب المباراة ما بيعديش 40-45 دهية من التسعين دهية فلو سمحت مش معنى ان انت جبت جون يبقى خلاص الموضوع انتهى احنا عايزين نصرع اللعب عايزين اللي أقل بدنيات تعلق عايزين بعد كده شفت في المباراة أغندا كم مرة عبدالله السعيد يقع وكم مرة طرق حامد يقع وكم مرة الحكم ما بيديه لاني لازم قدي للإحتكاك البدني نسبة فبالتالي مش كل فرقة تجيب جون كل الفرقة تقع وكل شوية طب الحكم انت عايز تقرص حضرتك واقع ماشي عندك شدل اتفضل بقى اطلع بر واستنى بقى شوية هجمة ولا هجمتين هتعرف اننا اللحق لكن ان احنا لو اشتغلنا بنظام السنة اللي فاتت النادي الأهلي كل ما ييجي في جون الفرقة كلها وقعة طب صحيح الزمالك ييجي في جون الفرقة كلها طب يا جماعة ما احنا مشان نلعب فكل دي حاجات لو تلفاناها ان شاء الله بإذن الله يبقى مسؤول ودي مهم جدا ان لجنة الحكام كتواليد وانا بنضم حذك في الجزئية دي تقعد مع الحكام وتبتدي تديهم كورسات في الجزئية دي او تتكلم معهم في الجزئية دي لان فعلا بيحصل كلا زي ما حدك بتكلم كترابية خليني اروح للنادي الأهلي وقايمة النادي الأهلي اللي انا قلتها لحادثك من خلال اختيار كتوحسام البدري الواحد وعشرين لعب هيختار منهم طبعا 18 للمباراة اليوم هم انهيبوا موجودين توقعات حدك ممكن للتشكيل وطبعا ما يجينا تشهير كتوحسام النهاردة في بعض اللعبين الموجودين او منضمين حديثا هيبقى هيعتمد عليهم حتى من بداية او أول المباراة النهاردة في بعض اللعبين زي ما انا شايف كده كريم يعني أحمد الاسر ريان أحمد حمدي كريم ندفد من اللعبين ايضا ناشئين اللي بيعتمد عليهم كتوحسام البدري سوا بقى كريم ندفد في الفترة رفاية احمد الاسر ريان في المباراة النهاردة السابقة مصر محمد الله خلينا نتكلم على اسلوه اللعب يعني ان شاء الله حسام السنة دي هل هيختلف على الموسم الماضي ولا هو جالوا لعيبة كتيرة جدا مع اللعيبة اللي موجودة والحمد لله ان الاضافات دي قوية جدا فانا عندي حكتين مهمين جدا خطة اللعب جانب التكتيك يا محمد وفي نفس الوقت طريقة اللعب فهو بقى عليه انه يحدد فبناء على كده نقول الحداشر وبناء على كده نقول المدلاء اللي موجودين على حسب الطريقة وممكن يكون في حاجة جديدة هو بلعب اربعة كان مسبت التشكيل مسبت الطريقة اربعة اثنين تلاتة واحد وطريقة واسلوبه بييجي في منتصب او قبل بعد عشر دقائق وعشر دقائق مشروط التاني بيعمل التغييرات التلاتة بتوها الا لو في حاجة ومسبت التشكيل طول الموسم وفي لعيبة مهمة جدا وكان مسبتها وطول الموسم شايلة التيم يعني تغييراته كانت في حدود يا محمد فده بيعتمد على ايه اللي هيعمله حسام ويه اللي بيفكر فيه وطريقة ان شاء الله حظه للتلات نقاط وطريقة الترجي والدوري والتدوير والتغيير احاجات كثيرة جدا بدقة لازم تتحسب 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 كويس قوي لان انت نادي كبير ونادي عريق وعندك مجموعة اهداف بتشغل لها دوري وافريقيا وكاس مصر واي بطولة فمن هنا ببتدي نظم اموري جانب التنظيم من وجهة نظر محمد مهم جدا 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 ووصل للنادي الاهلي للحتة دي كتن خلاص نا طبعا احنا تقريبا ما بنبقاش عندنا شك في الجناية بالتنظيم النادي الاهلي لا طبعا لا طبعا ما هو انت مينفعش اتباع عميد الاندال ما هو طبيعي بيحصل ليه عشان في نظام عشان اقول لك بس ان شاء الله بابني الموسم متاعي على مجموعة اهداف انا محمد بشتغل بيها فاللاصوده ان من هنا قادر للك ده موجود ده مش موجود الطريقة هل الطريقة هسابتها هل غيرها حاجات كثيرة جدا اللي يملكها هو الكابت الحسام ونشوف ان شاء الله مع بداية المباراة لازم برضو اكد اذا كنت على الجانب التنظيم اللي حتاك بتتكلم عليه ده احنا مزايا اندية تانية ممكن نسيب عشرين لعيب ونجيب عشرين لعيب احنا حتى وقت ما احنا بنفرط في العيبة للعارة او للخروج للاحتراف او للاستغناء بيبقى يعني خلاص واخدين القرار لان في مواصفات معينة حتى اختيارك كمان للصفقات الجديدة بمواصفات معينة احنا اربع وخمس لعيبة هذا الموسم يلي طبعا كان في بعض الاضافات السنة اللي فاتت او في اواخيرها فبالتالي حتى الجزء التنظيمي في الجزائية دي مهم جدا كالترابية الترتيب والتنظيم من الادارة زال الجهاز الفني ده مهم جدا انت لما خرقت النهاردة مثلا عمر جمال انت خرقت لمصلحة معينة واخد بالك مع ان عندك البديل يعني بتخرقش على حساب البديل وحساب المكسب وحساب حص البطولات وحساب لأ لما خرقت حساب غالي خرقت حساب غالي عشان الراجل خد بالك بنهيح مشواره وحاجة جبيلة جدا وحاجة لما خرقت خرقت حاجات كتيرة جدا لكن في نفس الوقت انت جبت الصفاقات على مستوى اضافة الحمد لله انت ما عندكش اي مشاكل في اي مركز فضل الله تعالى مع الرغم ان عندك انت خرقت فيه بص بس الموقف زي النهاردة فيه اصابات كتيرة جدا لكن الحمد لله البديل موجود والنادي الاهلي خلي بالك اذا كان عنده تلاتين لعيب تلاتين لعيب زي بعض ما فحلا اي حد يلعب اي حد يبقى موجود وده مهم جدا وده وده اللي بحط الالف المقدمة ان الجانب التنظيم موجود الجانب التخطيط الموجود فاسلوب الادارة زي اسلوب فني اسلوبين ماشيين في طريق واحد ادارة وفنيات فنيات وادارة فالأمور ماشي مستقرة والأمور ماشي زي الفل من هنا اقول لك هل هيلعب اربعة ثلاثة ثلاثة او اربعة ثلاثة واحد لا اقول طبعا كابت الحسام فانا من وجهة نظري احنا يعني انا متحير في التشخيل زي اللي حبه ده لكن ايضا نقول شريف اكرام معلوش طبعا كلام بأمر الله تعالى احمد فتحي موكري بقى موجود هل هيريح واشي الترجي لك موكري بقى موكري بقى بدل الأحمد فتحي موجود بقى لازم يلعب طبعا انا اسف كتن هقطعك ونرجع تاني التشخيل لحدتك معاي كابتان اصلاف فتاح طبعا رئيس لجنة الحكام وعضو مجلس دارة اتحاد الكرة كابتان مساء الخير عليك كابتان كنا بنتكلم انا وكابتان مريد وكابتان ربيع على جزئية البداية للموسم الجديد وبعض الأمور ممكن نتلاشها أو بعض الأخطاء ممكن نتلاشها هذا الموسم طبعا عشان نتطور بشكل كبير الدور المصري وأكيد طبعا التحكيم هو ركن أساسي في الكرة المصرية كابتان براحب طبعا بالكابتان وليد وكابتان ربيع كلكم طيب وكابتان من تخير كابتان علينا جميعا إن شاء الله إن شاء الله يعني طبعا مبادرة طيبة ونتمنى أن يكون عمدنا منصومة محترى مصر بكل معنى الكلمة نتمنى أن كل علاصر اللعبة تحترم بعضنا أول بداية للنجاح فنتمنى أن يكون نوسم مهم يمكن إحنا بدأنا كلجنة حقام حقيقة عملنا بعسكرات على مستوى على تقصير أداء الحكام يمكن النهاردة وأول مبارح ندفع في أول أسبوع في الدوري إستح الدوري كان حكم لأول مرة يحكم في الدوري وأعتقد أن الجميع عشد فيه النهاردة أيضا حكم ثاني شاب الأول مرة يحكم بدأنا يكون فيها كوادر جديدة من الحكام وأنا بدأنا يوصى يعني زي كابتنا بيع تعالى مداربين كبار عارفين أن طبعا لما بتدفع بناشئ جديد بتحاول تأخيره بشكل قوي عشان ما تحرقهوش عشان الحقيقة يستفاد من التنغيب والحقيقة أنا شايف أن الولاد السرائبين نجحوا بشكل جدا كله مستقبل كبير في السنوات القادمة في التحكم المطري إحنا من ناحية كل الاخترام متأجيد بكل علاقة اللعبة بنحاول أن نطور من أداء لا بنحاول نشوف الأعطاء اللعبين أو نعالجها أتمان أن الآخرين يعني يكونوا زي نا وأحسن مننا وأن نحنا ما نشوف شماعة نحنا نطور ونحاول نقرب من الناس ونسمع للناس ونتقبل نقض البناء بكل صد نراحب نتمنى أن الآخرين يكونوا كبير كابتن كابتن وريد كان لي ملحوظة بخصوص سرعة الأداء في الملعب بالنسبة للفرق كلها أن بعض الأندية ممكن أمام الفرق الكبيرة بتجيب هدف مثلا وتبتدي الأمور زي اللعبة الشمال أفريق تقع ويعني اللعبة تبتدي تضيع في الوقت هل ممكن يبقى فيه أو من خلال الكورسات أو المعسكرات التي قدمتوها بالنسبة للحكام كان فيها بعض الكلام عن الجزية دي أن لازم في بعض الاتحامات لازم أكمل كحكم عشان برضو الوقت بيعدي دي سرعة أداء أنت محتاجة كدور مصري بتفرق كتير أو في الشكل الفني بالنسبة للدورة كابتو تبعي حتى تتلمنا عن اللقطة دي بشكل كبير تتلمنا على الاتحامات لأن كورة الخدمية كورة الاحكاسات البدنية تتلمنا من الاحكاسات التي لا تستطيع إلى الأخطاء أو حتى الأخطاء البسيطة بحكم يسمح بإسترار الله تتلمنا عن الفناء زي ما كنت يجب على حكم الوقت بالكامل لأن ده حق لأن ده وقت ضعم المباراة وطم تعته بشكل بقى تكتيج أو بشكل أن هم أخطئون من عوات لكن لازم أن المباراة تلعب بشكل كامل كابتن عصام كابتن 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 أنا زي حضرتك وموسيم سعيد عليك يا رب إن شاء الله علينا جميع لك كابتن أنا مش عايز الحكم يحسب لي الوقت بدل الضايع لأنه لو حسب الوقت بدل الضايع لو إحنا مسكنا ستوب ووتش كده ووقفنا الوقت كل لما حد بيقع هيحسب ممكن يحسب نص ساعة وقت بدل ضايع وده مش موجود في الكورة أنا عايز حاجة من حضرتك لأن أنت حكم طبعا حكم كبير وراجل فاهم في الجزئة دي أين كان فرق كبيرة أو صغيرة أول ما فرق بتجيب جون تأكد أن كل اللعيبة بتاعت الفرق التانية هتوقع أنا عايز أقول للحكام حاجة سيب اللي يقع يقع ماشي عندك شد عندك كرام اتخبط في كورة حضرتك أول ما توقع تطلع برا الملعب وأنا أقرص سودانك أن أنا ما نزلكش أسيبك هجمة أو اتنين بعد كده كل الفرق هتقول حق إبراقب لما أنت يجي عليك هجمة أو اتنين وإنت بتلعب عشرة ضد احداشر هتعرف أن أنت بقى ما توقعش حضرتك إلا لما يكون بجد لكن إحنا السنة اللي فاتت كابتن فيه لعيب وعربع مرات في كرة واحدة وكل مرة الحكم بيوقف الملعب طف معك كابتن وليد والحقيقة كابتن وريد زي حضرتك وده محترم بتطالب إلا نحن نغير المنثالة بتاعيتنا في التحكيم لازم الأمدية والمجاذبين لهم ضد كبير بتاعير هذه المنثالة المنثالة تبقى تبقى كور ليس بس الحكام على فكرة لازم اللعيبة كمان هي لو جات من الحكام هي لو جات من التحكيم تبقى أطوى لأن المدرب عايز يكسب واللعيبة عايز يكسب وفي نفس الوقت إحنا لما بنطلع الماتش اللي فاتح حضرتك تفرجت على أغاندا كل شوية عبدالله الصعيد يرفع عيده الحكم ما بيحسبش فاول يرفع طريق حامد ووضع مختلف ووضع مختلف في أفريقيا وإن شاء الله لو رحنا كاس العالم ما فيش حد قوع زي ما أنت عايز ولا الحكم ولا يصفر ولا يوقف اللعب خالص والله يا كابتن وريد إحنا هنبدأ بأنفسنا ولكن مش فقط اللي عن تقوم لازم الليات مرضو الفقر يتطور لازم المداربين اللي بقال لهم ضوط لها كابتن وريد إحنا هنبدأ دائما حتى قلت حكام يبدأه ولكن لازم المداربين الثاني يضط لها كابتن وريد صحيح كابتن كابتن عصام بالتوفيق لك السنة طبعا زي ما قال كابتن وريد كده تبقى بداية موفقة مع حكام يكون على أميز وطبعا زي ما تقول هم موجودة وفي نفس الوقت طبعا معنا حكام أنا وحد من الناس دائما بطالب بالتحكيم المصري يبقى موجود باستمرار ما نعودش بقى نجيب حكام أجانب يا رب إن شاء الله من خلال التواجه حيث تبقى التحكيم أو صوت التحكيم فأحسن حالبش كابتن عصام عبدالمنعم رئيس لجنة التحكيم وأيضا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة خاني نروح سريعا لأمير يشام معاه تبعا تشكيل الفريقين هيقول لنا اشتركوا في القناة وعمر السلية أمامهم سلاسي عبدالله السعيد وليد سلمان وأحمد الشيخ اللي بيبتدي النهاردة طبعا بشكل أساسي وأيضا المهاجب الوحيد النهاردة المغربي الدولي وليد أزر وده التشكيل الخاص بالنادي الأهلي واللي سيبتدي به كابتن حسام البادري هذه المباراة خلينا أقول لك أيضا دكة البدلاء اللي اخترى كابتن حسام البادري هذه المباراة أحمد عدل عبدالمنعم في حراس المرمى هشام محمد الوافد الجديد موجود أيضا إسلام محارب أحمد حمودي محمد هاني كريم ندفد والناشئ طبعا المبشر جدا أحمد ياسر ريان مهاجم ناشئة النادي الأهلي ويمكن شارك في الفترات السابقة في بعض المباراة الوديا شارك في مباراةين قدر أن يحرز سلاسة أهداف وفيه اهتمام كبير جدا من جهاز الفني بهذا اللاعب ده طبعا تشكيل الخاص بالنسبة لنادي الأهلي في المقابل خلينا أقولك سريعا أيضا التشكيل الخاص بفريق طبعا طلاق الجيش محمد بسام رقم 18 في حراس المرمى أمامه خالد ستوحي رقم 6 علي الفيل رقم 5 عاصم صلاح رقم 23 محمد طارق أبو العز رقم 11 فرانك سيفن رقم 25 حسن مندو رقم 21 محمود حمد رقم 14 واحد لعب الإسماعيلي المميزين وانضم مؤخرا لفريق طلاق الجيش أيضا أحمد الشيخ لعب اتحاد السابق وانضم مؤخرا لفريق طلاق الجيش رقم 7 جيروم وايا رقم 28 والمهاجم الوحيد صلاح أمين العائد لصفوف فريقه القديم طبعا فريق طلاق الجيش وصلاح أمين يمكن رقم 9 النهار ده من نسبة لك البدلاء الخاصة بفريق طلاق الجيش كتن فاروق محمود شكري رقم 1 وده حارس مرمى محمود البدري رقم 13 واحد اللي عابين متعلقوا الموسم الماضي مع فريق أسوان بشكل ملفد عبد العديز توفيق رقم 3 أحمد جمال طبعا رقم 20 إسلام جمال عفوا رقم 20 إسلام جمال رقم 12 بلال جمال رقم 20 حسن يوسف رقم 10 ومحمد أشرف رقم 17 ده التشكيل الخاص بفريقاء النادي الأهلي وفريق طلع جيش في كل أحوان إن شاء الله أتمنى النادي الأهلي يأدي مباراة أكثر من رائعة تكون انطلاقة قوية مع بداية هذا الموسم الموسم الجديد من بطولة الدوري العام كلينا أقولك أيضا أن اللحظات وحينزل لعيب النادي الأهلي أو فريق طبعا النادي الأهلي وفريق طلع جيش لرديت الملعب لإجراء عملية الإحماء قبل انطلاق هذه المواراة لو في أي استفسار كابتن فروت فرد شكرا أمير أكيد إحنا موجودين معاك لأي جديد ممكن يبقى معاك لكن طبعا ده تشكيل فريق النادي الأهلي النهاردة أقول لحضراتكم مرة تانية شريف إكرامي في حراس المرمى من يمين الشمال أحمد فتحي سعد سمير رامي ربيعة حسين السيد في خط الوسط حسين عشور وعمر الصليا أمامهم وليد سليمان وعبدالله السعيد أحمد الشيخ وفي الأمام وليد أزر ده تشكيل فريق النادي الأهلي لمواجهة طلاعي الجيش في أول مبارياته في الدوري الممتازة هذا البودلاء البودلاء أحمد عادل أحمد عادل عبد المناء معاك أحمد عادل محمد نجيب الشام محمد إسلام محارب أحمد حمودي محمد هاني كريم ندفد أحمد ياسر هذا تشكيل أو بودلاء النادي الأهلي لهذه المبارادات التشكيلة كبتن وبودلاء كان فيه تغيير كبتن كنت تقوله بالنسبة للتشكيل كبتن 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 النصف فيه دائماً عزك أمين جداً أولاً فيه أنت كدواني تتكلم عن موضوع الحكام أو عندي اكتراح أو ليه طبعاً كبتن أصام عبد المنعم أصام عفتاح أنا آسف كنت قلت إسه غلط بأصام عفتاح دائماً كبتن أصام عبد المنعم كبتن أصام عفتاح يعني متعاون جداً كبتنه بوقت ما بنتطلبه لأي مشكلة هو دائماً متعاون ولكن إيه اللي اقتراح بقى كبتن لا وليه أتحقني إحنا بنعمل في الشمس اللي بترد لازل يجيب جول وينزل لازل وكي من كده انت قولت يقعد هجمة وهجمتين تمطول يسجل هدف وينزل شيوع يا مهدر شيوع شيوع صحيح لا والله حاجة غريبة جداً كبتن بتبقى صعبة قوي يعني الفرقة خصوصها من الفرقة الكبيرة لما بيكون بيلعب ضد فريق ويدخل فيه جول احسب انت كده على ستوب ووتش الشوته التاني صحيح ولا مستحيب ولا بيجيب نص ساعة وبعدين بعض الناس تقول بعض الناس تقول لك كوالنادي الأهلي بيجي له ستدائي يعني ما عايزين نلعب لا بارح يعني مصحنا نحن نقول في أول الموسي معونه براه وفيه فركة متقدمة لهم عندهم حص عاد نضاعف في الوقت دخل فيها انت فهم انت نحن نقول الموسي معونه براه صحيح من كامل بقى التشكيل بقى كابتن خان هو ده لا 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 خليه تشكيل الرسمي اللي أنا قلته لحضرها كابتن وأمير قالوا يعني رأيك في بعض الأمور اللي ممكن تغيرت يعني حسين السيد طبعا موجود باكليفت عشان إذا حد ما بعض أو علي معلول مصاب فتم اختيار حسين السيد برغم أن فيه موجود طبعا أيمن أشرف موجود في المركز ده موجود صبر رحيل يعني كابتن حسام قرر أنه يشرك حسين السيد في جزئية باكليفت النهاردة كابتن بس ما أأمن ونت لك حسب الطريقة وحسب حسب فأنا كملتلك حسين السيد يعني كنت برغم أنه حسين أو صبر حسين أو صبر عشان برغم أنه موجودين من اللعب موجودة المدية الأخيرة من صورة من قواس من جاز حاجات نحن عارفين المعلوم بخب مصاب وعارفين إن حسام لو كان بتلاتة عشان عندك برغم أنه شام محمد ده صبقة كبيرة موجودة على أعلى مستقبل وله دور وجوبي ودور دفاعي حسب الرؤية واضح من الكابتن حسين ملع 4 2 3 1 خلاص كده الرؤية وضعت تمام كبير يبقى عندك حسين معشور عام السلام سببته فهذا المركز هم عمل وصم رائع والاثنين اللغين عنهم حاليا في الجانب الفني هجومين ودفاعين لهم دور خبالك لأن انت عندك وسط ملعب النادى محمد هو اللهم الدور كل شجر لديه في وسط ملعبه هجومين ودفاعين خبالك الكسافة العددية في الشكل اللجومي والشكل الدفاعي خمسة بيصنع بهم الفرديات والمواجهات بيعملوا لك الفارق في أي وقت لما لاهم مساحات ولاهم مواجهات مهارية وعندك وليس سليمان وليد تصدر وليد لازم يلعب أنا كنت أقول وليد لازم بيع موجود وليس سليمان لعيب مهم جدا لعيب كويس له دور عنده انطلاقات عامل ترابط كويس جدا مع الخماسي عبدالله سعيد طبعا دوره مهم جدا وحسن بيحتمد عليه كان لازم بيقى موجود أحمد الشيخ بقى احنا كنا نقول والله كنا نقول أحمد الشيخ يريد ياخد منه المباراة لأن أحمد لعيب كويس وقد موسم وانا من وجه التصري الموسم الماضي أحسن لعيب في الدول يعني هداف هداف الدولة كتاب ومتفرق مع فريته ولهه دور واختبالك محمد له دور فالحمد لله إنه حسن أرى الصح يعني هو له الحرية وعارف إمتى يبتدي إمتى يبتدي لكن إنه يدي بسهل عمل ده كويس جدا وازاله طبعا لها خلاف عليه لأنه ورقم واحد حاليا لعيب مهم جدا لعيب على على مستوى بجاهز بدنيا ومهاريا وخططيا ولهه دور كبير جدا التشكيل من وجهة نظري الحداشر دول مع الشريف طبعا إكرامي أحسن حداشر موجود تشكيل مثالي من وجهة نظري فهو ده الفنيا اللي هيساعد الناد الأهلي بإذن الله تعالى وتوفيه على المكسل كابتن رايحاتك في التشكيل والبودلاء أيضا يعني لو كنت سألتني قبل ما التشكيل ييجي هقول لك إن الكابتن حسام دايما معودنا إنه هو بيراهن على الخبرات وبيراهن على مش عايز أقول فريق الأساسي لكن الفريق اللي معاه هو دايما بيعمل حاجة كان بيعملها مستر مانو الجوزي اللي هي فكرة إنه لما بجيب صفقات ببتدي بلغة الكرة كده أنكش الفرقة الأساسية يعني أنا جايب لك وفلان 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 هتعملوا إيه لكن غالبا دايما دايما بيبتدي بيوم هم الأول فالنهاردة ناس كتير جدا 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 في الملعب هتقول أنا هكمل مباريات مع الكابتن حسام البدري ولا هغادر يعني نقطة مهمة جدا زي ما الكابتن ربيع قال أنا جايب مثلا في نص الملعب كتيبة أنا جايب هشام محمد تمام وعشان كده إحنا لقينا عمر السلية في المتشاط الودية نار شغال جري وليقة بدنية وقوة وسرعة النهاردة حسام عشور وعمر السلية هيكونوا فيهم النهاردة أحمد الشيخ أنا بلعبك وببتدي بيك الدوري تقلت عايزة أسأله الشيخ بالذات يعني هم يعني المباراة الودية واضحة جدا أن إسلام محارب موجود وبيسألك بشكل كبير النهاردة اختار أحمد الشيخ أيوة هو مع أحمد الشيخ كان مع منتخب مصر وبعد كده الرجل استبعيده كابتن عايزي عامله نفسيا كويس دي حاجة رائعة من كابتن حسام البدري وفي نفس الوقت هو شغال بشكل كويس سواء في منتخب المحليين أو لما راح منتخب مصر أو حتى في التمرينيات مع النادي الأهلي بس هو اللي لازم يحطه بصمة يعني الفكرة كابتن حسام كمان عجبني جدا أنه هو هيبتدي ياخد فكرة الإعداد الأوروبي يعني تصريحاته قال أن الأهلي بقى 34 لعيد دلوقتي فأنا هعمل زي أوروبا بالضبط بكرة هتلاقي فيه مباراة للنادي الأهلي مع الجونا بكرة تقريبا لكل الناس اللي ما لعبتش فالنهاردة النادي الأهلي هيلعب مباريات على يومين يوم رسمي في الدوري ويوم مباراة ودية لا تقل أهمية ليه لا تقل أهمية لأنه هيبقى كويس في المباراة ودية ماشامبي أو مهالينبي أو فيكي أو جايب لعيب من جنوب أفريقيا قوي جدا كمان عماد متعب موجود كمان مروان محسن بيقرب من الصورة كمان أجاييه هو المهاجم اللي اعتمد عليه النادي الأهلي بعد كل بالي فأنت النهاردة هتعمل إيه وليد سليمان النهاردة هتعمل إيه أعيد لك بقى أمين أعيد لك أحمد حمدي وأعيد لك إسلام محارب وأعيد لك حمودي وكل دول موجودين غير ميدو جابر وعمر بركات والمجموع اللي احنا عارفين فيبقى أنت كل واحد النهاردة من وجهة نظر هيموت نفسه لسبب مهم ما قوي إن أنا مطلعش من التشكيلة الأساسية أنا مش عايز ألعب الماتش الودي تاني يوم أنا عايز أفضل ألعب الماتش الرسمي اللي هو بيتزاع اللي هو بيتاخد منتخب وإحنا هنزيعه برضا يا كابتن الماتش لا لا قصدين بيتزاع على ماتش كلها اللي هو بيتاخد منه منتخب اللي هو بيقيم منه اللي هو بيقرب جاب جنين آخر مباراة وماشي كواس مع النادي الآن لكن في الآخر هو كابتن حسام يعودنا على كده في الترجي هيعمل كده هيروح للخبرة دايما كابتن حسام بيراهن على الخبرة كنت متأكد أن الدفندرين حسام عشور وعمر السلية لا محالة كنت متأكد بنسبة 100% محامد كلاء كابتن لا أنا متأكد علشان هو بيحطوا الطابع ده كابتن حسام يعني أنا نهيت بمين نهيت بحسام عشور وعمر السلية الاتنين اللي تقلقوا معايا طول الموسب والاتنين اللي كان سبب رئيسي أني انت كسبت الدوري وكاس فبالتالي بلغة الكرة كده مقدرش أبيعهم يعني أنا لازم الأولى تديهم هتشوفهم الاتنين النهاردة نار ليه علشان يشم يلمس الملعب ده مكاني وكرة هي كده وعلى هشام لما ينزل آخر 20 دقيقة النهاردة أو آخر ربع ساعة أو لو خد في توقيت معين لازم يقول للكابتن أن ألعب المباراة اللي جاي وهي دي المنافسة في النادلات وشفناها السنة اللي فاتت خطف كلبالي كان متألط مش كلبالي خطف أجايه مؤمن زكري أنت النهاردة عندك يعني لعيبة كتير جدا برا وكلهم لعيبة كويسة فإلحق حطوا نفسك يعني كمان عايز أقول بس حاجة أن الجيش بلعب 4-3-2-1 4-3-2-1 هو مقفل نص ملعبك واسقوي خد بالك فرانك ستيفين واحد من أحسن الدفندرات اللي كانت أدت السنة اللي فاتت جاله حسن أساسة ده نجم أغاندا اللعيب اللي هو كان مضفر شعره ده الدفندر قوي جدا اللي في نص الملعب برافو عليك بيقطع قواس قوي ولعيب كورة عنده كورة خطفوا الجيش فانتداب مهم جدا هيتعي بالنادي الأهلي مع محمود حمد التلاتة دول أقوية جدا في الناحية الدفاعية وفي نفس الوقت أحمد الشيخ نجمل التحاد السكندري واللي راح الجيش مع جيرو موايا اللي اتنين دول تحت صلاح عمين أربعة تلاتة تلاتة الكابتن أحمد سامي برضو كابتن مريد لديت اشترك معاه في الجزئية دي السؤال لكابتن أنا السنة اللي فاتت خلاص أبلعب بطريق أربعة نين تلاتة واحد وبشكل معين أنا كنادي أهلي خلاص الفرق كلها بتدت تشوفك بتدت تعرف أنت بتعتمد على إيه ولكن كل موسم كل مدرب أكيد بيضيف جديد أو بيدي الجزئية الجديدة من عنده عشان الفرق دي ما تبقاش مستعدالة بالشكل اللي هو المتابع لأن أكيد نادي الأهل نادي كبير وكتاب مفتوح قدام الفرق كلها إيه اللي ممكن كتحسام البدل النهاردة من خلال الموسم الجديد اللي قدمه جديد داخل الملعب من خلال خطة كتبس أنا متأقل اللي واضح لنا حاليا دلوقتي إنه هو يلعب 4-2-3-1 لا جديد في اسلوب سام البدل تماما الجديد ده ممكن بالتشكيلة وبالقدرات وبالإضافات خلال سين المباراة وحسب النتيجة ده طبيعي جدا يعني أنا من وجهة نظري إن حسام ما شاء الله معه لعيبة ممكن يشتغل بهم خلال أحداث المباراة إذا ما عايز عشان يترق ويتعب المنافس المنافس النهاردة لأن انت هتحتاج تغييرات محمد مش هفضل تسابط على الوتيرة واحدة إلا لو في حالة طبعا المكسب يعني النهاردة بنشوف تشيلسي بياخد دوري مثلا 3-4-2-1 طريقة خلاص وبيحافظ طريقة تشيلسي كده وبياخد ومتعود عليها وبيكسب بطولة وفرقة كبيرة جدا بتلعب ترى معنا لكن هو إمتى ممكن يغير في تغييرها خلال حدث من برا وحسب النتيجة إلا بقى ده دوجة نظر أنا لأن الشكل العام اللي احنا شاهدينه زي ما هو الدليل أن عندك أن عندك الناس الجديدة محارب برا وخد بقى لك وعندك هشان محمد برا لهم الصفقتين آخر صفقتين كبار وبشكل كبير حتى هو إسلام اللي يقع بالفترة الأخيرة وكان موفق جدا لكن هو خلينا بقى يعني من الصح يعني حسام النهار دعم الحاجة كويسة جدا هو أنه بدأ بأحمد الشيخ بصراحة اداله دوره صحيح واداله فنياته واداله وضعه واداله جانب العدل برضو لأنه أقدم وخرج ورجع أكمل مع حدك بس الكلام ولكن خلينا نروح لأميد لأنه في الملعب معه كبتن محمد صلاح أبو جريش طبعا المدرب العام لفريق طلاع الجيش أكيد سعدادهم لهذه المباراة يكون عاملة زي تفضل أميد فاروق وبيديوف وكل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان قبل انطلاق اللقاء باللحظات معايا في هذه اللحظات كبتن محمد صلاح أبو جريش المدرب العام لنادي طلاع الجيش كبتن محمد براحب بيك في البداية وأكيد بداية موسم جديد بنسبالك أكيد مباراة قوية أمام النادي الأهلي طميننا أو كلمنا عن الاستعداد الخاص بفريق طلاع الجيش قبل بداية هذا الموسم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا في البداية بحي محمد هروه وضيوفه وكل سعرهم طيبين وإن شاء الله موسم سعيد على الجميع وعلى جمهير الكرة المصرية بإذن الله الحمد لله فترة الإعداد كانت قوية جدا ومتبشرين بأخير إن شاء الله في صرف النظر عن المطش بتاع النهاردة لكن لو في نصيب بالبداية سيبقى قوية جدا بالنسبة لنا لو ربنا أكرمنا إن شاء الله ووفقنا في مطش النهاردة استعداد قبل بداية كل موسم بيختلف لو مباراة مثلا مش قوية أمام فريق النادي الأهلي فريق كبير زي النادي الأهلي استعداد بيختلف بالنسبة لك والاستعداد بيباوة لا والاستعداد واحد لأن أنت بتعرف القرع في آخر أسبوع تقريبا قبل دور بأسبوع أو بأسبوعين لكن البداية كانت بالنسبة لنا كان مهم جدا إن احنا نعمل معمليات الإحلال والتبديل الحقيقة السنة دي فيه مجموات العيبة جات أعتقدنا إضافة كويسة إن شاء الله للفريق وتمنى إن شاء الله ربنا أوفقهم في ورات النهاردة وتكون البداية لهم بإذن الله فريق طلع الجيش تعايد تقريبا ما حوالي 16 أو 17 لعب مش شايفين ده عدد كبير جدا بالنسبة لك وهل هيتم التعامل إزاي في عملية التجانس ما بين اللاعبين خصوصا أنهم اللاعبين جايين من أندائي مختلفة وإنتوا أكيد عايزين تحققوا نتائج جيدة هذا الموسم عكس الموسم اللي فات يمكن كان احتلطوا المركز السابع فأكيد عندكم طموح مختلفة هتتعاملوا مع الجزئية يعني هو المتشاط الودية اللي كات موجودة فترة الأدات كات كفيلة أن يكون فيه تجانس أو مش الكل لكن البعض العيبين الأساسين اللي بقوا أساسين دلوقتي بقى فيه أعتقد نفيه تجانس كويس ما بينهم المجموعة اللي انضمت لنا أخيرا هي بس اللي مش جاهزة فنيا وبدنيا أتمنى إن شاء الله أن يكونوا موجودين مع المجموعة دي لأن برضو أعتقد نيأضاف كويسة اللي طلق الجيش وزي ما حضرت تفضلت وقلت إحنا لنا طموح أن نحن نحقق مركز أحسى من السابعة إن شاء الله سنتي وصل لحد فين الطموح داك يعني مربع الزهب مثلا مع دارش أقول كده دلوقتي لأن لسه بدري قوي على موضوع أن أنت تتكلم على ترتيب في الفترة دي وهمنا أن نحن نبدأ بداية قوية بتاعة الاستعداد اللي كان موجود من بداية فترة التعداد على هذا الطموح إن شاء الله بإذن الله تكون بدايةنا قوية تدينا دفع كويس أنه نحقق المركز اللي احنا عايزين إن شاء الله شكرا شكرا لكن لقاءنا مع كده محمد صلاح عبد جريش المدرب العام لفريق طلع الجيش خلينا أقول لك كده مفروء إن في هذه اللحظات طبعا لعبة النادي الأهلي بنزال الأرضية الملعب لإجراء عملية الإحماء قبل انطلاق هذه المباراة الهم أما في بداية بطولة الدوري هذا الموسم وأكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله أنه يحقق النتيجة إيجابية وأكيد إن شاء الله يفوز خلال مباراة النهاردة عشى يكون دافعة قوية لما هو قادم من المباراة خلال الفترة القادمة أعود لك يا كابتن فاروق شكرك يا أمير بشكر طبعا كابتن محمد صلاح أبو جريشا نجم كبير نجم نادي إسماعيل يعني واحد من فكهة الكرة المصرية يعني واحد من اللي أنا زملتهم وسواء بقى أخلاقا أو لعبا كان لعب مميز جدا وأخلاقيا حاجة مميزة جدا كابتن ربيع استكمالك نوحاتك بخصوص ما هو الجديد اللي كابتن حسين الددري هذا الموسم فأنا من وجه التنظري أنا قلتلك يعني في مجموعة المدرب الشغل عليها في بداية تمرينه عشان استعاد المغرأ قلتلك اسلوب اللحمة وأكيد عنده اسلوب في دماغه فيه اسلوب معين أنا الفرح حفظتني أنا طريقة أنا حاجات كثيرة جدا بفكر فيها وهو قادر واحد بطريقته وشغله وتخييره هو حسين البدر عندك خطط لعب وعندك طرق لعب كثيرة جدا هي أنا من وجهة نظري الإبداع لازي يكون عند الوديد الفني والجرأة لازي يكون عند الوديد الفني من وجهة نظر أنا كون مدير الفني ما ربنا يكرمه ويكسب والثقة الموجودة ومعها القدرات هم دول سلاحي أنا أعمل به ومخاصة أن الأهل في نقطة مهمة جدا الأهل يرجح في أي وقت فيرجح في أي وقت دي أبطمن ما احترام مش يقول لش يدخل فيها حتى لو دخل لا يرجح في أي وقت لهم يملك القدرات اللي تقدر تكسب بيها يملك وست ملعب على أعلى مستوى يملك خط ظهر على أعلى مستوى ومنه تلاتة في انتخب مصر يملك حارس ماما على أعلى مستوى يملك خط هجوم أمامي على أعلى مستوى يملك انتشار وتنظيم وترابط وشغل دفاع وهجوم يملك فرديات وجماعيات يبقى أنا الإبداع لازي يجي من عندي فمن وجهة نظري الحالة الوحيدة اللي أنا شايفها اللي لو فيه مباراة خارجية في أفريقيا خاصة لها شغل خاص أو مباراة دولي فلانا شايفهم من التشكيل ده بنقولك أربعة تنين تا واحد لكن سير المباراة هنا اللي ابدأ عنده حسن بقدرات خط بالك بالإضافات اللي موجودة الابداع في قادة المباراة نفسها كابتن أثناء السير اه طبعا ده من وجهة نظر أنا جماعيا وفردية لأن اللي شايفينه دلوقتي على الورق الورق هو أربعة تنين تا واحد فالإبداع محمد ييجي ليه لأن أنا أملك كل المقاتل تخليني أبدع أنت المدرب لما يكون عنده 30 لعيب أحسن من بعض يبدع وتقلق وهنا بقى التركات متى حسن في المفاجآت فالجارة لازم تكون موجودة وفي نفس الوقت أنا لازم أفاجئ ممكن خلي بالك مفاجئش من بيدات المباراة لكن أفاجئ في نص المباراة بعد الشوت الأول بعد الشوت الثاني حاجات كثيرة جدا ممكن حسن يتقلق بيها ويبدع بيها وربنا أنفقه إن شاء الله كرام محترم جدا كالتربية كالتربية برضو يمكن هأكد على الجزئي دي الجديد لكالتحسن البدري هل ممكن نلاقي شكل معين من ضربات السادة هل ممكن نلاقي تحرك معين من لعب معين هل هو ده اللي ممكن يبقى جديد لكالتحسن البدري بص دايما دايما لازم المدرب يذاكر لازم يشتغل اشتغل 24 ساعة ده الجديد انت ممكن تحط الجديد في الطريقة ممكن تحط الجديد في جمل زيادة تضيفها فنية الفكرة في إيه المدير الفني لازم دوري الأزباني كل الفرق في أزباني عرف برشلون وعرف برشلونة بيلعب زي وعرف الريال بيلعب زي ومع ذلك برشلونة أو الريال هما اللي بياخدوا الدوري هي الفكرة في إيه أنا لازم أزود نفسي كمدير فني أعرف أذاكر المدربين التانيين بيشتغلوا ازاي أخذ من الخبرات اللي عندي من السنين اللي فاتت يعني النهاردة أنا لما قابل الكابتن حسام حسن خلاص عرفت الكابتن حسام بيفكر ازاي النهاردة مؤمن سليمان راح لمصر المقص مؤمن سليمان كان مع شموح أنا عارف مؤمن بيفكر ازاي وبيغير امتى وطريقته ازاي والتحس سكندري بيعمل ايه والمصري بيعمل ايه ودي دجلة بيعمل ايه كل ده لازم أنا كمدير فني بدخل حاجات جديدة حاجات جديدة في الجمل أنا النهاردة زي ما انت بتقول سؤالك كمان رائع هاي لان فيه فرق كتير جدا جدا فعلا حافظت النادي اللي بيعمل ايه اربعة اتنين تلاتة واحد والتحركات انا كمدير فني ايه الجديد اللي عندي ايه جمل اللي اقدر اركبها سواء في الضربات السابتة او خد بالك احنا في الضربات السابتة فقدنا عدد كبير من اللعيبة انت النهاردة حجازي مش موجود حسام غالي مش موجود عمر جمال مش موجود لو بصت على الستة اللي قدام اقول لي مين منهم بيلعب بدماغه وليد ازار فقط فانت عندك حاجات لازم تشتغل عليها ضربات السابتة تعملها ازاي التركة كان التركة واحدة بس عبدالله السعيد بيشيلها لمؤمن لا عايزين منها تلاتة اربعة كمان ممكن ادخل جمل زيادة ده فيما يخص الجمل الفنية على مستوى الطريقة تعال بقى على مستوى الطريقة لا ممكن يبقى زي ما الكابتر ربيع قال حتة حلوة اوي لازم يبقى عندي جرأة في بعض الاوقات انا اه بلعب اربعة اتنين تلاتة واحد لكن انا من الهيستوري بتاعي او من التاريخ بتاع السنة اللي فاتت لا فيه فرق معينة اول ما هيبقى تعادل او هتجيب فيها جون بتدافع باستماتة انا اقدر بقى زق صالح جمعة في نص الملعب اقدر زق شام محمد اقدر اقل بالطريقة طب وانا ممكن في وقت من الاوقات العب اربعة واحد تلاتة اتنين اه يستحمل الملعب ان احسام عشور فقط والعب بتلاتة احمد الشيخ وعبدالله السعيد وليد سليمان واتنين راسم حرب يستحمل اه يستحمل اه 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 اقدر طيب هو انا السنة اللي فاتت كان السردباكين بيبصوا البع وبطير الباكين وبيدخل الطرفين لجوه طب دي لو اتحافظت ايه اللي انا مرتبه بعد كده يعني شفنا مستر نبوشان بارح انا شخصيا شكل جديد على الناس الزمالك انه هو مطير الطرفين قوي حزم امام اه والنحة التانية ابو الفتوح وبيخلي اللي بيستلم الديفندرين داوده على جنب ووروقة على جنب دي جديدة فيها ريسك اه فيها ريسك خطر جدا الكرة لما بتطقطع تبص تلاقي شارع في نص الملع لكن جديدة بيضغط بيها بتحس ان الزمالك في الناحة الهجومية فيه ست سبع العيبة لكن خطر اه خطر ممكن لو الانتاج كان فيه اكتر من كده يروح بكورات اخطر من كده وفي نفس الوقت اصري اقول لك انا مستمر على الشكل الهجومي دا انا بقول لك بص انت المدير الفني كل سنة لازم يبقى عنده جديد عنده اجدد من نفسي يا اما اقرى فرق اقرى فكر الفرق او فكر المدربين او الجمل الفنية التكتيكية ازودها الضربات السابتة في نفس الوقت الطريقة الطريقة بقى انا جربت يعني في الفيصال الاردني لعبنا بتلات اربع عرقوس حربة وضغطنا بشكل لدرجة عمر بركات نزل بدل حسين السيد ولعبنا بدون باكل افتخال حلو جميل يعني فيه بعض اوقات المبركدة اه طب فيه بعض اوقات في اوروبا بيعملوا ايه لما يكونوا مغلوبين يلعب سردباك واحد يبقى مثلا سعد سمير هو الوحيد اللي مسك الرأس حرب وخلاص ألعب بتلاتة بس وراء البكين والسردباك خطر اخط لكن النادي الاهلي هيبقى محتاجة اوه هيبقى محتاجة وهكذا يبقى انت شغال مذاكرة وشغال شهر 24 ساعة ازاي اقدر اللي انا كنت وبعدين هقولك على حاجة الكابتل حسام وصل النادي الاهلي السنة اللي فاتت للجون كل مباراة 100 مرة لكن كان عندنا مشكلة كبيرة جدا وهي ضيع الفرص كنت بتضيع فرص سهلة جدا اشتغل بقى في التمرين على ده اجايب كان بيروحوا ويضيع ومؤمن يروحوا ويضيع ووليد سليمان وعبد الله وكلنا بنتأخر اوه في انبي وفي سموحة وفي مصر المقصة وتلاقي مشات كتير اوه النادي الاهلي بيتأخر فيه لا انت محتاج ان انت اول نص ساعة زي الفرق كلها الكبيرة اللي فاوروبا اول نص ساعة تكون مخلص صحيحة كابتل واحد على الاهل لجون او اتنين يفتحوا لك الجيم يبقى الشكل مختلف وهاكذا كابتل ربيع وفي نفس اطار الكلام ده كابتل ربيع طبعا هي المشكلة اللي كانت عند كابتل حسام ان فترة اعداد كانت لحد ما ما كملتش اسبوعين ثلاثة يعني انا وانا عشان اعمل الجراء اللي حتاك بتتكلم عليها دي انا لازم ادرب على كذا طريقة وانا حتاك مدرب كبير اكيد وانت بتدرب المنتخب ان انت بتتمرنه على كذا طريقة او كذا شكل داخل الملعب هل كابتل حسام ممكن يكون عنده الحتة دي في الفترة القصيرة دي كانت اشتغل عليها ولا الامور كانت صعبة عنده هيفضل زي ما هو كده بنفس الشكل لا لا هو خلي بالك كابتل حسام موودة دي له فترة كبيرة جدا مع القدرات اللي بشتغل عليها يعني ما فيش مدرب عنه طريقة واحدة ابدا وخاصة كابتل وانت في منتخب الشغاب كنت بتلعب ساعات بواحد او باثنين وبتلت تشتغل عليهم طبعا طرق ولاحة فصلوا في فترة العداد في كل المشارات المدية مفيش اربع خمس صور كله لي لان انت بترسم سيناريو بتشتغل فيه بتحفظ الليب عشان ممكن في لحظة وخلي بالك مفيش مدرب من وجه عنده طريقة واحدة في بالك ورصة واحدة محمد صعب جدا هو الوضح انت بتشوف بها اربعة وده اربعة واحد بتشوف بها طرق كثيرة جدا بتشوف اربعة ثلاثة ثلاثة وفي نفس الوقت خلي بالك سير المبارة في النتيجة محمد ده مهم جدا هو لما مثلا اجيب مثلا ممكن النادي الاهلي انا من وجهة نظري ان اللي ممسك النادي الاهلي والقدرات دي تبعا يبدع ويتقلق ويعمل مجموعة طرق اقدر تفوق بها المنافس وابدع فيها عشان كمان امدت على الجمهور وامدت على المشاهد لان انت خلي بالك ببارات كرة القدم بجانب المكسب انت في متعة في لحظة من اللاعزات مفروض عليك انت توجدها توجدها للكيان نفسه وللعيبة واخد بالك وتخرج اللعيب تخليه عنده مجموعة اللي عنده يطلعه في وقت مناسب محمد انا بقولش يقلف مش هعساب النتيجة فخلي بالك من وجهة نظر ده هو ده الصح المدرب لازم يطلع اللي عنده واللعيبة تطلع عندها في اهو وقت من اهو وقت لما انا دلوقتي نتيجة سفر سفر النتيجة ايه بجابية واحد تلاتة اربعة خمسة فيه فواري النتيجة لحد داخل لحظة فحاجات كتيرة جدا مفيش مداري تتغير اثناء سير المباراكة طبعا طبعا فالرصة ممكن تتغير افرد مثلا انا يعني بلعب فرقة تقيلة جدا وقت بالك ونسبة الوصول للمر مالي كتير عشرين مرة هقابلها بشكل معين فرقة سهلة جدا وضعيفة وقت بالك وعنداش شجوم قوي وقالوسة معنا وعنداش خبرات هقابلها برضو بطريقة معينة داك ممكن اتفوق عليها بقدرات معينة فحسب القدرات انا معي قدرات في الناد الاهلي وزي ما قلت والمسلم احسن قدرات موجودة في الدول العام حاليا انت عملت اضافات اللي خرج الحمد لله خرج على خير لقاء الدرسات وزي الفل وبيدور على مستقبل لكن انت عملت اضافات قوية جدا مفيش اي جديد عندك انسجام اكتر نسبة انسجام وتمهم في الناد الاهلي اكبر نسبة انسجام وقدرات وقبله وفردي استقرار استقرار طبعا اكتر نادي وقلت الحمد لله ان النادي الاهلي نادي باسمه وبعظمته وبقى جياله وتواصله بفضل الله ثم الاهية كلها على ممر العصور الاجيال النادي الاهلي كلها مبدعة خلي بالك وانا من وجهة نظري الناس يعني المدرب هو اللي يتطلع يخلي لعيب يبدع محمد انتوا كنتوا لعيب اتكورها في الملعب كان وليد لما يرقص والمدرب قالوا ما تروحش كده حش تجيب جول قالوا هسجي الجول لكن هو جابته بطريقته هو اللي فيها يبدع اللي تمزجه وتخلي الناس تساقفه بشكل جيبالو انت لما كنت ترتخل وتجيب دماغك في بين او شمال اللي أصدوا ان الابداع يجي من الاتنين اللاعب والمدرب اللاعب تريد خلاك بيبدع ولما برأس طائق الاسا ويد مثلا كبرى المدرب قول لدي دي كوب لا لما بيخدها من فوق فالابداع بييجي مع الانسجام والشغل والقدرات والطريقة نفسها في خطوط عريضة وانت كلام بتبدأ في نقطة مهمة جدا عشان نفهم برضو السادة المشاهدين في فرق بين بداية المباراة فاروق وفي فرق بين خلال الجيم مفيش مدرب خلال المباراة ما بيغيرش طريقته خلاص اتفقنا كل المدربين على حسب سيناريو المباراة بيقفل او بيزود النحل الهجومية او بيزود النحل الدفاعية ده الكلام ده خلال سر اللقاء لكن في بقى نقطة تانية مين بيغير الطريقة من البداية هي دي النقطة اللي احنا بنتكلم عليها كان السنة اللي فاتت من وجهة نظر يعني المدرب الوحيد اللي كان بيغير طريقته من البداية هو الكابتن اهاب جلال كنت تلاقي مصر المقصة ساعات يلعب 3-3-3-1 يبقى ده اختراق من العمق واللعيبة تبقى عارفة ان 3-3-3-1 ده اختراق من العمق وبعدين ييجي مباراة ثانية يلعب 4-4-2 يبقى ده بيعمل اطراف وحطط رسل حربة احمد عبزاهر وجونانتون ويلعب كرات عرضية يبقى كل طريقة لها التاكتك اللي بيناسبها الكابتن حسام غير السنة اللي فاتت غير بس في اوقات قليلة قوي غير في بيت فيست تقريبا كان لعب عمر السلية وحسام عشور واحمد فاتت هناك يا كابتن هناك برافو عليك باستارة في نص الملعب وقال بالطريقة الاربعة ثلاثة ثلاثة صح ولا فاكر المباراة لكن ما غيرش في مباراة كتير في الدوري فهنا النهاردة في مدير فاني مثلا زي مستر كوبر لن اغير الطريقة ابدا بلعب البرازيل زي ما هلعب كونغو اربعة اثنين ثلاثة واحد بنفس المشتو انا بدايتي كده ممكن تتغير جوه المباراة او مثلا لو جبت جونا اقدر انزل ديفندر ثالث لو دخل فيها جونا اقدر انزل واحد فيرود وهكذا كل المدربين بيعملوا كده لكن مين بيغير من اول المباراة هي دي النقطة فانت قلت كلمة كويسة قوي ان الكابتل حسام فعلا ما كانش عنده الوقت ان انا اجرب كذا طريقة لان العدت المنتخب مش معايا على طول انا ناقص في اللعيبة على طول فترة العداد كانت قليلة جدا لعيبة مجهدة من السنة اللي فاتت مفيش مشكلة انه يبتدي زي ما هو ختم وبعدين اربعة اثنين ثلاثة واحد والله لو هتكسبني العب بيها على طول انا معنديش مشكلة لكن في توقيت معين لازم الكابتل حسام يجرب طريقة او اثنين ويبقى اللعيبة شرباها بلغة الكورة يعني عندي توقف بعد في منتخب مصر اللي جاي وفي بعد كده كمان توقف اقدر حتى طريقة مثلا اربعة تلاتة تلاتة تتعمل ازاي لو حطيت عمر السلية وحسام عشور وشام محمد التاكتك بتاعي بعمل ازاي لو حطيت صالح جمعة في نص الملعب ولعبت مثلا بعبدالله السعيد وحسام عشور وصالح جمعة مثلا مثلا التاكتك بتاعي بعمل ازاي طب الناس دي لما تروح من منهم اللي يرد وهكذا هو حاج جميلة جدا انا كالتواليدة بتقولك انت وكالترابية لان التغيير نفسها في مركز او طريقة بتغير شكل الخططي بكامل بتغير المهام نفسها بتغير المهام بتغير المهام انا بقولك مثلا الكابتن ايهاب كان بيلعب بتلاتة تلاتة سردبكات وبعدين تلاتة نص ملعب وبعدين تلاتة تحت الفرود وفرود وحيد هنا انا بعمل ايه باخترك من العمق كله بيلعب هاني سعيد وشام محمد وداودة قليل ان يبقى جبهات في باك رايت وهاف رايت باك ليفت وهاف ليفت وبنعمل جملة وبنلعب كرات عرضية كل شكل كل طريقة وليها مهام مختلفة عن التانية اربعة اتنين تلاتة واحد الاهلي بيوجدها مع كابتن حسام البدري بشكل رائع السردبكين بيحضروا هتلاقى احمد فتحي وحسين السيد او لما كان علي معلول طايريم ولما يروحوا لقدام احمد الشيخ وليد سليمان يخشوا لجوه فيبقى انا عندي اتنين اوبشن كرامي ربيع او ساعد يحطها طويلة لحمد فتحي يحطها لحصام عشور وعمر السلية واسند على عبدالله السعيد يبقى انا عندي كذا طريقة فبالتالي النادي الاهلي اه محتاج في المباريات اللي بره انا بقولك الترجي انا لعب الترجي بره اربعة تلاتة تلاتة اقفل نص الملعب لانهم طيارات صح كابت الربيع وفرجاني ساسي بقى وفخر الدين بن يوسف وهتلاقي يعني عندهم لعيبة منتخب تونس فيقدر يختارق لو انا اتنين بس عامر السلية وحسام ممكن زي ما حصل مع منتخب مصر قلنا الكلام ده المستر كوبر وما غيرش طريقته ولعب بطريق حامد ونني اتهرينا يوسف لمساكني وعلي معلول ومحمد امين بن عمر وفرجاني ساسي بقى كل الهجوم لمنتخب تونس واتغلبنا وكان شكلنا وحش صحيح يا كابت طيب زي ما احب نتكلم من المدرب او المدير الفني بيبقى ليه تغيير في الشكل يا كابت الربيع اكيد اللاعبين لازم تطور الاداء بالنسبة له ومختلاف الشكل برضو بالنسبة له اثناء الموسم الجديد مهم جدا برضو يبقى في الدماء هذا بساعة كتير يا كابت الربيع يعني المطلوب مثلا من حسين السعيد النهارده المطلوب من احمد فتحي المطلوب مثلا من واحد زي عبدالله السعيد او حمولي او وليس ريمان او احمد الشيخ ايه المطلوب النهارده في تغيير في اداءه عشان ينجح فرينا دي اهنا في مراكز معروف واجباتها ووظائفها المدرب النهارده بيحفظ طول الاسبوع وعنده مثلا 17 مهمة بيشتغل بها المهمة دي كل مركز وله المهام يعني النهارده ايه الجديد بالنسبة لسعاد سمير ورامي ربيعة ممكن يبقى الجديد في بداية الهجمة لان الجديد عندهم ويطلعوا في الصوابط لان عنده واجب واحد بس هو المدافعة انه طول الوقت بدافع بهم اه دي اتنين ايه الجديد له حسين معشور انه انا ادافع طول الوقت والقرس المسلس ده المسلس السقب الدفاعية طول الوقت حسين معشور تغطيها يمين فاتحي خلي بالك هنا تطوير الاداء في تلت الاخين انا شوفنا جول دلوقت احمد فاتحي واخد بالك جملة خططية رائعة واحد اتنين احمد قطع في القلب وسجل هدف الجديد النهارده ان حسين السيد واحمد فاتحي يطوروا اداءهم من باش كله الجناب وكرسات لا الجديد انك ممكن تدخل من العمك تعمل انتهاد انك تشتب بالشمال واليمين من حسين الساد والعكس الجديدك تعمل اضافة ده اللي ممكن يلتبه المدير الفني مع اتنين باكين واخد ذلك كرة عندي حسين السيد انا ممكن اوظف احمد فاتحي رأس حربة تاني واخد اكسب به جديد اضافاتك والعكس زي ما كنا بنعمل وكابتن جواري حفاظنا وقال تعالى نتفق وعملناها كتير جدا ويمكن تشوف اهداف تلاقيني رأس حربة تاني في وقت من الاول وبسجل ده الجديد الجديد التحرك بالنسبة للتحرر والعبدالله السعيد واحمد الشيخ وواليد سليمان اظهروا خلاص درس حربة صريحة الجديد يجي من وسط الملعب التطوير اللمسة اذا كنت بدور على كرة حديثة النهاردة الكرة الحديثة بتحتمل على مجموعة اشياء مهمة جدا اللمسة واللمسة والعب التحرر يعني انا قاسف قطع كنا احمد فاتح مسلا في جول انت تتكلم عليه اللي هو عمل كالكاد حسين طالب منه اللي هو اشتغل في جزئيه كان سعيدة بيشتغل نص ملعب اه ماشي حتى يعني حتى يزيد اعماله هو عبدالله السعيد حلوه في المصري النهاية الكاز كان بنص ملعب صح كان بك نايت بالزرد يعني اللي قصوده هو اللي تطوير نفسه وخليه ساعد اللي بداع هو هو ده واخد بالك اللي بداع انت بتتقلق ويبداعك الناس لك كنا مش مبداع انا من وجهة نصري اداء منتخب مصر اللعيب يفرض الابداع على المدرب انتوا لعيبة كرة وحسين بالكلام اللي نقول يعني تجارب مرت علينا ما فيش النهاردة الابداع انا ممكن اخلقه في موقفي في مسكة الكرة في قفتي الكرة ده انت الكرة مجرد تجيلك تغيير جنب لو وقفتها بلمسة واحدة واخدها لك وقفتوا فيها الناس يقول لك يا ولد يا لعيب الابداع مجرد تغيير ماكيد المدرب ولا غير ملعب فحاجات كتيرة جدا مجموعة الطرق الموجودة عند حسام البدل واللعيبة مش محتاجة هو تطويل لان خلي بالك هو بيجيب قدرات على مستوى اغلى لعيبة في المصر حجم تسويق لعيب الناس يعد يعد 380 مليون زمارينا 380 مليون من اقبل اهل زمالك زمالك اهل فمن هنا مش هيقدر لازم في تعليمات يا محمد في ظروف مباراة في سين مباراة بقل عدد من التعليمات لازم اغير ولازم مدرب يعني اخد بالك نحن شكتا انا اسف ان انا بقيتها كنا اخلا ان امير يشام معايا هيقولنا طبعا يعني بعد تفاصيل نهاردة صالح جمع كان فيه تدريب لفريق النادي الاهلي والمستبعدين لكن صالح جمع مجاش تقريبا فيه توقيع عقوبة عليه امير اتفضل امير لو انت عندك معلوم عن هذا الموضوع الاهلي بيقوموا بعملية الاحماء استعدادا لانطلاق هذه المباراة الهامة في بداية بطولة الدورة العام امام فريق طلع الجيش لكن خليني اقولك خبر سريع وحصري لقناة الاهلي يمكن النهاردة كان فيه مران المستبعدين لما تمش اختيارهم في المشاركة في هذه المباراة المران ده محضرش فيه صالح جمع لعب النادي الاهلي بتالي فيه عقوبة مالية تم توقعها منذ لحظات على صالح جمع للتأكد من عدم مشاركته في مران اليوم ده كلام طبعا من قبل الكابتن سيد عبدالحفيز مدير الكرة بالنادي الاهلي يمكن صالح زي ما احنا عارفين كابتن فاروق كان يعاني من اجهاد عام بسبب مشاركته في مباراة المنتخب امام فريق اوغندا فيه تصفيات كأس العالم بالتالي كان صالح جمع لي بعض التدريبات التأهلية خلال الفترات او خلال اليومين ثلاثة اللي فاته عقب عودته من متخب الوطني مباشرة وبالتحديد كان عنده ايضا اجهاد في العضلة الضمة يمكن ده اللي كان بيقرق صالح جمعة بشكل او باخر بالتالي هو مش موجود ايضا النهاردة خلال المباراة بالتالي ايضا عقب عدم حضوره مران المسابعدين النهاردة في تيتش يمكن خلاص تم توقيع عقوبة رسمية على اللاعب بسبب غيابه بدون اذن عن المشاركة في هذه التدريبات الجماعية ايضا خلينا اكلمك عن بعض حالات المصابين يمكن علي معلول بكرة طبعا زي ما احنا عارفين هيكون في مباراة للنادي الاهلي والدية امام فريق الجونة طبعا ده ضمن السياسة اللي يتباح سياسة جديدة اللي يتباح جهاز الفني لتأهيل او لتجهيز اللاعبين اللي يشاركوش في المباراة الرسمية عشان يكونوا لقائقين بشكل او باخر لمختلف المباراة حسب الاحتياج الخاص لكابتن حسام البدري بالتالي خلينا اكلمك عن علي معلول علي معلول يمكن كان عدده كدمة في وجه قدمه خلال مشاركته مع منتخب تونس في تصفيات كاس العالم على مدار التلت ايام السابقة كان لي بعض التدريبات التأهيلية لسه نتأكد من دكتور خالد محمود في هذه اللحظات ان علي معلول يمكن طبعا مش حيشارك في المباراة الودية بكرة لكن ممكن يكون جاهز من بعد غد ان شاء الله التدريبات الجماعية مع فريق النادي الاهلي عشان يبتدي استعداده مع الفريق للمباراة الهمة امام فريق طبعا الترجع التونسي في دور ابطال افريقيا بشكل عام نتمنى كل اللعبية النادي الاهلي المصابين ان شاء الله نتمنى عودتهم ايضا مؤمن زكريا ان شاء الله سيعود قريب لسه موضوع ان هو يشارك في مباراة الترجع لسه متحسن بشكل رسمي خلينا اقول ان في هذه اللحظات اللعبية النادي الاهلي بيغدروا ارضية الملعب طبعا في اتجاه لغرفة خلع الملابس استعدادا لانطلاق هذه المباراة خمستاشر دقيقة بالتحديد اعود اليك كابتن فاروق شكرك امير شكرك شكرا جزي امير هشامز منا ومروسينا في ملعب الملعب السلام ان شاء الله كل التوفيق لفرينا الاهلي النهاردة كابتن ربيع اطعت كلامك في جزئية الابداع كابتن كابتن ويلت برضو عند التعليق على جزئي انت عموما بتبني كل شغلك لما بتختار القدرات بتختار قدرات معينة فبرضو من موصفات الاختيارات انت بتختار لعيب زكي عشان مجموعة الطور انت ممكن خلي بالك في اي لحظة بتدي تعليمات هو لسه يقولك ايه في الملعب لا انت بتختار قدرات معينة لعيب زكي واخذلك لعيب مقاتل انت بتختار منها فلعيب يفكر هي دي برضو موصفات اللعيب الدولي اللي بحجم النادي الاهلي يا محمد واخد بالك طبعا الامور كلها انت ممكن في ما تشوف مزنوب وظروف نتيجة بخير بعدل بعمل حاجات كثيرة جدا من وجهة نظر من هنا المدرب لما بيدي الحرية في نفس الوقت بالثقة برضو بتولد الإبداع مع الوقت ومع المكسب ومع الهداف ومع التشجيع ومع التراوض حاجاتك هنا جدا توجد الإبداع ما بين المدرب وليحي اللي بيزود الإبداع عند اللعيف في الملعب هم عنصرين او اتنين المدير الفني وزميلك في الملعب المدير الفني كان دايما مستر مانو الجزي يقول لنا كده انا مهمتك مهمتي اساعدك في ارضية الملعب ان انت تحس ان انت بتلعب وانت مرتاح فدي نقطة من المدرب مهم جدا انا النهاردة لو قلت مثلا ناخد مثلا مستر كوفر لو انا قلت لعبد الشافي شافي حط الكرة الرمضان وما تكملش من وراه او ما تعديش نص الملعب انا قفلت على ابداع رمضان خلاص رمضان عنده ابداع واحد بس انه ياخد الكرة دي ويرقص ما عدوش حاجة تانية لكن لو انا هنا بقى الزميل ييجي لو انا بقى حطت الكرة دي لرمضان ولفت من وراه بقى عنده ابداع انه يحطها لي وبقى عنده ابداع انه يروح لجوه وبقى عنده كذا اوبشن كان دايما على طول وانت تعاملت مع مستر مانو اللي عارفه دايما كان يحاول بقدر المكان طول ما هي النتيجة تعادل او انت مغلوب يسهلك الامور يروح شايل باكليفت وروح حضرت لك كل عيد نص ملعب فتحس ان انت كتير في نص الملعب تحس ان انت عندك كذا اختيار فدي مهمة المدرب رقم واحد رقم اثنين مهمة الزميل بقى انا النهاردة معلش عبدالله السعيد هو فيه حد مش عارف اداء عبدالله السعيد لكن انا اسهله ان انا اجري محمد صلاح راح على الجن راح عبدالله السعيد عمل انا نجول يبقى انا النهاردة وليد اظهره بينزل استلم لما وليد اظهره بينزل استلم مين اللي هيختارق احمد الشيخ هحطه لك تروح تجيب جه يبقى انت صيط نفسك وصيطني وليد سليمان هتختارق زي الاختراق اللي عمله من ورا خط ادفعه ناد الزمالك وحطه له وكوفي عمل عليه وخدنا ضربة الجزاء التانية وحطاهه وكسبت ناد الزمالك في السوبر يعني هنا الابداع لازم فيه تدخل مدرب وفي نفس الوقت الزميل كمان اساعد لكن انا لو بقيت زرع باصل ووقف كل واحد في مكانه خد كابت الربيع امسك استلم عيش وان هو هيروح مش كل اهدافك بتيجي من اخطاء الخاص انت بتيجي من مجموعة من التحركات الخاصة اللي بتوصل بيها للمرمى وديجي للأصل في الاهداف اننا اللي اتحرك ويبقى عندي ابداع ويبقى عندي مهارات فردية ايه الفرق بين ميسي وبين اي لعيب تاني اننا هضرب لك التكتل الدفاع بتاعك وهلغبط لك اي تكتل دفاع انت عامله هو دا الفرق الفرق بين لعبت النادي الاهلي وبين اي لعيبة تانية ليه الاهلي يواخد الدور 39 مرة لان دايما على مدار الاجيال عندك لعيبة اعلى عندك تاكتك اعلى عندك قدرات اعلى عشان كده بتستغلها سواء من الزميل يعني الكابتن ربيع اما كان مثلا بيلعب قدامه كابتن شريف عب مين اما يلعب كابتن محمد عامل او يحطها للكابتن علاء مايوب على الان وانتو يبقى كل واحد مركض مع امكانيات هي عالية وإلا انت بتكسب ازاي وانت بتكسب باخطاء الخصم فقط لا طبع اكيد يبقى انت عندك ابداع جوه الملعب علشان تعرف تستغله علشان تكسب صحيح كاثوري كابتن يمكن يعني طلعي الجيش لازم بقى نتكلم عليه يمكن خلاص فاضل خمس دقائق ويعني خلاص نخرج للمباراة يعني فريق كابتن احمد سامي من اولاد النادي الاهلي ومدرب يمكن اما كان موجود معهم تعامل مع الفريق بشكل كويس وحاق نتائج كويسة سنادي بداية امام النادي الاهلي اكيد طموحه كمدرب امدير فني هيختلف خصوصا ما يكون البداية امام النادي الاهلي كابتن بداية صعبة بالنسباله طبعا بشكلام وكل مدرب عمل شغله في الموسم باضافات في لعبة مشت وكان طبعا اضافات كبيرة جدا وخبرات كبيرة جدا وعمل بقى موضوع الانسجام والتفاهم عن طريق المنتشات الودهية وعن طريق المحاضرات وعن طريق الفيديو وعن طريق تدريبات العملي والنظرية وفي نفس الوقت هو اكيد انه يعني انه لازم النهاردة جانب الفني متاعه يكون بحسابات كبيرة جدا جدا لعب ناد الأهلي لازم يحسب حساباته الفنية واخد بالك خلال لحداث المباراة بشكل دقيق وبشكل في خبرة وعميق جدا خدش ايه قرار بالنسبة للتشكيل بالنسبة للتوظيف بالنسبة لإدارة المباراة بالنسبة ليه للمراكز بالنسبة للشغل الهجوم والدفاعي عند مجموعة من النسب النهاردة دفاعين وهجوميا اي حد يفتح الجيم مع ناد الأهلي هيتعب جدا جدا خلينا نمشي مع قدرات محمد وإمكانيات بين العقل والمنطق انا حب المدرب الشغل بعين الشغل بعقله الشغل بالمنطق الشغل بعقل جدا فخينا وقعين هو المطش النهاردة حساباته في الثلاث نقاط بنسبة الأهلي الأهلي أعلى بكتير لكن هو عنده الطموح وعنده الرغبة وعنده وعنده وده حق وحق العبية وحده قطارده لكن في الملعب خينا في الملعب نحسي بابا فنية فهو طبعا حساباته من وجهة نظري أن هيقفل الجيم النهاردة ويلعب على ملتدان عن طريق طبعا الخبرات اللي موجودة عنده حسنا أقدر أحصل واجب لكن لو فتح الجيم مع ناد الأهلي فنية هيتعب جدا ويتكذب كثير يعني أقول برضو التشكيل لفريق طلع الجيش النهاردة يعني بيبتدى كتنا أحمد سامي مدير فني لفريق طلع الجيش في خط الوسط فرانك ستيفن ومحمود حمد وحسن مواندا وأمامهم جيروم ويا وأحمد الشيخ لعب الاتحاد المنتقل إلى فريق طلع الجيش وأمامهم فريق المقدمة صلاح أمين ذا تشكيل فريق نادي طلع الجيش النهاردة بيقول كبتر ربيع أنه ممكن فيها لازم كبتر أحمد سامي أكيد عمل حسابه بشكل كبير في الجزء الهجومي وجزء دفاعي بشكل كبير في هذا اللقاء ذا تشكيل أيضا فريق نادي الأهلي الشيخ إكرامي سعد سامير رامي ربيع أحمد فاتح حسين السيد حسام عشور عمر السلية عبدالله السعيد أحمد الشيخ ووريد سلينان ووريد أزارو ذا تشكيل فريق نادي الأهلي كتريد اثنين أحمد الشيخ أه هنا أحمد الشيخ دخل على أحمد الشيخ يعني ذا تشكيل فريق نادي الأهلي أما الاحتياط لفريق النادي الأهلي النهاردة أحمد عدل عبد المنعم ومحمد نجيب الشام محمد كريم نزبد حمودي أحمد ياسر ريان ويعني طبعا ده الاحتياطي لفريق النادي الأهلي كل التوفيق بشاء الله ليهم النهاردة يعني أكيد كالتوانيد يعني وإحنا بنروح للمباراة البداية والانطلاقها بتشوفها عملا زي وأهميتها كالتوانيد يعني مهمة جدا مهمة جدا أن أنت تنطلق بقوة مهمة جدا أن أنت من بدري تستغل تعصر المنافسين وتركب الجدول الأسابيع الجاية بعد 3-4-5 أسابيع بيباني الموضوع بيباني الأهلي لو اعتلى الصدارة بيبتدي المسألة يعني بترتاح اللعبة بتلعب بثقة أكتر المنافسين بيبتدي يتحطوا تحت توطر وتحت ضخط كابتن حسام عمل حاجة كويسة جدا مقسم الدكة بشكل كويس قوي محمد نجيب احتياطي للسردبكات عشان محمد احتياطي لنص الملعب كريم ندفد وإسلام محارب واحمد حمدي احتياطي للتلات لعيبة اللي تحت الفرود وعندنا أحمد ياسر ريان إن شاء الله بقى يكون المفاجأة بإذن الله قبل ما يدخل مهالين بي وقبل ما يرجع مروان وعمد متعب وأجايه أحمد ياسر ريان لو استغل الفرصة وكابتن حسام اداله النهاردة وقدر يهدف لو تفتكر احنا من اسبوعين تلاتة قولنا حاجة هو كل ما هيلعب هيبقى كويس وهيهدف يبقى من حقه أن يكون موجود فالنهاردة كابتن حسام شغال بمبدأ العدل بيكافؤه بشكل كويس قوي وإحنا كمان نتمنى له التوفيق وأن يكون ليه بصمة النهاردة كمان هتبقى حاجة كويسة جدا لكن هو قافل مفاتيح اللعب على الجانب الآخر طلع الجيش فرقة جامدة فرقة كويس يعني على فكرة انتداباتهم هيلة محمد طرق أبو العز وصلاح عمين نجمل إنتاج الحربي واقل فراج جالهم علي الفيل أحمد هاني خدوا عصام الغندور من الأهلي جيري موية لعيب كويس قوي كان أسوان عموري الإسماعيلي يعني عنده انتدابات كتير وفرقة تقيلة فبرضو مهم جدا للنادي الأهلي الفرص اللي تيجي تخلص بدل لأنك كل ما هتطول في الجيم خد بالك دايما اللعيبة اللعيبة حتى جديدة يعني عندك علي الفيل محمد طرق أبو العز عندك داخل محمود حمد حسن أحمد الشيخ جيري موية كل صلاح عمين كل دي لعيبة جديدة على طلاع الجيل وبتلعب أول مبرامة على الأهلي لو أنت من الأول خلصت انتهى الموضوع لو أنت دخلتهم في الجيم زي مبارح ما عمل ناد الزمالك مع الإنتاج الحربي المباراة تطول وهتوح وتيجي وممكن جدا يبقى فيها مفاجئة كابت الربيع يمكن دور بقى لعيبة الخبرة قبل ما نروح لبداية المباراة وأهميتها طبعا الخبرة زي شريف زي أحمد زي حسام عشور عبد الله السعيد كلام في بداية الموسم كابتن مهم أنت بتبتدي أهم مباراة مباراة ولكن الكلام عن الموسم ككل في البداية ده مهم جدا من لعيبة كبارة طبعا نعم طالعا يعني النادي الأهلي ولعبيه وإدارته ومديره وجهازه عارف طريق 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 في الفوز الطريق الفوزي جيزاي عن طريق التزام وتركيز وإسرار وإرادة وحاجات كتيرة جدا الطبيعي جدا أنها الخبرات الفنية الموجودة عند العيبة النادي الأهلي ترجح الفريق من البداية عشان كده الإضافات بيتموجودة على طول فيش أي نواز فضل الله تعالى وزي ما قلنا أنه النادي الأهلي الحمد لله أنه جاهز بدنيا ومهريا وخططيا وإراديا من وجهة ناظر أنا فالطبيعي جدا أن المسؤولات كبيرة على العطق اللعيبة المسؤولة على العطق الجهاز وإزاي ما قلت الكل بيشتغل في النادي الأهلي عشان الكيان يبقى في المخدمة عشان يبقى الأهلي فيه الجميع فأخلي بالك تطمئن تطمئن لأنه سيستي ماشي من 1907 لحد 2017 وشوفنا الحمد لله الموسم الماضي بفضل الله دوري وكاس وإن شاء الله أفرخي بأمر الله فأطمئن وجمهوريا أطمئن ربنا وفاق اللعيبة يا رب يكونوا في حالتهم إن شاء الله والأمور من وجهة نظر أنا بطم الجمهور الأهلي إن في فرع عندك قادرة بمشاعة الله وتوفيه إن تحصد إن شاء الله دوري وكاس وأفرخي بمشاعة الله بركة المباراة إن شاء الله إن شاء الله لصراح النادي إن شاء الله بإذن الله بإذن الله النادي الأهلي يقدر يحسنها إن شاء الله في جن شوت أولاني غالبا ممكن يبقى في جن شوت أولاني إنت أكبر إنت وجهة نظرك لازم من البداية تبقى هدف لنادي الأهلي يفتح الأمور كتير يعني كيدا هتكون مع بعضك بطريقة تربيع بعد مباراة نتكلم لتحليل فاني هذه المباراة نتمنى طبعا للمباراة النهاردة كان فيه مباراتين في الجولة الأولى لهذا الموسم الأسيوتي مع المقصة وتعادل الأسيوتي ومصر المقصة واحد واحد وفوز المصري البورسعيدي على ودي دجلة واحد سف إن شاء الله مباراة الأهلي النهاردة ختام اليوم إن شاء الله في هذا اليوم تكون ختام جيد من خلال طبعا فوز مهم من نادي الأهلي هنروح لتقرير وبعد كده إن شاء الله نكون معاكم بعد المباراة نتكلم بقى فنيا إن شاء الله تكون في حالة فوز للنادي الأهلي طبعا الجيش يعني ساعتها بما تشبت تبقى سهل لها ساعة تبقى صحبة غير متوقعة يعني بس إن شاء الله الأهلي يكسب واثنين صف إن شاء الله يعني الأهلي يعمل أداء مشرف زي الموسم اللي فات وتمنى يعني الأهلي يكسب ويواصل يعني التقلق بتاع الموسم اللي فات إن شاء الله يبنواكش كويس وأنا أخد التقلق وإن شاء الله نأخد الموسم تجاه إن شاء الله نبلعه إن شاء الله نكسب واحدة سفر اثنين سفر وأهم من كده يعني نفسنا إن شاء الله إن السنة دي بعد سبقات الفرقة بأن المستوى الفني يزي المعالم يبتدأ من نص الدوري السنة اللي فاتت لحد الآخر إن هو يبتدي بقى السنة دي عالي ونعلم إن شاء الله عشان نتخلص الدوري ونبتدي بطولة أفرق بإذن الله الحمد لله يمكن الولاد لعبة النادي الاهلي جاهزين كواس جدا كانوا مع منتخب مصر الفترة اللي فاتت طبعا الطرقة كبيرة جدا مكسب الفترة اللي فاتت مع منتخبنا الوطني ونهارده إن شاء الله النادي الاهلي داخل معسكر مغلق كبير حسيم يمكن جدد وقدام موكر عنده كل قوامات الفوز في مصر بتاع بكرا إن شاء الله طبعا كان حسين مدري أظن هو في الصيف استعاد كويات للمصر الجديد كله عن صفقات عنده العباء أدام العباء جداد فأظن فرط الأهلي أقوى إن شاء الله نقدر نحاء التلاث موكرا وكمان عندنا الفرقة مركزة والنهارده كانت تأسيمة فيها مدية وفيها قوة وفيها حماس فإن شاء الله نقدر إن شاء الله الموكرا سيكون سهل بالنسبان بإذن الله ويبقى بروفة كويسة واستعداد لموتش الترج إن شاء الله هو الأهم أكيد وده ظهر النهارده من القايمة لما عنا كتب الحسام أنه رايح بعد العناصر لموتش الترج هو بس الأول يعني هيبقى جسر نبضي بهدوه إن شاء الله الدنيا هتمشي كويسة مثل الله أكيد طبعا ماتش مهمة بالنسبة لنادي الأهلي ماتش افتتاح دوري تلاتة بونتو مهمين جدا يعني بالنسبة نادي كبير زي النادي الأهلي ده الماتش كلها بالنسبة له مهمة خصوصا أو ماتش يعني ماتش افتتاح أتوقع طبعا الأهلي يكسب نفسي أهلي يكسب وليد أزارو ممكن يعمل حاجة كبيرة جدا عبدالله السعيد طبعا حتى كده أهو واحدا بتوعه بس ماتش بس ماتش الخير إن شاء الله تلاتة سفر بإذن الله إن شاء الله الأهلي يبدأ موثم قوي ويقدم هذا إن شاء الله رائع يعني بإذن الله على مستوى العمل الدوري يعني وهو الحمد لله فراحنا برضو التاني اللي فاتي إن شاء الله برضو نركز في الأول ونعدي كم ماتش في الأول دول على خير بغاية ماتش ومنتخب قدرت أن يمركزين مع المنتخب بصراحة وعندين أهلي كومتا المنتخب فإحنا مستنين الماتش دوت والمنتوش لغط منتوش المنتخب إن شاء الله نعمل نتاكي حلوة عشان لعبة تفوق كده وننحس العادة موسيقى فراحة بحقكم مرة تانية يعني ده التعادل الأول للنادي الأهلي أمام طلاعي الجيش في أولى مبارياته في موسم 2017-2018 يعني الهدف الأولاني يجي عن طريق عاصم صلاح لفريق طلاعي الجيش في دية 36 عن طريق ضربة جزاء شافها الحكم أحمد حمدي يعني أعتقد ضربة جزاء هو بيشوفها هي صحيحة ولكن لما نيجي نقارنها أيضا بنفس الموقف لفريق النادي الأهلي حصل له نفس الموقف في الشوت التاني ولكن طبعا لم يحتسب الحكم وأكيد أحمد الشيخ أمامنا على شاشة بيتعادل للنادي الأهلي في دية 57 ولكن السؤال هنا فيه ضربتين جزاء للنادي الأهلي واحدة عن طريق عبدالله السعيد واحدة عن طريق لعب النادي طلاعي الجيش جت في إيده واضح جدا واضحة جدا جدا حد في الملعب ولكن طبعا بيتغاضى عنها أمامنا على الشاشة مش معقولة يعني بتاعت عمر السلية بتبان ودي ما تبانش وهي يعني ما شاء الله يعني واضحة جدا جدا في الملعب سواء بقى للاعديل في المدرجات أو حتى اللي في التلفزيونات يعني واضح دي طبعا ضربة الجزاء اللي كانت على النادي الأهلي يعني عمر السلية موجودة على صدره يعني الرجل مش يعني هيوديها فين ولكن أحمد حمدي حكم الساحة بيحتسب ضرب الجزاء وبيحرز منه فريق طلاعي الجيش في الدقيقة 36 هدف الأول ثم يتعادل أحمد الشيخ من ضربة حرة مباشرة بيحرزها أحمد الشيخ هدف التعادل لنادي الأهلي لكن عايز أقول لكم ما نجي نبص لحصائيات المباراة 62 في المئة استحواز للنادي الأهلي و38 في المئة لفريق طلاعي الجيش يدل على سير المباراة يدل على سير وشكل المباراة من حيث الاستحواز ومن حيث الأداء أن فريق طلاعي الجيش أحرز الهدف وتراجع بشكل كبير وده يمكن كان نجمنا بيتكلم عليه في قبل الستوديو وأن فيه جزئية مهمة جدا أن حتت أن أنا كل شوية على الأرض عشان أضيع الوقت دي كانت موجودة وكنا بنتكلم في المشكلة دي قبل المباراة ولكن يعني المباراة تعادل إيجابي واحد واحد في أقول مباراة النادي الأهلي هذا موسم 2017 2018 براحل طبعا بكابتن ربيع سين براحل بيه كابتن مرة أخرى كابتن مجمل المباراة كابتن تعادل الإيجابي واحد واحد هدف طلع الجيش عن ضرب الجزاء وعن طريق ضرب الجزاء وأيضا هدف لنادي أهلي عن طريق أحمد شيخ ضربة سابتة وفق فيه بشكل جبير أحمد الشيخ على الرغم من النتيجة واحد واحد إنما بدأة فنية مش وحشة لنادي الأهلي بصراحة والله بنيرد الله نظى الحكم كليرة أخر أنا عمري أثنين بننتي للنادي الأهلي الشوت الأول بننتي بتاع عبد الله 100% محمد شفنا والبننتي التاني اللي جاف في إيد اللاعب تقريبا عاصم صلاح متاع الجيش اثنين بننتي الشوت الأول النادي الأهلي وصل ونسبة حفاظه السهترة كان كتير جدا بس بدون فعلها النادي الأهلي النهار ده لديه 13 كورنر الجيش ولا كورنر النهاردة بعكس الشوت التاني واخد بالك كان سجال يعني الشوت الأول ما بين الأهلي كان برضو نسبة حفاظه بين الطلاع هاجم الأهلي ووصل على فترات لكن بصراح الشوت التاني النادي الأهلي هجوم كاسع مفيش النهار ده كان باعتمد على المرتدات اعتمد على كأمين الدفاعي على الكسافة الدفاعية الكتيرة دلد الجيش إنما النادي الأهلي بصراح عامل الشوت التاني والله شوت رائع وصلنا كتير وما استغلناش الفرص في أكتر من فرصة لأزارو في أكتر من فرصة في داخل التمنتاشر في السيكسياب لكن ما كانش فيه يعني برضو كان فيه شوت رعونة شوت استعجال لكن النشوط التاني من وجهة نظري إن الأهلي وصل راح هجمنا كتير جدا ووصلنا كتير كان الانتشار وكانت زيادة العددية كتيرة جدا لكن هو التوفيق هدف أنا من وجهة نظري مجمل مباراة بالشكل فني مش وحش لدي الأهلي النادي الأهلي النرة ده وصل ولو فيه توفيق اتنين واختر من كرة لما نتواجل بها في الجانب الفني هنلاقي إن فيه بعض من الأخطاء موجودة عند العيب النادي الأهلي ممكن تكون أخرت الأهداف شوية اسمنا الاستعجال من التصرع واخد بالك من عدم الترابط الانسجام حاجات كتيرة جدا لكن المجمل العام لعد ما نتكلم في التواغل الفني بالنسبة لأحداث المباراة من وجه التنظر أنا والله ما ببلغ وقال عشان أي حاجة الأهلي النهاردة مش وحش بداء مش وحش أنه وصل كان فيه فعالية هجوم النهاردة فعالية هجومية كتيرة جدا أخطاء مفيش أخطاء الحمد لله رب العمين وفي نفس الوقت ما كان فيه كانش فيه عدم توفيق كانت أصعب فتاح على بوزقية التحكيم كابتال ولكن خلينا أخذ رأي حاتك فيه المباراة والنتيجة يعني مبروك طلاع الجيش طبعا نقطة سمينة من النادي الأهلي هارض لك النادي الأهلي في مباراة كانت سهلة نظرا للفوارق الكبيرة سواء من ناحية الليقة البدنية ناحية الجاهزية النادي الأهلي أجهز أول مباراة لطلاع الجيش النادي الأهلي استحوازه أكتر فرصه أخطر كان يقدر النادي الأهلي يحسيمها حتى مع ضربة الجزاء ومع تقدم طلاع الجيش لكن النادي الأهلي عنده بعض من المشاكل أولها وأخطرها وأكبرها هي ضياع الفرص السهلة يعني للأسف أنا قلت لك أن النادي الأهلي عانى السنة اللي فاتت من الجزئية دي الجزئية دي يعني تقلق تقلق على مباراة الترجي أنت النهاردة بتجيب هدف واحد مباراة آخر مباراة المصري هدفين قبلها هدف قبلها هدف يعني إحنا عايزين نكسب كتير يعني بيجي لك عدد من الفرص كمان فرص سهلة قوي وإحنا عارفين بحكم أن إحنا لعيبة كرة يعني إحنا التلاتة وكابترنا الكبير الكابتر الربيع طبعا أقدم مننا وأكتر السيناريو بيتغير تماما تماما لما أنت بتبقى متقدم الارتاحية بتاعت اللعيبة والنهاردة الكابتن حسام حاول بقدر الإمكان النادي الأهلي اتأخر واحد صفر طلع بين الشوطين وهو مغلوب غير تغييرة مهمة جدا استراتيجية بخروج وليد سليمان ونزول أحمد ياسر راية أستاذنا الكابتن ونرجع نكمل كلامنا مع هذاك والتغييرات معنا طبعا أمير يشام معاك كابتن أحمد سامي المدير الفني لفريق طلع الجيش فضل أمير كابتن فاروق وتحياتي لجيوفك لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان طبعا نهاردة لك لكل جمهوري النادي الأهلي فقد نقطتين النهاردة خلال مبراطة طلعا الجيش وفتحية بطولة الدوري العام لكن خلينا أقولك معاك في هذه اللحظات كابتن أحمد سامي المدير الفني فريق طلعا الجيش كابتن أحمد سامي طبعا ببرك لك على النقطة النهاردة معاهم النادي الأهلي لكن عايزة أخذ تقييمك لأداء في الإيطاق المعد الحمد لله يعني 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 أنا من نواحي كان كنت بطمع ومن نواحي التكتيكية كنت عايزة أجيب جون في نادي الأهلي الأول على أساس برضو نادي الأهلي لما بجيب في جون أول بتستريح لعيبة نفسيا شوية يعني ما بقاش متوترين لغاد آخر دي طبعا الحمد لله كان فيه طريقة متوازنة شوية لمكنش بالعب بطريقة دفاعية وأنا في نفس الوقت النتيجة دي بالنسبة لي إيجابية مرضية يعني يعني أنا كنت بطمع إن نكسب بس الحمد لله لما تعادوا لنقطة كويسة من فرقة زناد دي فرقة كبيرة جدا يعني قبل بداية المباراة أنت وعدكم يمكن صفقات كتير جدا قدرتوا تتعاقدوا معها السنة دي إزاي قدرت تعمل التوليفة دي من لعيبة فريق طلع الجيش وقده النهاردة يمكن أداء جيد جدا أمام نادي هو أنا كان حيث السنة اللي فاتت كنت طالب مواصفات معينة في اللعيبة مش لعيبة وخلاص كنت محتاج من اللعيبة اللي هي عندها كواليتي باس أحسن عندها سرعات فالحمد لله أنا نفزنا على قد ما قدرت يعني اللعيبة على قد ما قدرت أنا جت اللي أنا طلبتها شايف إن أنت كسبت نقطة النهاردة من نادي الأهلي ولا كنت طمعا فاكتر من كده بصراحة الطمع كويس في الكورة يعني طمع كنت كازمان لغة الشوت التاني والأهلي التعادل فطبيعي جدا الحمد لله يعني على البونط برضو بتاخدوا من فرقة كبيرة جدا بطل الدوري بطل الكاس وفرقة جاهزة فيعني كويس أوي يعني الحمد لله تعتبر مميزة بالنسبة لكم النهاردة تعادل أمام النادي الأهلي طموحكم واصل لحد في مفوتوت الدوري السنة لا هو طموح بالتدريج أنا بحبش أقول طموحي إيه على طول أشوف بس ناخد خطوة خطوة كده وإن شاء الله يبقى أحسن شكرا 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 ده كان لقاءنا مع كابتن أحمد سامي مدير الفن الفريق طلع الجيش في انتظار المزيد من اللقاءات عودة ليك يا كابتن فرقة أنا هو واحد زي ما أقول لكم قبل اللقاء أو قبل الاستوديو أو قبل المباراة إنه واحد من أبناء نادي الأهلي وأكيد عنده طموح عنده هدف من هذه المباراة فشونا باللعب زي ما بيقول هو كان عايز يحرز هدف ويتعامل بقى بالشكل الدفاع اللي هو احنا رسا يقليني الكلام قبل ما هو يقوله يعني هو لعب 4-3-2-1 وبقولك إن السيناريو بيختلف تماما لما أنت جيد جون عن لما يدخل فيه جون أكد الكلام ده كابتن أحمد سامي قال أنا عايز أمزل الملعب جيم متوازن لكن لو قدرت أخذ هدف قبل النادي الأهلي ده بيطمن اللعيبة وبيخليهم وإحنا قلنا الكلام ده قلنا كل لما تضيع كل لما المباراة تبقى رايحة جاية ويبقى المفاجآت وردة كلام ده كله شرحناه قبل المباراة كابتن ألب الطريقة بين شوطايا المباراة خلاها 4-3-3 نزل عبدالله السعيد جنب حصام عشور والسولية ولعب وليد أزارو ناحية الشمال وأحمد ياسر ريان وأحمد الشيخ ثلاثة معلقين على قدام فألب الطريقة وإحنا قلنا أنه خلال سر المباراة بتتقلي بالطريقة مرة واثنين وثلاثة أساس أنا كابتن عنيد بس سريعاً لأمير الشام مع كابتن سالح وفيز مدير الكرة بالنادي الأهلي ولقاء ما بعد المباراة فضل أمير موسيقى كابتن فاروق عقب انتهاء مباراة الأهلي وتعادل الإيجابي واحد واحد أيضاً معايا في هذه اللحظات كابتن سايد عبدالحفيز مدير الكرة بالنادي الأهلي كابتن سايد يمكن هرد لك عن نقطتين النهاردة فقضوا من نادي الأهلي في بداية المشوار لكن كجهز فني تقيم كل المباراة نهاردة شايفينها يعني طبعاً بالتأكيد نقطتين مهمين جداً في بداية الدوري لكن المشوار الدوري يبدري جداً جداً الحمد لله طبعاً على كل شيء تأكيد البداية لو كانت فيها مكسب كانت بقى أحسن وأفضل يعني لكن هو ده حال قرة القادمة ناحية التحكمية احنا كنادي أهلي مش دائماً بنحب نتكلم على التحكم لكن نهاردة أعتقد نهو أوفر شوية من خلال الفيديوهات شفنا أن النادي الأهلي على أقل ضربتين جزاء نهاردة تعاليقك على التحكم في بداية بطولة الدوري ومفترض أن التحكم يبقى في تطور مستمر مش بيبقى المنزر التطور المستمر ده اللي بيبقى كابتل أصاب عفتاح لكن لا فيه تطور ولا حاجة خالص ما فيش أي تطور خالص من أي نوع يعني فيه سنس بتحط فيه سنس يعني فيه حاجات كده بيبقى لها سنس بداية الدوري لازم تبقى بداية كويس ولازم الناس كلها تختار أفضل الحكام اللي عندك عشان الدنيا تبقى ماشية بشكل كويس قوي ايه مش عافية ما فيش حاجة في كرة القدم عافية يعني ما فيش فوز بالعافية وما فيش تحكم بالعافية وما فيش لوائح بالعافية ما فيش كده ما فيش كده يعني التطوير مش ان انت تجيب تلفزيون اثنين بوصة يعني اثنين بوصة ويتحط برا كده والناس تقعد على جنب وفيه تطوير ده مش تطوير مش التطوير ان انا هفرد حكام بانها يعني القدرات انت بتصدم بقدرات المساعدة موجودة في كل شيء في الدنيا كناك ان انت عايز ساعد شخص بعينه او عايز ساعد ناس بعينها او عايز ساعد مجموعة جديدة او ناس ويارة او ناس مفيش مشكلة اطلاقا لكن المهم الاول قدراتها ايه الموضوع مش عافية زي ما قلتلك مفيش حاجة في الدنيا في كرة القدم عافية مفيش حاجة يعني هلعب النادي الاهلي او بلعب النادي الاهلي واجرب في النادي الاهلي ما ينفعش ابدا مع احترام الكامل كابتن احمد حمدي اللي واقع بيحاكم النهاردة مع احترام الكامل ليه طبعا وبنقدر كل الناس ونحترمها لكن القدرات ضعيفة جدا لا هي هجوم ولا هي يعني سب ولا حاجة لا انت بتصدم بقدرات قدرات تعبانة قدرات قليلة فبالتأكيد ما ينفعش ابدا اني تتجربها في موراة زي موراة النادي الاهلي ما اعطلها عن الجيش موراة قوية جدا جدا يعني ما ينفعش ابدا 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 ان انا هطلع اقول كلمتين واطورنا واعود اخبط في الازاز اللي قدام الكلام مش عافية يعني هي مش عافية حضرتك اشتغل على الناس اللي عندك بشكل كويس اختاروا الناس اللي عندك بشكل كويس وما تهاجبناش احنا يعني البيانات بتطلع من اتحد الكورة بيانات بتطلع معرفش من ايه لا الاول كل واحد هي من شغله وما فيش طبعا الكورة كده الكورة هي كده ما فيهش مشكلة اطلاقا وده مش هجوم ولا حاجة بالعكس كورة القدم فيها وارد فيها كل حاجة صحيح بتبقى صعبة اقول اني بقى فيها تلت تلت دربات جزاء في مطش واحد في مطش واحد وفي تلت اربع داي اللي جزي مورتلك هي القدرة كده عايز اقولك ان انا جالي من سنتين لو بنتكلم في التطوير يعني لايحد شون اللي عابين من ثلاث سنين ولا حاجة بعتقل ما بعتقالي مرة يعني كده ان فيه ان على المديرين الفنيني بعتولي 18 الاسم اللي هيخدوا بيهم اللقاء قبل اللقاء بـ 8 و 40 ساعة ايه التطوير في كده ايه الفكرة الجهنمية في كده لا اللوايح اللوايح مش حفظ على فكرة يعني فيه فهم تفهم اللوايح بشكل كويس قبل ما اتطلع اي قرار لازم تبقى بحطة المعايير بتاعته المعايير بتاعته بعدين تاخد القرار فاشا ابدا اخط القرار وبعد كان احط له المعايير فبالتأكيد بالتأكيد هي مباراة وانتهت يعني هل ما فيه شاكو رسمي من نادلة هتجيب ايه يعني هتجيب ايه لا شاكو هتجيب حاجة هتطلع بعد شوية وكل سنة هنتوا طيبين وكابتن احمد الشنوي هيطلع يقول كلمتين ثلاثة وكابتن عصام عفتاح هيطلع يقول كلمتين ثلاثة وكابتن جمل غندور هيطلع يقول كلمتين ثلاثة وبنزوق الحكام وبنساند الحكام وعايزين من المنظومة وشفتوا نهاية وربا وشفتوا نهاية لا فيه حاجات فيه حاجات مش عايز اقول يعني فيه حاجات زي ما قلت لك يعني مفيش مشكلة اطلاقا ابدا ابدا في الخطأ التأديري لكن القدرات القدرات انا مش بعلم حد ولا بدي توصيات لحد ولا بنصع حد أنا بتكلم في نطاف شغلي القدرات يا حبيبي عند القدرات إن شاء الله حتى يبقى عنده 17-18 سنة ما فيش مشكلة خالص حكمه أهل وزمالك عنده قدرات ما عندهش قدرات ما ينفعش يبقى موجود في الدول الممتاز يعني أي حد ما عندهش قدرات ما ينفعش يبقى موجود في الدول الممتاز لحيضرنا لنقطة الأجنب الرابع من نسبة للنادي الأهلي وتابعة التعاقد مع بكة أنا مش مقتنع أبدا يعني زي ما بدي لك 100 جنيه وبقول لك هتصف منهم 50 الجنيه الواحد و50 مش من حقك طب انت مديني 100 جنيه لأيه يعني انت مديني أنا مش مقتنع بشكل عام راضيينك يا جاس فاني عن أداء الفريق النهار بداية طبعا لكن في النهاية يعني هي كرة القدم كده يعني خلينا ننتظر اللي جاي طبعا في بداية المشوار لكن بفتتحية المشوار يعني خلينا ننتظر يعني وعشان بردو نبقى يعني بنتكلم بمنتهى الهدوء فريط طلعا جيش كابتر رحمة السامي طبعا أقدموا مباراة كويسة وكل حاجة لكن زي ما أنا قلت يعني يعني أنا قلت من يومين قلتها من يومين وأنا أحاسس بيها وعرفها وعرفها في شكل كويس أوي الموضوع مش كده أبدا يعني مش كل مرة يعني الأخطاء هتيجي عليك على النادي الأهلي مش كل مرة يبقى هو ده الأخطاء واردة في النادي واردة في كرة القدم واستحملنا واستلمنا المنظومة وهي مش عارفة عاملة ايه ايه التطوير يعني ايه التطوير فين التطوير فين ان انت يبقى عندك مباراة زي ده تفتاح الدوري بالشكل ده خلاص ويبقى فيها كمية الأخطاء دي كلها خلاص وهتقول لي بطور بطور ايه ايه اللي انت ممكن تطوره التطوير ده يعني سبق المعسكرات انت حر فيها الحاجات الفنية انت حر فيها خلاص لكن أرجو 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 مش عافية المساعدات في كرة القدم موجودة لكن لا بد ان يكون المساعدة دي تلزمها أو تبقى جنبيها قدرة شخص وما عنديش مشكله في صغر سنه أو كبره ما عنديش مشكله خالص المهم انت احنا رحنا يعني لعبنا مرة في الإمارات باير مونخ مع باير مونخ بجلالة قدرو وكننا بننعب مع باير مونخ مش عارف كانت فين المباراة أليمان في قطر يعني وكان اللي بيحكم حكم صغير ومرة رحنا لعبنا في الإمارات تمام اول كنا الحكم مباراة تروما حكم صغير يعني لم تخني الزاقرة الموضوع مش بالسن الموضوع مش غلقة طبع مباراة التراجب نستعدلها بالتأكيد احنا اتفرجنا عليها كتير وشوفنا مطشط اليوم كتير لكن خلينا بقى نتعامل مع المباراة مباراة طبعا رايحة وجاية هنسيب الدورة شوية لحد ما نشوف مباراة التراجب بزنة زهبا ويامل شكرا ده كان لقاءنا مع كتن سيد عبدالحفيز طبعا عقب انتهاء هذه المباراة لكن خلينا اقول لك يا كابتن حسام البدري المدير الفن النادي الاهلي يا كابتن فاروق طبعا اكيد هارد لك لكل جمهور النادي الاهلي ده يمكن غير موافقة لكن النادي الاهلي طبعا بيتخطى اي صعاب او اي عقبات ممكن تكون بتواجهوا خلال المرحلة دي لكن خلينا اقول لك ايضا ان الاهم المرحلة المجبلة هي اهم بكتير جدا بالنسبة لنادي الاهلي وهي بطولة دوري ابطال افريقيا اكيد بطولة مهمة جدا لكل جمهور النادي الاهلي من خلالها حيواصل ان شاء الله نشواره في بطولة دوري ابطال افريقيا من خلال مواجد الترجع التونيسي طبعا في دور التمانية واللي هتكون اهم مبارا ان شاء الله يوم 16 من طبعا دوري ابطال افريقيا يوم 16 من الشهر الجاري خلينا اقول لك لسه مستمر معاك يا كابتن فاروق اللحظات وحيكون معايا كابتن حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي طبعا عقب هذا التعادل المفاجئ بالنسبة لنادي الاهلي في بداية بطولة الدوري الممتاز لكن اكيد النادي الاهلي حيقدر ان هو يواصل ان شاء الله ان شاء الله ان هو يواصل لمشواره في بطولة الدوري الممتاز كابتن حسام كابتن حسام مستمر معاك كابتن فاروق كابتن حسام احنا هو كابتن حسام طب كابتن فاروق هرجع لك اكيد تاني هكون معايا لقاء مع كابتن حسام البدري المدير الفني النادي لك امير انا معاك ومستمرين معاك طبعا حتى يكون معاك كابتن حسام البدري انا مع كابتن سلاح حفيز كنا زي ما بنتكلم مع كابتان عصام عبد الفتاح عبد اللقاء وان احنا مساندين بشكل كبير لمنظومة التحكيم في مصر ولكن يعني زي ما قال كاب سيد وانه بتبقى القدرات مش ممكن القدرات تبقى انت تخليك تشوف كرة زي كده واصلا ايديه اصلا عكسك تماما وهو ميديك ظهر الراجل وما تشوفش الكرة العكسها بعد اذنك يا بيبو دي على فكرة هو هو نفس الحكم في مباراة النصر التعدين ومباراة الاسماعيل يا عواد حارس مرمى اسماعيل بيطلع يخدها من بره 18 والحكم ما بيحسباش اي حاجة خالص ده يعني ده برضو هو هو نفس الحكم كابتان احمد حمدي يعني قدرات انه هو قدرات السنة اللي فاتت كده وهي هي نفس القدرات بالرغم مثلا من المعسكرات اللي بتحصل للحكام ولكن شيء غريب جدا جدا وجود بعض الحكام ما بيتطوروش احنا بس هي نقطة ما ينفعش انك في ماتشاط يكون فيها طرف كبير زي النادي القاني وبيحاول يحافظ على لقب بطولته ويحصل فيها كده طبعا دي دربة الجزاء وبيحرز منها هدف طلع الجيش عالجانب الاخر بعد فترات اسم عبدالله السعيد بيروح داخل التمنتاشر وبينة جدا وواضحة جدا والحارس مرمى وطلع برجله عارف لو بيده ممكن اقولك عبدالله السعيد نقطة منفعية لكن ده برجله واضح جدا الكورة عبدالله السعيد اولا ما بيعترضش بالمنظر ده عمره عمره لكن يطلع بالشكل ده وعبدالله السعيد يجري بشكل بينا جدا واضح جدا عالقالة داخل التمنتاشر ولكن كابتن احمد حمدي للأسف هو واضحة كمان من هنا بشكل اقوى خلاص فيه حصل تلامس يعني وبعدين ما حاولش حتى ما جابش الكورة حتى فبالتالي واضح جدا انا مش عارف بقصص فين او بوزيشن بتاعه فين او مركزه فين ودي مش يعني دي مش عايزة كلام مش عايزة كلام خالص ان دي واضحة جدا يعني ده واشوف وشك بقى واشوف وشك لكن عمر السلية ظهروا ظهروا ليك طب ازاي شفت ايدي اللي جات فيك كورة دي حاجة طبعا بنقول من عجاب الدور المصري جزء التحكيم ساعات يعني مش عايزة اقول كله بس ساعات يعني بيعمل حاجات فعلا تنرفز الواحد تخلي واحد زي كانت سالح وفيز مدير الكورة بننادي الاهلي فعلا بيستعجب من هذه القرارات اللي موجودة في الدور المصري وزي ما اقول لكم هذا الحكم كان موجود السنة اللي فاتت في مبارات النصر التعديل والاسماعيلي وحاواد حارس مره واسماعيلي بيطلع بياخد الكورة بره 18 والامور بتمشي عادي لكنها ما لمسيتش ايدوان امامنا الكورة مرة اخرى يعني عجائب عجائب في الدور المصري وما بتحصل كوميكس للحاجات دي داخل الفيسبوك والسوشيال ميديا بنقد نضحك بس ده بيحصل فعلا بيحصل فعلا حتى النهار ده اولى بقى الكوميكس اللي بقى موجود في الدور المصري من خلال دربات الجزائي اللي تحسبت عن النادي الاهلي وما تحسبتش ليه يعني كابت ان وليد تضحك كابت ربيعنا دي الترابية بيقول ما عرفوش حتى يعترض عبدالله السعيد طبعا اعترض يعني واضح بص هو القانون بيقول ايه في الجزئية دي ان اذا حرس المرمى او المدافع ما لمس الكورة وبعد كده حصل احتكاك مليون في المية هي مخالفة يعني هنا عبدالله السعيد زق الكورة عايزين مأكد ان بسام ما وصلهاش يعني محمد بسام ما لمس الكورة عبدالله اللي لمسها ادي اولا اي احتكاك بعد كده هي ضربة جزاء مليون في المية بس هو كمان واضح ان الكابتن احمد حمدي هو عنده عند في عنده عند باين يعني حتى في كورة حسن يوسف واضحة قوي ان هو مش هيلعب على التعمل طب ما هو عمر السلاح مش متعمل يا كابتن يعني لو انت اصدق دي في صدره لا يعني لو انت اصدق بص حاجة من اتنين يعني انب انت بتحسب على لمسة اليد وحسبتها على عمر السلاح كده يبقى لازم كان حسن يوسف وهو بيقلش وبيستفيد منها لان الكورة دي لو ما خبطتش في ايده هتروح لحمة فتح صحيح وهتروح اهي لو ما خبطتش هنا في ايده هو هنا قلش لو ما خبطتش في ايده هي رايحة فين هي هتلف وتروح لحمة فتح انفراد هتلف تروح لكن ايده هنا وهي طلع بره جسمه وهي بالجنب هي ساعدت حسن ان الكورة وقفت قدامه تاني فبالتالي هو استفاد منها صحيح بيبقى قدراتك وليلة بس انت كمان ما عندكش عند او بيبقى عندك سنس يعني بتاعة عواد هيصداب ايه يعني ايه ايه اللي وقفت الكورة نسوف الكبتة حسام البادري سريعا نروح لامير الشام زماني موسيقى هذه اللحظات كابتن حسام البادري مدير الفني لنادي الاهلي يعقب بانتهاء هذه المباراة كابتن حسام طبعا نهارد لك عن نتيجة نهارد يمكن نادي الاهلي دائما بيلعب على الفوز لكن نادي الاهلي ادى اداء يمكن جايد نهارد ممكنش في توفيه في بعض الكوات رقيمك لأداء الفريق نهارد كان هو في البداية طبعا اكيد تحياتي للكابتن محمد فروغ كابتن ربيع سين كابتن وليد زي ما انا بقول يعني احنا كلنا بنتكلم كمدربين او محللين او اخصائين يعني بنتكلم على كرة القدم وبنقول تملي ودي برسالة نحن حتى بنقولها للجمهير ان كرة القدم لابد يبقى فيها اخطاء والاخطاء بتبقى واردة في كرة القدم لكن ما يكون كم من الاخطاء زي النهارده اكيد طبعا عليه استعلمت استفام كبيرة علامت الاستفام دي انا بقول اجابتها عشان ما تروحش يعني زينينا لأي حاجة علامت الاستفام بتاعت النهارده دي طبعا هي القدرات اللي موجودة القدرات الموجودة طبعا اصرت اصرت بشكل كبير جدا عن تيكت المباراة لان ما بيبقى فيه كم الاخطاء اللي شفنا النهارده بالفعل اصر عن تيكت المباراة لكن شكل عام راضي عن اداء لعاب النادي النادي الاهلي النهارده وهل الغيابات كان لها عنصر مؤثر النهارده كل المباراة انا اتعدلت فما بيبقاش راضي طبعا اوي يعني لان برضو كان فيه توطر نتيجة اللي حصل في المباراة في بعض الفترات وبالذات في الشوت الاولاني ما كناش اداءنا بالشكل المردي الشوت التاني اه عملنا كسافة هجومية على فرقة الجيش لكن كان فيه تماسك من فرقة الجيش وفيه اصرار فرقة كنا قربين جدا معظم الوقت من منطقة الـ 18 وعملين ضغط هجومي على فرقة الجيش لكن فرصة مقدش واضحة نتيجة الكسافة العددية للجيش كان عملها طبعا يمكن الفرصة الوحيدة اللي واضحة بشكل كبير جدا هي طبعا فرصة وليد ازارو لكرة العملاء الحسين السيدة في شكل عام للصفقات الجديدة كابتن حسام سواء وليد ازارو النهاردة احمد الشيخ يمكن تقولك وادى اداء جيد اسلام محارب لما نزل ايضا اداء جيد توكيمك لهم لا طبعا كلهم لعبة جيدة لعبة مؤسرة لكن هو طبعا الموضوع بيبقى محتاج وقت والتحرير لان في ناس من دول مش مقايدين افريقيا ان انت النهاردة بتلعب مباراة في الدوري بتبص للنتيجة وبعدين بتغير بعد كده وتروح للمفترق الافريقي وتطر تركز على المجموعة المسجلة افريقيا لان بكر حتى عندنا مباراوط دي على اساس معظم الناس ما لعبتش تبقى جاهزة تاخد طبعا جزء او يعني كم من الوقت تبقى جاهزة مباراة الترجل ان شاء الله لقطة يمكن ناس ما خدتش بالها منها شوية وهي احمد دياس الريان يمكن بعد ما ضايع احد الكرات الجماهير يمكن نادت شوية او اتكلمت شوية كابتا حسام بدر رحمشاور الهم بالراحة الصبر العيد لسه ناشئ لقطة جيدة جدا ومهمة جدا كابتا حساب العامل النفسي مع اللعيف في قولة مبارياته رسمي لا انا عارف طبعا يعني انا بعض للجماهير لان الجماهير طبعا انت خسران عاوزة تتعادل وعاوزة تكسب وبالفعل هتتعادلنا الحمد لله لكن الجماهير دي مش عارة وانحنا بنحترب مش عارها لكن بالفعل انا قلتهم طبعا يعني بشوش على احمد شغال لسه العيب صغير لكن اللعيب واحد وده مستقبل للنادي الاهلي ان شاء الله سؤالين مباراة الجنة بكرة سياسة يمكن جديدة من الجهاز الفني وجدت نظر حضرك في السياسة دي انا قلت لك انا بجهز يعني لابد فيه بعض اللعيبة تبع جهز لمباراة التراجي سواء في الناس المنزلتش مالعب نهاردة اللي كانوا موجودين على دكة الاحتياطي او حتى الناس اللي خارج القايمة فده الهدف الاساس انهم هي بجهز ترجع استعداد لها ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله بنبدأ من بكرة ان شاء الله وعندنا دوافع كبيرة وان شاء الله نعمل نتيجة وكيسة ان شاء الله شكرا شكرا ده كان لقاءنا مع كابتن حسام البدري عقب انتهاء هذه المباراة اكيد تصرحات كانت مهمة جدا من كابتن حسام البدري لكن اكيد كل التركيز بداية من الغد في مباراة الترجع التونسي ودوري ابطال افريقيا كوكبين ده اهم شيء بالنسبة للجهاز الفني ومجلس الادارة واللاعبين واكيد لكل جمهور النادي الاهلي هرد لك على النتيجة النهاردة لكن النادي الاهلي ان شاء الله سيقدر يواصل المشوار وهذا الموسم في مختلف البطالات سواء بطولة الدوري او ان شاء الله بطولة دوري ابطال افريقيا عود لك كابتن فرق بشكورك امير طبعا بشكر كابتن حسام بدري كابتن سالح حفيز كابتن وديد كابتن ربيع رأيكم في تصريحات المدير الفني ومدير الكرة للنادي الاهلي خصوصا يعني الموضوع منصب في حتة ان احنا طبعا يعني التحكيم اكيد بيبقى ليه تأثير على نتاج المباراة كابتن ربيع كابتن وديه لا انا عجبني ظهور كابتن حسام اكثر هدوءا يعني عجبني الظهور دائما يعني بصراحة لافت نظري كابتن حسام من المدربين اللي يعني يعني بيتعصبه جدا بعد المباراة خصوصا لو فيه ظلم تحكيم لكن انا شايفه اكثر هدوءا من زي قبل فبالتالي بحييه على كده النادي الاهلي على فكرة انا بتفع مع كابتن ربيع قد اداء كويس مش وحش خد بالك النادي الاهلي سهل جدا يكسب النهاردة يعني حتى لما اتأخر بهدف حتى مع تلت ضربات جزاء واضحة حتى مع هدف التعادل في الديه سبعة وخمسين وفرص الضيعة النادي الاهلي يحسب يقدر يخسب اثنين واحد حتى على اقل القليل النادي الاهلي قدم في بعض فترات المباراة اداء كويس قوي فانا عجبني ظهور الكابتن حسان بالهدوء ده عجبني كمان تفكير في ان ياسر احمد ياسر ريان لعيف صغير وهو بيحميه من بعض الجماهير طبع الجماهير عايزة تكسب فبالتالي طبيعي احنا متعودين عليها لكن كمان معلش انا برضو هلوم هنا الجماهير في حاجة طب ما انت قبل ما تلوم احمد ياسر ريان طب لوم وليد ازارو يعني انا جايب لعيب محترف وانا قلتلك هنا قبل كده في البطولة العربية تصرع الناس في الحكم على انه صفقة قوية جدا وراهيبة جدا انا قلتلك ايه لازم يهدف لازم يهدف رأس حرب النادي الاهلي ماينفعش يضيع كتير فبالتالي برضو رسالة لوليد ازارو برضو خد بالك انت بتلعب في فريق كبير اتمنى ان الفرص السهلة اوي اللي بتجيلك في واحدة في الستة يرضى بدماغه سهلة اوي وفي واحدة على شماله حتى وان كان المدافع مسكه بس بعد كده سابه انفراط سهلة جدا وفي واحدة تلتة تلتة اربع فرص من العيب محترف اظن ان كابتن حسان مش هيصبر كتير فبالتالي برضو رسالة لوليد ازارو في تضيع الفرص النادي الاقلي لو ما كانش ضيع كل الفرص بس بس كلها فرص لو لمست ساعة جون كلها فرص وفرص سهلة صحيح والشوته التاني وان سايد جيم والشوته التاني شريف اكرامي لم يختبر مرح تلوش حاجة خالص تغييرات الاقلي كلها هجومية كل بس دي عبدالله برضو كان المفروض يلعبها للشيخ لكن يعني فيه حتى قرارات لسه التجانس بين اللعيبة لسه اللعيبة بتلعب مع بعض لأول مرة يعني عمر السلية مع وليد ازارو حسين السيد مع احمد الشيخ لسه احمد فتحي مع احمد الشيخ عاملين جابها النهاردة بصراحة الشوت التاني عاملين شارع ناحية عاصم صلاح شارع ناحية يمين النادي الاقلي النادي الاقلي بيخترق منها حتى والشوت الاول يعني ايه زي ما هو عايز لكن بص فرص فرص سهلة وليد هنا لازم يتربس نفسه اكتر من كده لازم انا راس حربة احط رجلي عالكورة وعايز اخدها بنا لتاخدها بقى بحق ان انا اقف عالكورة ما انفعش يعني انا شايف ان في اه حاجات كتير سلبية لكن برضو في حاجات ايجابية منها هدوء الكابتن حسام البدري تعامله مع المباراة تغييرت الطريقة كذا مرة انا بقولك احد ايجابيات المباراة احمد حمدي واحمد ياسر ريان اتنين ناشئين بيكسبوا من نادي الاهل للمباراة اللي بعد مزبوط كتر بيخاني ابتدي معاك في الجزء الفني ويمكن الشوت الاولاني البداية الهجمات وليد سليمان وايضا بيرود عليه صلاح امين لفريق طلاع الجيش يعني هاي دي الهجمة الوحيدة لفريق طلاع الجيش في الشوت الاولاني وضربة الجزاء اللي جات على النادي الاهلي ولكن بعد كده كان كل المباراة وبدأت شوت اول وشوت تاني هي استحواز للنادي الاهلي واتجاه الهجوم دائما للنادي الاهلي كتر حسام تعاملوا ازاي من الشوت الاول او بداية المرشة كتر بص هو يعني كاول مباراة كنا نلتمس العزر لو بفيش اي حاجة في الفنيات او المباراة في الدورة يمكن ربنا اعمل كده عشان مرشة السبت بإيه نتزانية ودرجة التركيز والالتزام والاسرار يبقى اكتر عند اللعيبة عشان وفي نفس الوقت دي بداية الدورة عام بوخاية شديدة جدا احنا قلنا النادي الاهلي هو الفنيا افضل واحسن خلال خمسة ربنديا بتاع شوت الاول وعلى فترات كبيرة جدا على فترات برضو كبيرة وامتدى فريق طلع جيش كان بيهاجم النادي الاهلي كان بيهاجمه بننزب شوت الاول شوت الاول نتكلم عن شوت الاول الاهلي الاقصر استحوازوا وسيطروا ووصولا للمرمى بس الفعلية مش موجودة الفعلية على وصلنا وضيعنا شوفنا النهاردة حاجة جديدة كنا بتكلم عليها ابن مباراة حسين السيد وحمد فتح حسين السيد اكتر ماتش عمل فيه كروسات بالعرض وشط على الجول كان موجود في مناطي مؤسرة كتر اقل النهاردة الشوت الاول اكتر من كرة على الشمال الحارس القائمة للشمال اليأيصر والشوت التاني عمل نسبة كروسات بالعرض رائعة مع احمد فتح النهاردة كان جديد النهاردة فعلا كان فيه شارع في اليمو وشارع في الشمال عند الاتنين وشوف الحسين السيد كرة اظهره اللي عملها كممكن بالدماغ الليها تحسن بها في الوقت الشوت الاول احنا نسبة الاستحواز والسيطرة والوصول للمرمى كتير لكن الفعلية ليه بقى ان ما كانش عندك ترابط حالة الانسجام ما كانش مجموضة زي الشوت التاني لانك بعيد قديلك فترة وده اول ماتش رسم والطبيعة محمد انت تزعل ما يكون عندك عجو دفاعي واجمو يعني ايه الدنيا عقيمة الادا مش موصل اللعبة متكتفة انما انا من وجهة نظري والله النهاردة ماتش كويس لما يجي لك 13 كورنر معدل التسعين ديها واخد بالك وفرها ما جلهاش يبقى هنا في عمل التوفيق لما يجي لك اتنين بينال تي وما يتحسس شوت وشوت الشوت التالي اختلف تمام تغييرات زمال الكابتن وليد 4-3-3 الاهد يدري يستحوز يروح يوصل الفعلية الهجوم الهجومية احنا ما استخلناش بقى القصرة العديدية ياسر ريان طبعا راس حربة ان شاء الله صغير ومبشر ومستقب النادى الاهد زمال حسام البدري احنا وصلنا كتير جد التلت الاخير ده كان ممكن نفك العقم الهجومي بالنسبة للشبكة عن طريق اظهره لكن اظهره النهاردة مش موافق فهنا واقعي اظهره جدا ودي هدف هدف غير اثنين بينالتي غير اكتر اكتر من كرة انا بتكلمك في فنيات وعدد فرص وشغل فني هو كان مفروض بس يقف لو وقف سنة بس يا كابتن وليد في الكرة دي كابتن ربيع خلصت انت بص بقى كان وقف 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 واخد بلك واخد بلك انما هو عاوز يلعبه وبيجري فتوازنه طبعا ما كانتش من متاهية ويع الكرة طلعت لا منفعش هالكادل كمان ما تضيعش هكذا ما تضيعش من لعيب محترف ما تضيعش حجم اظهره حجم محمد اللايب ان انا جايبه عشان يسج هو ده انت عندك يعني اثنين وص حربة اظهره وولد صغير مباشر ان شاء الله دون ما سجلوش النهاردة يعني يوسب انهم اثنين وص حربة مساجرش لكن ده الدليل انه مفيش توفيه لكن التنظيم الانتشار الشكل الهجومي الانياب الشخصية فرض السيطرة واخد مالك في حد اه انا عستاذ احبك بس يعني طبعا احنا كلنا نتكلم على جزئية التحكيم وضربات الجزاء اللي كانت في المباراة معي طبعا اللي حكم الدولي كابتن ناصر عباس يعني هنتكلم عف جزئية درد طلع دربات الجزاء يمكن احنا عندنا مشكلة في حيةة الرؤية كابتن او حيةة التحديد هل هي ضرب الجزاء او لا طبعا مع كابتن ناصر عباس كابتن ناصر مساء الخير على حياتك بسيط فروغ ومساء عليكم مساء على النجوم الكبار للكابتن ربيع عسين لكابتن ناصر تحييه عليك كابتن وليد سيناح طبعا والكابتن ناصر والنجم الكبير كابتن وليد مساء الخير كابتن وليد مساء الخير مساء الخير كابتن يمكن كابتن يمكن طبعا اكيد ده شاهدة المباراة واكيد يمكن بعض اللغة على بعض القرارات اللي موجودة لكابتن احمد حمدي النهاردة احتساب ضرب الجزاء يعني معرفش حتى كيف شفتها وايضا عدم احتساب ضربتين او تلت ضربة الجزاء بس منهم اتنين واضحين جدا انا كابتن انا ما اقدرش اقرار برضو الا ما اتحدث تكون معنا وبتشاركنا رأيك تمام تمام كابتن فاروق معايا وهاتلنا بس نجيب اللعبة الاول ركز الزاء اللي اتحسبت على الناد الاهلي اه بعد اذن كبيبو اه لو حدتك اديها هي معا حدتك كابتن بعد اذن سنمشي الاول اللي اتحسبت على الناد الاهلي اللي هي العمر السرية مزبوطة كابتن هي دي كابتن امام حضرتك تمام اه اه شبكاتن اولا هنا في تزد من اللعب المهاجم من اللعب طلال الجيش نشوف هنا في حاجة اسمها الكرة متوقعة يا kleinerわيل يا كابتن راديع يا كابتن محمد الكرة الكرة اللي اسمها ان ing بكت Forbes الكرة المتوقعة الممكن بيتيجي في رجل اللاعب وتيجي في اذن他们 او هي في جسم اللاعب وتيجي في اذن هنا في هذه اللعبة اولا هي ولا يكون في إيدي حالي أولاً. أنه حتى لو جات في إيدي هنا كان يجب على الحاكم أن يقوم باستمرار اللاعد أو يأمر باستمرار اللاعد. حتى لو جت في إيديها كابتل ربيع أنا ما أسماء الكرة غير متوقعة. أنا لا أريد أن يكون كلاعدة مدافع أن الكرة تأتي في رجبتي وتيتي في إدائي. ولكن هنا أنا شاهد أن هذه الكرة جت في رجب ثم جت في إجدر اللاعد عمر السرية وبالتالي أنا أعطي بإعطاء الحاكم في إحتسام هذا القرار بلاك الجزاء لأنه كان عنده مشكلة في عدم فتح ذاوة رؤية بالذات كاتر على فكرة الرؤية اللي انا بتشوفها ديه كانت من كاميرا من كاميرا اصلا من وراء كمان يعني مش يعني دي عبد واضحة ان هي ما جاتش في ايده من الكاميرا اللي وراء ما بالك هو بقى في نص ملعب عاودي اقول حاجة مهيمة كات محمد هنا انا بقول ايه هنا الكرة استدمت بقدم اللي قاعد ثم استدمت بيه صدره صدر اه انا اقول القصر حتى لو جاتش في ايد عمر السلية هنا انا المقصد لا احسرش راكل الجزاء يبقى هنا فيه احتساب راكل الجزاء انا شايت نظري ان هي راكل الجزاء جالب صحيح طيب انا عايز اقارنها بقى عبل ما اروح لضربة الجزاء بتاعت عبدالله سعيدة كابتن بتاعت حسن يوسف بعد اذنك بيبو هتلينا هتلينا ضربة الجزاء اللي بتاعت حسن يوسف اللي هو بجاي بيسدد او بيشلها من التمنتاشر بتترفع وتيجي في ايده كابتن ديه تمام تمام اللعبة حتى تتكلم فيها هي نفس اللعبة اللي هو احتسابها الكابتن احمد حمدي زي ما قلنا يجب ان يكون المعايير واحد يا كابتن وليد يا كابتن محمد يا كابتن ربيع المعايير واحد انت حسابت الاولى نتيجة ان هي جات في القدم وجات في اليد زي ما انت قلت تمام هنا نفس الشيء الكرة استدمت بقدم ثم استدمت بالفيد يبقى هنا الاعتبارات هنا المفروض تكون واحدة والمعايير يكون واحد وبالتالي هنا لو انت حسابت الاولى كان يجب عليك انك انت تحصل التانية اللي هي على مدافع الجيش تمام يا كابتل؟ تمام يا كابتل يعني دي كانت بالمعايير وبالمقاس بانت حسابت عدار الجزاء الاولى يا كابتل انت لحطت المعايير الحكم هو لحط المعيير احتساب ركلة الجزاء مشان اللي حطت المعيير وبالتالي لما انت حطت معيير احتساب ركلة الجزاء في الاولى كان يجب عليك ان تحتسب بيت أيضا ركلة جزاء لانك انت حطت المعيير ولكن كان يجب علي الحكم ان هو يشتغل بالمعيير بشكل صحيح ولكن للأسف الشديد طبعا كان عنده خلص تقدير احتساب الأكثر يعني كده كابتن حسن ده حسن يوسف كابتن لعب طلاع الجيش هو مش متعمد حتى يعني ولكن طبعا هو المعيار زي ما بتقول حالتك وخلي بالك كابتن ناصر هو ده وشه للحكم يعني واضحة جدا انه هو وش الحكم لكن عمر يعني بصو في ده والدائق كام سحية كابتن نام برضو الوضع ستعو صبعين انا بقول حذك انا بقول كلام مهم لان هو 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 زي ما قلت حذبك زي ما حسبت احتسابت الاولى وانت يعني انت اللي عملت المعيار بتاعها كان يجب عليك ان كنت تحسبت تدانيا لان هي ده ضبط كابتن وليز كابتن الربيع هي دي الضبط شكل اللعبة الايانونية اللي بناد الآن طيب كابتن فيه اللعبة اخرى اللعبة عبدالله السعيد محمد فيه عبدالله السعيد وفيه سري بنحمد الشيخ دي عبدالله السعيدة كابتن أمامك دي عبدالله السعيد أولاً هنا الراجل راح من ناحية العكسية ودائماً مدول لحكامنا لما يكون فيه مهاجم وحارس مرمى يجب عليك أن تفتح في ناحية العكسية عشان تخلق لنفسك زوية رؤية واضحة هنا عبدالله السعيد ناجح في لعب الكرة تمام ثم عدة هنا الحارس طبعاً هنا فيه القدم وفيه الرجبة لعبة من العلاج السهلة جداً راكل الجزاء سهلة وزي ما قلت حياتك هو كان يجب على الحاكم أن يفتح لوية رؤية ناحية الشمال علشان يقدر يشوف الاصطدام اللي تم ناحية الرجبة هنا الرجبة هنا تصطدم بالراجل بقدم عبدالله السعيد وبالتالي راكل الجزاء الصحيحة لم تحتسب للنادي الأهلي نتيجة البعد الحكم عن الحدث ونتيجة عدم فتح لوية رؤية ناحية العكسية لناحية الشمال تمامك ضرب الجزاء أخرى للنادي الأهلي لم تحتسب تمام والتالتة كمان ضرب الجزاء لأحمد الشيخ محمد وعديه ضرب الجزاء التالتة دي اتحسبت السنة اللي فاتت في مباراة الأهلي والإسماعيلي لأن أحمد الشيخ هو اللي لمس الكورة قبل فرانك أيوة دي اللي هي الضربة التالتة هي دي أحمد الشيخ هو اللي لمس الكورة وبعد كده الاحتكاك ودي حصلت قبل كده في محمد محمود المتولي مع عمر جمالي مع عمر جمالي مع عمر جمالي محمود متولي ضربة الجزاء حيوة حسبك كان الكابتن جاد ايه أمامك كابتن يعني هنا بقى كابتن هنا بنقول ايه هنا خلي بالحضرك هنا نتيجة حاجة اسمها في القانون الدفع لقسم الدفع وهنا أولا اللعب اللي هو اللي طلع الجيش اللي هو اللعب المدافع لم ينجح في لعب الكورة النبرة واحد ثم دخل دفع في ضهر أحمد الشيخ دفع هنا بإعمال دفع في الجسم ودفع في الرأس وبالتالي كان يجد تاب ركلة جزاء ليه طلع أحمد الشيخ نتيجة الدفع الوضع جدا جدا لأن عدو اللي هنا كان وليد أنه هو اللعب لم ينجح في لعب الكورة لعب المدافع وبالتالي النجح في لعب الكورة واحدة للشيخ وأنا مش مسؤول عن أن اللعب المدافع يكون عنده إهمال ويلعب إهمال أنا مش مسؤول عن دخوله دفع إهمال وتهور وهي الدفع واضح جدا جدا في المخالفة وكان يجب حساب لك الجزاء لحمد الشيخ كابتن ممكن حدثك وضحت ثلاث دربات جزاء للنادي الأهلي وفي حين جدا كابتن يعني ما فيش شك خالص في أي حكم لو كان بيأخذ القرار السليم وقدراته موجودة بشكل كبير وثقة بالنفس أعتقد أنه كان يأخذها بمنتاز أولا لأنهم يعني زي على مرأل ومسمع زي ما بنتكلم دايما واضحين خلينا أقول لك الحاجة هتفروا ودي مناسبة أنا بتكلم فيها طبعا حالكم طبعا نجومنا الكبار خلينا نتكلم النهاردة التحكيم بقى القانون وإزاي تطبق القانون بمفهومه الجديد وإزاي عشان تطبق القانون يجب أن تتواجد بشكل واضح جدا في الحدث ويجب أن يعني تخلق لنفسك زوية رؤية لأن أحيانا كابتنوريد وإنت رايح كده داخل مدير الجزاء بتحس أنه ممكن لعب يقفل عليك زوية الرؤية أو يعمل عليك بلوك وبالتالي إنت هنا دورك حكم بنعلمك إزاي أنك إنت تعمل عليك بلوك في الحدث يجب أنك إنت تفتح زوية رؤية عشان تشوف بشكل كوي هنا أنا بريد طبعا لنحمد حمد وحكم من حكام للصوائرين الصعادين كان يجب علينا أنه هو يستشعر الخطر والخطأ عندما يكون في مهاجم وحادث مرمى عندما يكون في مهاجم ومدفع داخل الصندوق هنا يبان تميز الحكم في التقدير الصعيح لإحتساب والأخطاء داخل الصندوق أول قاتل طبعا نهارده مش محصوص تماما في عدم التقدير الصحيح لإحتساب الأخطاء كابتن نصر تدي الكابتن أحمد حمد النهارده كام من عاشر شوف إحنا عندنا في تقدير الحكم كريسي أتصل وكمراقبين في الاتحاد الفريقي أو هنا في الاتحاد المصري عندما يكون فيه قرار مؤثر في نتيجة المجاركات الوليد القرار المؤثر هو إيه أنك إنت فريق مثلا اتلقى جون أو ليه ركل الجزاء ما تحسابتش وهذا صريك تعادل أو اتغلب هنا ده قرار مؤثر الحاجة نقول إن القرار المؤثر الواحد بتنزل الحكم إلى سبع فصل خمسة سبع فصل خمسة لما بنقول النهارده فيه الكم الكبير من هذه الأخطاء طبعا في المباراة لا أنا يعني عاوز أقول النهارده الحكم أنا ما أخش أكثر من ستة من عشرة لأنني أخطاء أثرت في نتيجة المباراة شكل جير جدا جدا أخطاء أثرت في نتيجة المباراة وعاد أقول إن هذه الأخطاء لشكل مسئلة الحكم لأضاء هذه المباراة كابتن ربيع مالك أنت بالجام كابتن ربيع كابتن ناصر ده ستة كابتن وثلاثة بين أنت يعني ما أربعة بتاعت السلائع غلط أنا أعطب يا كابتن وليد خلي بالك أنا أقول كابتن وليد كبير يا كابتن وليد يا كابتن وليد ده كابتن ربيع أعرض أن لو نادل أهل مثلا اتغلط أو اتهزم يبقى هنا النتيجة كانت أكبر في التأثير من التعادل يعني التعادل أنت عارفة عارفة كابتن ناصر أنا أنا عندي مشكلة مختلفة تماما في بعض الحكام بيجوا على الفرق الكبيرة ويحس أنه هو مش هيعمل لنفسه شخصية غير لما يعاند يعاند الفرق الكبيرة احنا بنشوف بره برشلونة مثلا بتحسب له ثلاث ضربات جزاء يروح حسب الرابعة ويرروح حسب الخمسة والريال مفيش مشكلة مفيش مشكلة انت الفكرة هنا بحس أن الحكم بيبقى يعني الفرقة الكبيرة دايماً بلغة الكرة كده بتوصل كتير للمرمة فالطبيعي أنه لازم بيبقى فيه احتكاكات بيبقى ليه النهاردة كابتن ناصر 13 كورنر للنادي لقاء مفيش ولا كورنر مفيش حاجة عادي فانت فرقة بتوصل نقول الزمالك بلاش الآل الزمالك بيوصل للمرمة كتير ما تديله يا عم تديله ليه دربتين جزاء دينه ليه ليه خمسة فاول الدين زي ما حاجة كابتن وليد يتكلم كلام أنا كحاكم أنا كحاكم يا كابتن وليد أنا مليش علاقة خالص بكل هذا الكلام أنا مفروض النادي الأهل هي لركة جزائة الحزب النادي الزمال الكثير لكات جزائة الحزب النادي طلع الجيش لكات جزائة الحزب أنا كحاكم ليه اسمي وليا يعني تقديري في الملعب وكان هاجل زي ما وليد حاجتك هو مش محصوص النهاردة إنما أنا أنا أعزو الحاجة كابتن وليد هو مش متعمد النهاردة لا مش متعمد هو السوق لا لا مش متعمد أنا أعلم لسوق التمركز لكابتن محمد لسوق التمركز بالنسبة له كحاكم يعني لسه الخبرات عنده قليلة كان يجل زي ما قلت حيثك هي التراض لفيك الخاطئة لنتيجة لكابتن وليد نتيجة عدم التمركز الصحيح زي اللي عدت لما يبقى عنده إمكانية كافية التحرك والتمركز داخل ميداني اللعب هي تنقصه كتير إمكاني التحليل ده أنا بكتبه وهو ده من تطوير أداء الحكام مقصود أن اللجن الحكام تعمل على تطوير أداء الحكام من ناحية اللي هي البدنية ومنحة بالسرعة والسرعة القصوى ومجارات اللعب الحديث من نهاردة كانت تريد من نهاردة عندنا اللعب الحديث ساجي من الحاكم النهاردة عنده قراءة لللعب قراءة التكسيك وتكنيك واسلوب وطرق لعب الفريقين ده مهمة جدا صحيح وبرد القدم ليش بس النهاردة أنا بحسب أخطاء لا النهاردة أنا نادل الأهلي بلعب بطريقة معينة يجب علي أن أنا أدرس هذه الطرق لأن أنا من خلال رسل من نادل الأهلي أو نادل زمالك بتدي احرق في الميدان اللعب إذا نأخذ القرار تكليمة كابتا ناصر بشكر حدا كابتا ناصر عباس طبعا حكمنا الدول يصبب طبعا نقطة حلوة نقطة مهمة جدا لا أختم بنقطة حلوة يعني أنت زي من أنت كالعيب بتذاكر المنافس زي من أنت كمدير فني بتذاكر المدير الفني المنافس أذاكر الفرقتين يعني أنا هلعب الأهلي وطلع الجيش الأهلي طريقته ازاي بيدخل الثمانتاشر إزاي أحمد فاتح بيعمل إيه حسين الساد بيعمل إيه مين بيمسل مين ما بيمسلش مين بقولك أغلب حكام العالم ميسي أول ما يقع بيديله ليه لأنه عمره ما مس لأنه لما يقع فعلا بيكون مضروب علشان نمر العكس نمر ممكن بليه ضربات جزاء كتير ما تحسبش ليه علشان هو بيقع على طول وهكذا أنت لازم تذاكر زي ما كل أطراف اللعبة بزاك أنا هلعب مباراة عارف أن فيها كروسات عارف أن فيها التحامات يعني أظن يعني وإحنا كمان كابتا مريد بنقول يا هادي في بطولة الدورة بنقول يا رب كله وإحنا كنا بنتكلم مع كابتا نصال ما بفتاح البداية وإحنا نقف جنب الحكام وإنه يبقى في يعني بداية مبشرة في جزئة التحكيم عشان في وقت ما لوقات وما نقولش إحنا عايزين حكم أجنبي لهذه المباراة حكم أجنبي لا مباراة حساسة مباراة مؤسرة لا عايزين حكم أجنبي يبقى فيه كوادر من التحكيم بشكل جيد لكن بالشكل بتاع النهاردة والبداية مع هذه المباراة مباراة الأهلي فقط عشان الدوري بشكل كبير لإحنا عرضنا قبل كلا السنة فاتت مباراة النص التعدين والإسماعيلي مش ممكن مش ممكن حكم يكون واضح جدا عشرين متر ولا تلاتين متر بره الثمانتاشر والحارس المرمى بياخدها بإيده وحكم يقولك يلعب إزاي يعني فبالتالي النهاردة تكملة لموسم سابق بالشكل ده نتخوف يعني إنت كلاجنة حكام كابتنا صامح وفتاح كان معنا قبل المباراة بنقول يا رب إن شاء الله يبقى موسم جيد وبنقول إحنا عايزين نعمل كذا وعايزين نعمل كذا والجمهور والجهاز الفني اللي بيبقى موجود من الفرقتين لازم ما يتكلمش مع الحكم وشفنا جهاز الفني بيبقى الاثنين فرقتين الأجهزة الفنية بره لأ مش عايزين كده كل الكلام ده احنا بقى احنا منظومة كلها واحدة بنساعد بعض ولكن طبعا بالشكل ده نتمنى طبعا يبقى فيه تحسن في المباراة القادمة من خلال التحكيم كابتن ربيع أنا كنت بكلم حادث في شوط الأول هتحاول كابتن وليد هازو أقول حادث كابتن وليد دي ممكن التغيرات بقى الكابتن حسام البدري وأكيد دي نتائج طبعا المباراة اليوم كابتن وليد كابتن ربيع أسيوتي تعادل واحد واحد مع مصر مخصة واحد واحد والمصري البورسائي فوزوا على ودي ديجلة واحد سيوتي وطبعا مباراة اليوم الأهلي وطلع الجيش تعادل إيجابي واحد فدلات بالنسبة الكابتن حسام البدري ده مباراة الأسيوتي طبعا والهدف الأول ليه فريق الأسيوتي يعني خطأ اشتغل الكابتن عاري مهر بشكل كويس طبعا في هوا في هوا كتير في مهر الأسيوتي لفها محمد طارق بشكل كويس قوي خدعت حرس المرمى ودخلت اشتغل الكابتن مؤمن سليمان برضو الشوت التاني بشكل كويس قوي لغاية لما جون أنطوي أحرز هدف التعادل يعني لسه بدري طبعا برضو من غلطة محمد طارق سابها حطها جون أنطوي بدماغه الهدف الأول مفيش مشكلة يعني حتى احنا الناس اللي اتعدلت والفرق اللي كذبت الفرق اللي كذبت مبروك طبعا لسه بدري قوي كنت أقول لك كده يعني الأهلي اتعدل عدد من المطشاط السنة اللي فاتت ومع ذلك كسب الدول فهاش مشكلة خالص أهم حاجة أن أنت تبقى على طول في تطوير للأداء داخلنا كابتن كابتن حسام ابتدى بأحمد ياسر ريان على حساب وليد سليمان بين الشوطين ممكن يكون استعجل فيها شوية ممكن يكون كان ممكن يكون إسلام محارب أو أحمد حمدي بديل وكمل على نفس الوتيرة لكن هو حب يدي لأحمد ياسر ريان من بدري بين الشوطين وقلب الطريقة هنا تغيير استراتيجي في الطريقة الطريقة قلبت 4-3-3 لأن من أول ما نزل قدامنا أحمد ياسر ريان هتلاقي أول لقطة في الشوط الثاني وليد أزارو بيلعب على الطرف الشمال وأحمد ياسر ريان في النص وأحمد الشيخ على الطرف اليمين ورجع عبدالله السعيد يساعد مع حسام عشور وعمر السلاء ورجع ناحية الشمال شوية فالطريقة قلبت 4-3-3 التغيير الثاني معودنا عليه على طول الكابتن حسام البدري بيطلع عشور وغالباً بينزل عبدالله بينزل صالح جمعة أو بينزل حد من المهاجمين عملها مع أحمد حمدي علشان يزق القدام شوية وخلى عمر السلية هو اللي ثابت في قلب نص الملعب وخلى أحمد حمدي هو اللي يزيد جي في ديها 77 أحمد الشيخ كان استنفذ كل قوام ما بالعبش برضو بقاله فترة ونزل إسلام محارب عجبني يدخل الإسلام محارب تحس إن هو بياخد رتم المباراة بسرعة بص عبدالله هتلاقي أغلب لقطات عبدالله الشوت التاني بص فين أدي أول لقطة في الشوت التاني بقى عبدالله بيلعب في الحتة دي وبيزيد مع الفراو ده وبص برافو عليك برافو عليك بس بص ده مين اللي بيسند ده وليد أزارو ومين الرأس حربة اللي هناك الصريح ده أحمد ياسر ريان ومين اللي هناك خالص أحمد الشيخ فبدأ يقلب الطريقة الكابتن الأربعة تلاتة تلاتة اشتغل بيها الشوت التاني كله وعلى فكرة أوجد الكابتن بص لي واحدة خطر من أول الشوت التاني ما بدأ وبدأت الخطورة وفرص كتير جدا عندنا عدد من الفرص الكبيرة للنادي الأهل كابتن ربيعي يعني أكلامك عن الشوت التاني كابتن ربيعي بقى يعني بداية من تغيرات الكابتن أتكلم عليها وكسافة الهجومية اللي كانت أكتر من الشوت الأولاني الكابتن عدم الاستغلال ده بتشوفه هل ده قصور في اللي انت الوصول مثلا أو التهديف ولا قصور في اللعبين نفسهم تقييمهم للمباراة خليل الله لو لأقولك بالنسبة للحكم برضو نقص لها تعليق الحكم الحكم بصرف النظر عن ذكر أو ما ذكرش وظفته يوم البراء التسعين ديئة لأنه حكم البراء يعني هو خارج من بيته وعنده تسعين ديئة شغله فلازم يكون مركز ولازم يكون في الملعب عادل جدا ولازم ولازم يكون فنيته على أعلى مستوى لا ينفعش لنرضى حجم ماتش زي ده يجيب حكم ويقطع في ثلاث ضربات جزاء أو أربع ضربات جزاء ده مهم جدا نعم براك احنا نتكلمش طبعا بس نتكلم بإيه بعدل ملاشي احنا نهوية نتكلم بعدل الله سبحانه صحيح ما هو احنا مش عشان في قناة الأهلك لا بعدل وانت راجل والأدوم والأمور ببينة جدا انا كده انت الراجل الحكم هو يعني ناصر عباس قالك ده هو يعني يعني اي تكلام ده وحنا قبل ما يدخل ناصر عباس احنا قلنا كلام ده وليد هو اي تكلام لها في الناس وهتلاقي كابتن جمال غندول كده وكابتن نصامع فتاح كابتن نصامع ويتكلم يقول انا فنيا ووصلت وحاولت ولكن يا ناط ربنا سبحانه وتعالى هو الشوت التاني محمد احنا انتفقنا قلنا ان التواغل الفردي كان دائما النادي الأهلي بيعتمد عليه فردياته يعني كانت الفرديات حل من حلول النادي الأهلي في أوقات كتيرة جدا كان ممكن تلاقي وليد تلاقي الشيخ تلاقي عبد الله بيخترق تلاقي تحرك من آه أزاره تلاقي اللجناب اللجناب برضو حلول كتيرة جدا في النادي الشوت التاني احنا وصلنا وكان عندينا انتشار جيد جدا وكان فيه الجيش بيلعب عنده بيكسف يعني الشغل الدفاع عدد كتير جدا من المدافع وفي نفس الوقت بيستغل الخبرات في محطات الوفع الكورة الوفع الكورة الوفع الكورة لكن ما كان شوليه انياب ولا شخصية جمعية النادي الأهلي بصراحة هو وصل كتير جدا احنا هاجمنا عن طريق احمد فاتحي وحسير السيد لجناب كتير جدا عملنا كرصات بالعرض كتير جدا لكن انا من وجه نظري انت قلت محمد المدرب ولا اللعيبة لا هنا الحالة حالة لعيب لان الاهلي لو تحسب كم مرة وصلنا في الـ 45 ديام او الـ 50 ديام تحشوط التاني هتلاقي عدد المرات اللي وصل فيها النادي الأهلي كتير كتير جدا في التلت الأخير التلت الأمامي واخد بالك اللي هو بفوت تسجل فيه فهنا ممكن بقى التمركز ممكن التحرك واخد بالك ممكن اخرق نفسي مساحة عشان تسجل بها لازم تفكر امتى العبع بالشمال وامتى العبع باليمين وامتى قف عليها وامتى الكنة الـ 18 و 6 سيارة محتاج في قد كتيرة جدا العقل والمنطق طبيعي جدا واخد بالك وانت رأس حربة وانت رأس حربة وانت رأس حربة امتى الكنة وامتى تديها بشمال لنا بجري وامتى قف عليها حاجات كتيرة جدا دي بتبقى موجودة في اللعبة الكبيرة عشان تقدر تخلص بها الجيم في أي وقت بتاعت أظهر دي بص هو بيجري تم توقف وتعملها بتاعت أظهر التاني عمال بحسن السيد واخد بالك ادي فرستين واخد بالك وفي كذا كورة جاءت قدام ياسر ريان وقدام عبدالله وقدام ازهر واخد بالك وقدام محارب احنا كتير خلي بالك وقت كتير جدا بتلاقي لعيب عنده فكر خاص به ممكن يخطف لك وحدك من بين الزحمة واخد بالك فكل ده من وجهة نظري اللعيبة محمد وفي نفس الوقت انت برضو يؤخذ يعني برضو ان لسه والموسم او المباراة حالة لسه الحالة الفنية النهاردة اللعيبة تاخد على يؤخذ على لعيب النادي الاهلي النهاردة ان فيه 13 كورن ماستفداش ولا كورن دي مهمة جدا المعدل وقلناها في الظل غياب حجازي وحسام غالي وعمر جمال فيه مشكلة في الضربات السبت ومنفعش عندي النهاردة عجازي ماشي واخذ بالك وعمر جمال منفعش انت النادي الاهلي يا وليد وبعدين خلي بالك انت تضرب وتسخر وتنفذ وتعمل وحاجات كثيرة جدا انت برس حربة من عندي ازار وعندي اصفياء واخذ بالك وعندي اطوال برضو عندي رامي ربيع عندي ساعد سمير قد اثنين وساعد سمير ورامي بيجيبوا من السببت محمد كده فده اللي يؤخذ لكن الشكل العام اكتر من نهاردة من سبعة من عشر والله العظيم الشكل العام كل المدير الفني عمل عليه نهاردة جهاز بالكامل واللعيبة عملت عليها لكن لزروب بس الفورمة مش دلوقتي المستوى مش دلوقتي الاداء مش دلوقتي لكن كبداية في دورة عام موسم جديد بلعيبة بغيابات بشكل انا شايف ان الشوت التاني هتعمل على احسن ما يكون دربات السابتة التصويب ان التصويب كان اولاي الجد للنهاردة برضو التصويب اولاي الجد وضعيف وشوت الاول كان فيه عبدالله واحد اخر ولكن كان يوز كمان هدف انك تريد هدف هيجيب هدف تاني والتعارف الاهلي بقض في أي وقت لكن النهاردة عدم توفيق حالة الحكم هي اللي وصلت الاهلي للدروب كبتو عين كان عندك تعليق على لقطة من لقطاتك انا كنت شايف ان التغييرة التانية من وجهة ناظري كان لازم وليد ازارو هو اللي يطلق يعني كنت شايف ان في لا وكمان فيه تكتل ايوا برافع لي التغييرة دي انا شوف ان احمد حمدي على حساب وليد ازارو مش على حساب حساب حسام عشو واقل بالطريقة تانية الاربعة اثنين ثلاثة واحد ويبقى احمد حمدي وعبدالله السعيد والشيخ هم اللي تحت احمد ياسر ريان لكن وليد ازارو من التوقيت ده التوقيت ده كانت في الديئة سبعة وخمسين وكنا متعدلين تحس ان هم اللعب مخنوق وليد ازارو بيخش الجوه جنب احمد ياسر ريان وبيخش احمد الشيخ والتلاتة بقى معاهم اربع خمس لعيبة فتحس التمنتاشر بتاع النادي الاهلي زحمة اوي زياد على لزوم كنت حب ان هم يجوا من تحت لكن الكابتن حسام كان عايز يزود الكسافة الهجومية وجهة نظر طبعا لكن ما قدرش يشتغل فيها النادي الاهلي لانه فيه فرص كتير يعني دي واحدة برضو من الفرص احمد فتح عملها كويس الاتنين بص الزحمة اللي بعديها نفس الوضع الشكل هنا عبدالله برضو لازم يلعبها برضو فيه حاجة لازم لعيبة النادي الاهلي تساعد تساعد بعض يعني انا هنا عبدالله لو مش هقدر الحقها ازحلقها براسي لورا كل ما يعني فيه فرص كتير اوى كابتن فاروق اقدر بصيها لزميلي تبقى فرصته اعلى دي برضو يعني مش موجودة شوية في بعض المباريات من اول مباريات الفيصالي حستها ان على طول دايما اللعيبة كل واحدة عايز هو اللي يفنش او هو اللي يختم الهجمة انا ممكن بالعكس ممكن اساعد زميلي وخلي وتغييرت احمد سبب من الازداب ان انت يعني برغم ان انت تعادلت في ديئة 57 انك ما تعرفش الجيب التاني والتالت وبرغم ان جمهور الاهلي عارف انه في اخر لحظة نفس الموضوع ياسر احمد ياسر ران صعب اوي صعب اوي انا كابتن احرز اصعب منها لا لا ده رجع لها تاني كانت تس دي رجع لها خطوة لو لو يعني هو شايف كويس ازحلقها الاسلام محارب لو رجعنا للكادر اللي فاد ده اوريك هي تلاتة ضد اطنين عملها النادي الاهلي كويس وعمل كسافة عددية ايوة هنا كويسة وليد ازارو عملها لحمد فتحي تقريبا ودخل كده بص النادي الاهلي بقى كم بس كمان 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 بس اقفل بص احمد ياسر ران مش معدول حتى هتلاقيه بيرجع دماغه الورى لو هو عنده احساس بالمكان وعارف ان وراء اسلام محارب فاضي افوت اوازح لاء هالو بدماغي الورى لكن طبعا بيبقى اللعيب عنده احساس انه لو حطها ممكن تيجي فبتبقى المواقف دي بقى بتتكرر كتير مع لعيبة تانية وليد ازارو المفروض يباصي مرة عبدالله المفروض يباصي مرة عحمد الشيخ الما وهكذا دايما تحاول بقدر الامكان بنشوف برضو المباراة الاوروبية اللعيبة بتخش بالكرة جوة طلب يعني بيبقى رايب قوي احنا شوفنا مبارح ديمبلي في اول مشاركة لي مع برشلونا والراجل رايح بن فراد رايح عاملها بالعرض للويس سواريز امور سهلة بتبقى الامور سهلة جدا يعني هنا بص بدل ما رجع راسي وتبقى صعبة قوي انها تدخل كده ممكن ازحلها للورايا وهكذا تي حصلت كتير كابتر ربيع ليه يعني شوفنا طبعا تراجع كبير جدا من فريق الجيش ليه احنا او كابتر حسام لحد ما النهاردة ما استغلش الجزئية دي بان مثلا زيادة مع رامي ربيع زيادة ساعد سميري يبقى هما الاتنين بيزيدوا بشكل ما من جنب من اللجنان يعني ما شوفناش الجزئية دي كتير مع كبير او ساعد سمير ومين ورامي واحد من السرد باكين ما خلاص انت دلوقتي هما رجوا نص ملعبهم سلطة بتختار بص يا محمد خلينا بص الهجمل اللي جات دي يريد ترجحها والهجمل اللي اتكلم عليها والي ان دالت دول على ان في عاجة اسمها فورمة المباريات الهجمتين دول خلي بالك بص واحد واقف بها لو يوقف انت يا رايح نموز زي يعني رايح في الهجمة مكامل كله رايح الاربعة شوفها دي الرباعي رايح عشرع العشرة ولو عدت صح واخد بالك وعدت يعني كل هه لمس واحدة كل هه لمس واحدة كل هها لحب لمس واحدة كل هها لمس واحدة اقف علي ووقف كورتي وحطها للجاية. ليه قبل ان اطلع الجيش؟ دي بقى بقى بص دي بص حتى الشوطة. مش طلعة. ليه؟ بداية موسم. بداية موسم. انت لعبة كورة واخدها لك اول مبارا غير تاني غير تاني غير تاني. الجانب الفني حتى برضو التوازن متاع ياسر ريان. متاع ريان. مش لانه لسه. غير استعجال يا وينت. ما هو انت تخلي بالك كل حاجة. ربنا اعرفها بالعقل. طبيعي جدا عشان قاف. وبفربة واطلع صح. ومن رجل الرجل وعلى مشت الرجل وديها. محتاجة برضو وقت ومحتاجة فنيات ومحتاجة الشغل ومحتاجة. حاجات كتير يا محمد. فانا من وجهة نظري. الفورما لسه. هي دي. لكن انت وصلت كتير جدا. ساعد سمير. ورامي. خلي بالك هو. الجيش بيلعب على المرتدات. برضو حسام خاف هنا. وقف الاتنين دول. كان بوقف الاتنين. لانهم المحطة. في السلاسة بتاعهم الهجومي. كانوا يقفوا. وقفوا صلاح امين. والشيخ قبل ما يخرج. وكان فيه برضو لعيب نزل. كان برضو لعيب بلال. عندهم خبرات وبوافع كرة كويس. وروحوا وراحوا. واللعيب الافريقي برضو. كان فيه اثنين افاركة موجودة. حسن الساسة. لا. بوافع الكرة عنده تصرف ويروح. فخلي بالك يا محمد. انت في الحاجات دي. ممكن تيجي واحدة. بتروح. انما اللي قصوده ان انت عملت الشغل كويس جدا. ووصلت. لكن الفرمة مش موجودة. انت وصلت باكثر من كرة وروحت. وفي نفس الوقت انت عندك زياد على دي على طول. انت بتروح. مش محتاج زياد ساعد. ده ساعد ورامي في السوابت صح جدا. كانوا لازم يستغلوا النهار ده صح. ولازم يستغلوا النهار ده صح. وساعد ورامي. طول مهم في المباراة. ويجي لي السوابت لازم يسجلوا. ليه عندهم اطوال. متعودين. رامي على طول ده هداف ده رامي ده. مش بس بالتصويب. وساعد عندهم استين. بالتصويب. وبالدماغ. فاللقصوده ان الحالة العامة. الفنية. الفردية. والجماعية خلينا في الجماعية. طبعا لسه. عشان كده كابتن تتعادل بلوقتي حتى للفرق كبيرة. لأهلي. الزمالكين بارح. والنهار ده قال. لا انا برضو. منافسة بقت اقوى كابتن مثلا. السنة دي. استعداد الفرق اقوى. الطبيعي نحن بتدور اقوى. طبيعي. لان كله بيزود وكله بيحسن. وكله عاوز. وكله نهار ده. وبرضو الفرق كبيرة هتقابل طرق دفعية كتيرة جدا يا محمد. عشان كده انت بتشير وتعمل وتتمرن وتتعب ودكتاد. واي فريق بحجم الاهلي. او الزمالك يعرف ان نسبة الجاري عنده. ونسبة الفنيات في التسعين ديها كتيرة جدا. لان انت بتفك بتحل. ما تطلعي النهاردة. بيهتمد بزحمة. زحمة. زحمة. تمانية وتسعة. وفي نفس الوقت الكوارات السريعة المرتدات. وبروح راجع. قلت بالك يا محمد. فحاجات كتيرة جدا. لكن الشكل العام الفني من وجهة نظر انا. الشكل العام مريح. الشكل العام كويس. الشكل العام يطمت. اول مباراة كمان. اول مباراة. لكن حاجة بس واحدة هي. عامل التوفيق. مش مع الكورة. مع الحكم. لان انت وصلت. لما يجيلك ضربة جزاء. واحدك هممكن تفرق معك النهاردة. ما بالك بطالت ضربات جزاء. للنادي الاهلي. يبقى عامل التوفيق مع الحكم. ومهم كمان. تعامل اللعيبة مع الفرص السهلة. هنبصوا احنا لسه زايعين واحدة. بتاعت وليد ازارو. وليد ازارو. اللي في خير طيار ضدية. حسين اسلام محارب. عمله. احمد حمدي ابتداء بشكل كواس قوي. وعمل جملة في نص الملعب بشكل كواس قوي. وراحت لاسلام محارب. طلع حسين السجن. لازم تعامل اللعيبة. لعيبة نجوم ودوليين. لازم يتعاملوا مع الفرص السهلة. بتركيز اكتر من كده. يعني انا كمدير فني انا بوصلك. وبوصلك لجزء. يعني خطير جدا. فبالتالي. ما تروحش للستة يرضى. وتضيع. يبقى المسألة صعبة جدا. اه الدوري هيبقى صعب. اه فيه. اه احمد حمدي اشتغل فيها. بشكل كواس قوي. عملها الاسلام محارب. اتعاملت لحسين السيد. عايزك بس توقف. بس بس. ايوا برافو عليك. بص الشكل عامل ازاي. انا كراس حربة هنا. في الستة يرضى. اولا حسين بص. وشاف كويس قوي. وحتطاله قاصد. والدفاع طلع على برا. كمل بقى. كمان فريم بس كمان. 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 بس بس بس. لا ارجع سينك. بس انت عايز ايه. مستوى جميل كمان. بص على فكرة جون ده تسعة يرضى. مم. في اي حتة. في اي حتة. بأي شكل جون. الا الا ان انا اغمد عيني ووطي راسي وحطها برا فوق. مم. فهنا انا قصدي. التعامل مع الفرص السهلة دي. في الترجي. صعبة جدا. انت في الفيصال الاردني لما عدت تضيع فرص. خسرت المباراة. وصلعت برا البطولة. النهاردة لما عدت تضيع فرص. خسرت النقطتين. انا مش ممكن اوصلك للحتة دي. وانت تضيع. فبالتالي برضو تعامل اللعيبة مع الحالات دي. اتمنى ان هو يكون. يعني احسن من كده. كابتن بقى يشتغل عليها في التمرين. كل شوية. يوقف لهم كرات كتير. لكن. فرص اللي بتضيع دي. صراحة سهلة. حسين السيد. حتى ماسك دماغه. سهلة. حتى ورا فحر. لان مفيش حد ضغط كمان. على حسين. تعارف هو يعمل ايه بس. هيصدر دماغه. انت راجل راس حربة. اه. يعني هو بس. مش هيحطها. هو هيصدر بس. لو جات في الجولة كابتن. وصدها هتجيله تاني. لان المسافة قريبة. لان المسافة قريبة. لان المسافة قريبة جدا. اه. يعني. فبالتالي. الفرص دي. انا ما بقدرش حدرها بسهولة. يعني لو. لو فرقة عندها خمس ست سبع فرص زي دول. في المباراة. يعني زي. زي مباراتنا مع اوغاندا مسلا. مباراة اوغاندا كابتن ربيع. سبع تمن فرص سهلين جدا. انت بجيب واحد. فالمسألة. وتقعد بقى حاطة ايدك. على راسك خايف. من اخر كورة. في الديها سبعة وتمانين. لا يتعدله. طب انا ايه اللي يوصلني لكد. انا احاول بقدر الامكان. لما الكورة تبقى سهلة. وانا العيد دولي. ورايح بسا بنفراد. او رايح انا كمهاجم. امال انت بقى. احنا طلبين منك تعمل الارتقاء. وتطلع. وتكوع. وضع مختلف تماما. صح؟ طبعا. طيب. خلينا اقول له طبعا. مش احنا بس نتفرق سواء بقى نجوم الكورة او المحلين. طبعا النجوم الفن. الفنان الجميل يوسف الشريف. وبتكلم على تويتر. بتكلم على التحكيم بقى المصري. بيقول ان هو مغل. وطبعا من خلال رؤيته طبعا يوسف لعب مميز جدا. وكان اهلاوي. وهو كان لقى في الاهل وهو صغير. فبالتالي متابعته للنادي الاهل المباراة اكيد. من خلال رؤيته النهاردة. واضح جدا المشاكل التحكمية اللي كانت في المباراة اليوم. لكن هو ده. يعني وضع او كرة القدم باستمرار. لكن نحب طبعا انها تبقى. الفترة الجاية ما تبقاش موجودة خالص هذه المشاكل. خلينا نروح لفاصل. وارجع كامل كلامي طبعا على مباراة اليوم. ونستعد بقى النادي الاهل ان شاء الله لمباراة الترجل القادمة. ان شاء الله ستكون في استاد الجيش في بورج العرب. ان شاء الله يوم 16. كامل تفعيزين نتوي هذه الصفحة. صفحة اليوم في مباراة الطلاق الجيش. ونستعد بقى لمباراة الترجل. فاصل سريع. نارجع كامل مقابلات. كان اكيد ان شاء الله بكرة طوينا صفحة مباراة اليوم. عندما انطلع الجيش والتعادل الإيجابي واحد واحد في اولى مباراة هذا الموسم. موسم 2017-2018. ان شاء الله في مباراة. والدية كابتا حسام بدري قرر انها تبقى موجودة بعد كل مباراة. يعني ده على حسب وجهة نظر كابتا حسام او كلامه. هيكون بعد كل مباراة رسمية مباراة. والدية بيقاهل بعض اللعبين او بيخليهم يبقوا موجودين في الملعب. ودية حاجة مميزة جدا. النظام الاوروبي لحد ما بيعملوا كده. ان انت بعض اللعبين بيبقوا مش موجودين في 18 او ما لعبوش المباراة بالكامل. بيبقوا موجودين في تاني يوم في المباراة. والدية طبعا زائد كمان ان انت داخل على مباراة الترجي. بتستعد لها بشكل كبير. كمان ست ايام ان شاء الله يوم السبت القادم 16 ستمبر. يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي. عشان كلا كابتل ربيع ونحن نتكلم على السعادات النادي الاهلي. وبتطوي صفحة هذه المباراة مبارات اليوم طلع الجيش. بتتكلم على مبارات الغد واهميتها ايضا بالنسبة لكاتحوسام البدري. وتأهيله البعض اللعبين. طبعا يعني اكيد الكابتل حسام فيه خمس سيام لما تشترج بإذن الله تعالى. مهم جدا ان هو يجاهز المجموعة اللي هتبقى موجودة. لان اخلي بالك فيه مجموعة مش مقايدة افريقية. اكتر من لاعب. واكتر من لاعب خرج كالمغايد افريقية. خرج بره. لكن بخبرة حسام ان شاء الله وجهاز الفني بإذن الله تعالى. استعداد الافريقية بيبقى مختلف تماما في الجانب الفني والجانب التطوير يا محمد. يعني تشكيل مهم جدا. وفي نفس الوقت انا هابل الترج ازاي. اكيد انه بكرا ان شاء الله ممكن يكون فيه عنصر او اثنين او تنته حسب التأييد وحسب الحاجة يعني. وكويس فكرة الماتشات دي تدخر كل اللعيبة وتعمل حالة كويسة جدا عند اللعيبة واستعدوا بيها. البداية كانت حتى في التشكيل ممكن يكون نهاردة بروفا للماتش الترجل؟ طبعا. اكيد فيه جزء نهاردة من التسعين ديها على مستوى التشكيل او التوظيف او ادارة المباراة او قراءة المنافس او التضوير او التغيير. اكيد فيه جزء ان شاء الله رحمن جربه. او مش عاوزين يعني نقول. لكن فيه حاجات اكيد هو كان يتمنى ان يبقى التشكيلة واخد بالك اللي هي العبات موجودة بالنسبة كبيرة. يبقى التغيير في واحد او او ما يبقاش كتيرة محمد. لكن ظروف المشيال وظروف الناس اللي مشت وظروف الاصابات اكبرته على التشكيل اللي موجود ده ولعب بين النهار. فهماتش بكرة مهمة جدا للعيبة اللي خارج اللعبة اللي دي لها فترة. ممكن عشان برضو الفورمة. فورمة المباراة مش تيجي فيه يوم وليلة. لكن اللي مطلوبه من كابتل حسان مشيات اللي تعالى ان الجانب الفني يفكر فيه كويس قوي. ويقعد يحسونه احمد شان طبعا ده مدرب كبير ومدرب ناضج ما شاء الله وعمل نتاج رائعة. وخبراته كبيرة جدا بأمر الله تعالى وعارف حجم الترجي التونسي وخبراته الفنية الفردية والجماعية وخبرة المدير الفني اللي موجود مع عازل فريق. فإن شاء الله ربنا وفاوه إن شاء الله وأكيد حسان مركز كويس قوي. وإن شاء الله يفاجئنا بخطة وتشكيل وتوظيف وتغيير إن شاء الله يكسب به وكوننا عامل التوفيه معه ويكسبنا الترجي بأمر الله. يا رب كاتم ودي أمل كل الأهلوية يعني البداية تبقى من مباراة الترجي لأن مباراة صعبة. إحنا شفنا طبعا فريق الترجي هنا في البطولة العربية وكيد أوراقه مفتوحة بالنسبة لنا أو مكشوفة بالنسبة لنا كابتن وليد. قوة المباراة نفسها بتخليك من بكرة أو من النهاردة وإنت حتى بتلعب المباراة بتستعد من خلال تشكيلة من خلال فكرة موجودة عند كابتن حسان. وبداية طبعا أيضا كمان من بكرة كابتن وليد. طبعا كابتن حسان بس يهمه جدا إن يرجع عدد العناصر الغايدة. مهم جدا وجود علي معلول في قايمة النادي الأهلي مهم جدا وجود مؤمن زكريا مهم جدا وجود جونيور أجاية فيه. يعني إحنا لو قلنا تشكيل معودنا كابتن حسام البدري يلعب بيه. وغالبا غالبا هتشوفه في مباراة الترجي شريف إكرامي أحمد فتحي سعد سمير رامي ربيعة علي معلول حسام عشور وعمر السولية وليد سليمان عبدالله السعيد مؤمن زكريا وأجاية. هو بنسبة كبيرة جدا لو خرج هيخرج واحد بكتير لكن دي التشكيلة اللي بيلعب بها كابتن حسام البدري بالخبرة مهمة جدا عشان كده. الناس دي مهمة جدا إنها تؤهل بشكل كويس فيه منهم مصابين مؤمن زكريا أجاية لسه برضو ما اكتمالش علي معلول برضو إجهاد. كل دي إصابات مهمة جدا إنها ترجع وكابتن يتطمن عليها زائد بقى الناس اللي مقيدة أفريقيا وهي مش موجودة النهاردة. صب رحيل مقيد ومش موجود نجيب مقيد هني مقيد كل دي عناصر لازم الكابتن يشوفها كريم ندفد. الناس اللي محتوطة في قائمة أفريقيا لا قدر الله لو الناس دي ملح إتش مؤمن زكريا وأجاية وعلي معلولي. بقى أنا محضر إيه نقطة مهمة جدا كمان الترجي بيلعب زي الأهلي بالزبط بفكرة إنه لازم يلعب بالخبرة كابتن فاوز البنزيرتي بيلعب بالخبرة على طول بيروح لعناصر الخبرة عنده بيلعب على المضمون على طول بيدافع من نص الملعب برضو عنده بس هم يمتازوا عننا شوية في الضربات السابتة. عنده بيعمل الضربات السابتة بشكل كويس أوي بيعرفوا يوقفوا بيتمركزوا فيها بشكل كويس أوي لكن إحنا أحسن في الكورة على الأرض والاستحواز. أنا أقول لحدك بس كتوليد هو هشام محمد وأزارو وأحمد الشيخ هم آخر ثلاثة أمه للقايمة الأفريقية. بكرة أكيد ما هلين بي لسه أصلا بطبع ما جاتش أصلا. لا حتى لو جات ما لحقش تايد صف كده الأهلي أيت كله هم آخر ثلاثة أحمد الشيخ ووليد أزارو وأشام محمد. أقول لك برضو إن شاء الله بإذن الله الغايبين يرجعوا أظن إن الكابتن هيحافظ على تشكلته اللي بيلعب بيها بالخبرة في المباراة الكبيرة. طيب كابتن ربيع أخيرا قبل ما نختم النهاردة يعني الفترة اللي جاية يعني كابت حسن مالحقش يعمل برضو فترة تأدد اللي احنا تتكلمنا عليها. مباراة الترجي في ظل إن أنت إلى حد ما ما زلت مش في الفورمة زي ما أنت بتتكلم يا كابتن ربيع أو إحنا لسه في البداية. مطلوب بقى الأسبوع ده إيه اللي يحصل غير المباراة بكرة. الجزء التدريب يا كابتن أو الفني بالنسبة اللي كابتن حسن بك. الجزء التدريبي بدقة في خمس تيام بكرة المفروض طبعا تمرين خفيف جدا للمجموعة اللي لعبت النهاردة. ومباراة المجموعة اللي ما لعبتش قادي بكرة إن شاء الرحمن اللي اتنين عندك بقى الثلاث يبتدي ينظم أمور الثلاث واربعة وخميس ثلاث تيام. قبل الجمعة اللي التمرين اللي ما يتعدش ستين سبعين دياء في الراحة. اللي هو بيعمل فيه ثوابت ستين دياء عشرين دياء احماء عشرين دياء دايرة عشرين دياء ضربات سبتة كرة الفاول واقفة رصة جوانب خطية على الواقف. إنما عندك ثلاث وأربع بإذن الله تعالى بعد عودة الفريق من الأجازة هيعمل سبعين دياء طبعا كلها حاجات خفيفة جدا. كابتن حسان من وجهة نظر لنا هيركز على حاجتين مهمين جدا. هو الجانب المهاري والجانب الخطتي. الجانب المهاري ازاي اوظفه بإذن الله تعالى. واربطه بالجانب الخطتي عشان قادر نفذ اللي أنا نعاوزه. يعني مفيش موجود الفرقة خلاص بدنيا مستعدة كويس جدا محمد. صفات الردية بغرزة حسان طبعا بالاجتماعات والمحاضرات. زيادة انه قاري المنافس كويس هو وحضر الفرقة بيه. ووظف كل العيب اللي مطلوب كل العيب في مركزه خلاص في المواجهات المتشادي. هيبقى 11 سنوات اتنين ضد اتنين. اتنين ضد اتنين. مجموعات اللاعب ضد بعض. فأكيد حفظ الفرقة. وقال الفرقة برضو الخطوط اللي هيقابلها ازاي. اذا كان خط حارس المرمان او الحارس المرمان. الخط للناس حربا الصريح. وخطورة الترجي فين اجناب. وضحف الترجي فين وخطوطه ازاي. وجماعيته ازاي وفردياته ازاي. واول نص ساعة ازاي. والنص ساعة الوسطانية ازاي. واخر نص ساعة ازاي. فريق كبير اكيد بحجم الترجي. كابتن حسام حفظه للحضر الشلعي. هنا بقى حسام انا مطلوب اكسب ازاي. ده موجود. ده شيء مطلوب لنا دي الان. ان انا دفاعيا لازم اقفصح. اعمل تشارع من ترابط. اروح بقى اشغل الاجناب. والترابط لازم يزيت. والفنيات والتمرجز محمد. والمساعدة الحرة. في التلت الاخير او اخد بالك. ده مهم جدا انه لازم يحفظه. من وجهة نظري برضه الجوانب الخططية. عشان اقضى يسيطر على المباراة. لازم اليها جانب خططي جماعي. مهم جدا. في مجموعات اللعب. مجموعات اللعب. من العمخ اجيب قولي ازاي. من العمخ اجيب قولي ازاي. من الشمال. الكتلة تروح ازاي. الكتلة ترجع ازاي. حاجات كثيرة جدا. هيركز عليها خلال يومين. وهي الجوانب. الفردية. والجماعية. صحيح يا كبت. كبت وليد. ممكن ايه اللي يخوف. كبت حسين. او يخوف كبت وليد. وهو متابع جايد لفريق الترجي. او متابع جايد للكورة. بشكل عامسة اقربية افرقية. يخوف نحن من فريق الترجي ايه. بصها كبت فاروق. ده اكله نهائي مبكر. المباراة الاهلي والترجي. تتلعب نهائي دورة ابطال افرق. فالمباراة دي. ما بيبقاش فيها اهداف كتير. غالبا بتبقى. واحد واحد. صفر صفر. واحد صفر. انا اللي يخوفني جدا. انه يجي فيها جون هنا. انا مش عايز يجي فيها جون هنا. دي نقطة مهمة جدا. لازم يأكد عليها كابتن حسام البدري. على خط الدفاع. على الاتنين الدفندر. حسام عشور. والسلية على كل اللعيبة. بس مهم جدا. فالدربات السابتة. هم في الدربات السابتة. مميزين بشك غير طبيعي. عندهم اطوال على طول خط الدفاع. في اطوال عندهم فخر الدين بن يوسف. فرجاني ساسي. عدد الرجل طه ياسيني الخنيسي. الرأس حربا. رأس حربا. كويس اوي. اوي. وهدف من الدرجة الاولى. كل دي عناصر علي معلول طبعا. عارف فريق الترجي. ويقدر يفيد النادي الاهلي. في نقاط القوة والضعف. فانا رقم واحد مش عايز يدخل فيها جون. دي نقطة مهمة جدا. وعايز اهتم بالضربات السابتة. ما استعجلتش الماكسا. يعني اذا كسبت هنا واحد صفر حلو. مش وحش. لان انا فريق كبير برضو. الهدف على ملعب الترجي بهدفين. فدي نقطة مهمة جدا. انا مبلعبش مباراة الترجي زي ما بلعب الجيش. او زي ما بلعب الفيصال. او زي مختلف تماما. انا مباراة تكتيكية من الدرجة الاولى. وحساب شديد جدا. هيعمله الضربات السابتة كاحسن ما يكون. انت بنفس الفكرة لازم تلعب معاهم. محتاجين جدا ان احنا نخرج كلينشيت من مرمانة. مهم جدا ان شريف اكرامي ما يدخلش في هدف. بعد كده بقى لعب النادي الاهل العادي. الاستحواز على نص الملعب. الحاجة اللي اتخوفني كمان بعد الضربات السابتة. وبعد ان احنا يدخل فينا هدف. ان انا اعد اضايع الفرص الساك. مقدرش انا. نهاردة ايه قلقك انت كالتواليد. طبعا. لان هو قلقني من مدة. يعني هو قلقني من مدة ان النادي الاهلي بيوصل كتير قوي. وتكلم فيها كابتن حسن البابي. وتكلم فيها كابتن احمد ايوب. وتكلم فيها كابتن ساد معاوت. وتكلم فيها كابتن ساد عبد الحفيز. بشكل كتير. يا جماعة بنوجد او بنخلق او بنصنع عشر خمستاشر فرصة في المباراة. وبنتطلع جابين واحدة. فده برضو فيها ممكن. وارد ان كان مروان محسن بعد كده اجاييه بعد اجاييه جيكو لبالي. يعني فيه تغيير في النحية الهجومية. لكن في الاخر يشتغل كابتن حسام عليها في التمرين على الفرص الساك. أحسن أجل ما اننا طبعا نجمة من النجوم النادي الأهلي كابتن ناليك كابتن ربيع واحد من اللاعبين المميزين في تاريخ النادي الأهلي. وأيضا مدربين بقى الأكفاء جدا في الدول الممتاز حاليا كابتن علي ماهر المدير الفني لفريق الأسوتي مساء خيره. يا كابتن. حبيب يا فاروق. حبيب. انهور يا كابتن عليك وكابتن وليد برح الدين. حبيب وأخويا. كابتن ربيع شيء. كابتن ربيع مدربي وحشي جدا كابتن ربيع مبروك النهاردة علوة يعني كنت عتعملها النهاردة كابتن علي مير طبعا يعني تعادل النهاردة بتاع ملفوزي يعني كابتن علي أمام مقاصة طبعا فريق قوي تاني الدوري الموسم الماضي بتشوفها ازاي المباراة النهاردة كابتن التعادل ده لا طبعا انت بتلاعي فرقة كديرة جدا فرقة الوصيف في الدوري في مدير آل بتاعب أفريقيا مع جهاز فرق مختارة بكاتنات جلال عمل الفرقة دي بقى لأوربع سنين عشان يلعبوا كورة الكورة اللي انت تشايفها دي كلها بقى لهم كتير او بقى بعض لعبة جمدة جدا لعبة بملايين يعني حاجة طبعا فرقة كبيرة بتلاعب فرقة كبيرة يعني الترقة بتكتب كل الكبار سهل جدا بتكتب كل فرقة كبيرة بقول انت بقى بتلاعب الفرقة دي وتهد ثقة للي عادتك ودايما تحسسوا انهم فرقة جمدة وانت تقدروا تعاملوها تعاوز تعمل حاجة كويسة ليك ودايما اللعبة بي عنده رغطة عايز يخسب يخسب وعايز تبقى كويسة تبقى كويسة وانت بقى كزان واحد سفر وانت لحد اخر ثانية في المصر انت اللي بداع بتضيع على طول وجون يجي فيك غلطة كده محمد طريق زي بقول العيب كبير والعيب مهم يعني كورة كده كان فاكرة منها عادت لكن تلع فضار وحسين الشحاب فاخدوا عمالها من طوي يعني نت يعني الحمد لله وتلعب كورة وبتخافش وكورة ديك اللي تموند اوضي تتبلق انا اشوف الفرقة خايفة ولا لأ جدال فرقة كبيرة فالحمد لله ربنا كان كريم او معانا الحمد لله الحمد لله كابتن علي ممكن انت اصارت نقطة مميما جدا انت بتحاول تطلع من اللعبين جزئية ان انت لازم سقته بنفسه جزء الكورة الهجومية يعني احنا متعودين على كابتن علي مهر اثناء ما هو كان لاعب طبعا حتة الهجوم ومميز جدا جزئية انت هتفضل دايس عليها مع لعبتك حتى مع مقابلة الفرقة الكبيرة انت كنت بتلعب تعمل مقاص الفرقة الكبيرة النهاردة ولكن امام الاهلي والزمالك والاسماعيلي والفرقة المميزة هذا الموشن كابتن علي بص طبعا المهم انت أصلا يعني وليت عالي ونحبش الكورة يعني مهم ان انت برضو المقالي في شكل ونهاجل لكن لكن لازم تلابع طبعا وانت ما معاكش بكورة دافع كامل جدا كورة لو كنت صاركت على ماتش كن بالك وضائع كتير ماتش ليفربول فاته محمد صلاح محمد صلاح عمل سبريت يكون دو مكالب العامة في المحاضرة اقسم بالله من 18 لل 18 سبريت امم اما نشوفه ايش عامل كده محمد صلاح امم فانت انت عايز اي من العيد اللي انت عايز من العيد العيد اي حاج بس هو بيكسر هو تعالف المصري دايما انت عايز بيشوفك التعاوذي لا بتطنيش خلاص هو كمان ولا في نفو حاجة لكن الكلام ته في نفوش الغار لا انا بدي لك الحمارية دهاجم جامل كده وفي نفس الوقت وعينا شكر دفع جامل كده الحاجتين ستعمل هذه نقطة مهمة جدا سؤالها سأقولها كابتا العالي لو أنت بتلعب النادي الأهلي وجبت جول زي النهاردة كده تلاعي الجيش أول تفكير بالنسبة لكابتا العالي ما يرأيه لا أكيد ده صدار يعني طبعا نادي العالي عارف نادي العالي يعني يعني نادي اللي واحد بيعشاؤه لكن في الآخر ده شغلك طبعا وانت لعب وانت مدرب محترف طبعا كون انت بتجيب جول في نادي العالي انت بتبقى مبسوط وانك انت بتبقين الناس بتقديم كتعة في شغلك وانت بتقديم جول في سرقة كديرة زي ما دي لك لا هو بيكلمك لا انا بكلمك فنية انت هل هتتعامل بالشكل الهجومي هتكمل هجوم ولا هتتراجع وانت حاول تحافظ على الهدف كابتا العالي لا 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 مفيش حاجة اسمها هارجع ليه وخلي بالك انت كل ما تبقى قلقان وخايف دايما تعمل اكتر حاجة بتخاف نعمل اكتر حاجة بتخوصك لكن انت هتخسر بتعمل اخي ما تقلقش يعني انا دايما النهاردة بلعب انا ببص في التمنتاشر قدام فلت المقاصب ببص اللعبة والله في اه واحدة اللي انا خلت ان اطلوب قرارها تالي قرارها تالي كده ايه لا يحصل يا انا دايما احنا لعب كورة فمش جاي باللعب عشان يقوم نعمل واحدة قدام واحدة طويلة يعني يلعب كورة مميما وعدين انا بختار لعبتي على كده بنجول كيبر لحد الانترون واستردبكات واخدوا على كده اختاروا واحدين بيتبرانوا على كده انا اجي في المطشة عقود عمل طويل عمل طويل حتى لما اجي عمل طويل اطلع على واحدة مش عملها عشوائية انا با اي حد يجي يلعب وخلاص ويلعب باقي الطويل انا با اي حد يجي با اي مكان هيعمل الكورة طويلة طيب كابتا عالي سألاتك للمباراة القادمة امام الرجاء كابتا دي مباراة الرجاء المباراة القادمة يعني سألاتك لها هيكون بشكل عمل ازاي طبعا مطشة جميل جدا ومطشة عندهم فرقة رجاء فرقة كاللي بالك فرقة يمكن يكون اول مطشة اللي حصل يجي يلعب بردو فرقة كبيرة باولين ده مش ملوئي لسه اول مطشة في الفلتوري اكيدوا وهم خسرين المطشة اللي فات فاكيدوا مستعدين بشكل كويس قوي وكيدا عندهم طبوع وعندهم امل لهم برضو فرقة زي الاصلوتي بيلعبوها عبدون فاكيد لهم امل انهم اعملوا انتجاة ايجارية احنا عملك كل احساباتها للكلام ده كلهم بعدين انا بتتصرج على المطشة بتاع الرجاء طبعا انا والعدي ولازم بحضرلك كل المشاطة بحصة صعبة كل مطشة فيه ساعة كل مطشة واحدة طول انتظر تكتب الفرقة ما يمكن ولا اي حد في الدور دلوقت بساعة في النهاردة الجيش مع المطشة الآن صحيح قلت لسا اسألك حالا يا كابتن يعني لرأيك ايه في المباراة ويمكن لو ديك وجهة نظر في جزء التحكيمي عايز سوضحه يعني حدتك برضو مدير فني ومعرض لزلم التحكيمي فوقت من الوقات او للاخطاء التحكمية فوقت من الوقات كابتن علي طبعا مهم اول يعني احنا بلاحظ برضو ان الحسابات ساعات تحس ان الحكام عايزة ايه تقول ان هو ان مثلا ان انا ما اجيش مع النادي الاحد ان انا ضد النادي كانت واريد بيقول الكلام ده انا ضد النادي معين عشان الناس بحث ان هو ايه ان هم اه في تواجه لأ النهاردة برضو طبعا نهاردة النهاردة برضو حتى في واحد النهاردة كنا اه فماشل اصوتي حكا تحس ان انا كذوية تحس بحس في اعساس كده ان ايه انت لأ يعني واحد انت اصوتي كذفان واحد بلأ يعني بيحس ايه انت حاجة ما تتسلمش تروح اسيب عليك عالتمنتاشر طبع انت بتهمدني ليه او بتوقف الفرقة ليه او بتحدي يعني عارف اللي هو بتحددني ليه بتحديدني كل واحد حقه انا مطموش منك حاجة تديني حقه طبعا حاجة مش سهلة مش هيه مش لازم اللي هو مجرد ما حد تلمس حد تروح صفرة وثور عالتمنتاشر اللي هو يبقى سهلة بحيس ان الامور ziest한 او تمس سهلة للفرقة الفرقة دايما الكبيرة لا انت لكل واحد حقه كبير او صغير انت عام افرد الناديل ذلك 3 وما وما تقسع على الحساب الناديل الذي مثلا تبدي عشان الفرقة الناديل الكابان 3 ي Landingو اي نتيجة كاملة اهه بنالسي او تيجي عليهم. ده نحن قليك دايما اه اه لك زبان ثلاثة طسران ثلاثة ايا اي نتيجة كانت نحن سرق تين لكن ما بديش على ما بديش على حساب حد. ده كان ده طارف ملايين وانا اذن كان انطرم ملايين. بالنسباله شوية. الفلوس هو صرفها دي بدو بالنسباله كتير او بالنسباله. نزبوط أكثر. يعني حاجة ليه هو وانت دايما تبقى عادل على الهيو ما فيش على حد ابدا ولا تعمل حاجة التعرض هو بعض الحاجة بحيث يا فاروق هو عزب حاجة التوازن فعشا ليه انت كحاكم انت حاكم فيرو ويعني انت العادل اللي موجود داخل الملعب تدي الدحكته ده تدي الدحكته عشان امور تمشي بشكل واضح اكيد طبعا فيه اخطاء ولكن ما تبقاش بالشكل اللي ممكن احنا شفناه ناردة كابتان علي معلش انا خلتك في جزء التحكيم ولكن انا ببارك لك على فرقيتك وانت وقع ان شاء الله الفريق الاسيوتي معك هيبقى مميز جدا كابتان علي مهر ولكن انا قبل ما اقفل معك كابتان علي التموح بالنسبة لك مع فريق الاسيوتي هذا الموسم بالله يعني طبعا التموحنا نحن نقعد بشكل كويب ومشكل مقترم هو ده المهم يعني انت تعرف ان في الاول نظيمت بخطوة انا اتنى انت مرتفع لتوصل الهدف الكبير انك انت بعد كده بقى دي شكل مختلف وانك انت تبقى تبص الحتة المرفع والحتة دي مهم قوي لكن مهم انت الثانية طوال بشكل مرتفع وانت قل ردوم من ربنا ان شاء الله بيجا وكون موفقين توفيق ليك كابتن عالي كابتن عالي مير طبعا نجم مصر وكان نجم الاهل الصابق طبعا والمدير الفني لفريق الاسيوتي كابتن عالي مدير فنين كابتن ربيع مدير فنين في الدولة ممتاز بيحاولوا انه يبقى اليوم طموح مع حتى فرق ممكن تبقى الامكانيات اللعبين الى حد ما مش زي الاندية الكبيرة لكن طبعا المحاولة مهمة جدا مكتهد جدا علي ماهر جدا يعني مدير فني شاب النهاردة احمد سامي موجود النهاردة محمد عودة للسنة الثالثة مع المقولين العرب خلاص يعني كابتن حسام حسن وكابتن الناس دي بقى كبري وكابتن طري العشري وكابتن اهاب جلال بقى اجبار وكابتن ربيع كيبر خلاص لكن الكابتن علي بيشتغل على فكرة ضيع كثير قوي وهو كسبان خد بالك محمد عنطر يعني نفس الكورة اللي ضيعها النهاردة جابها في الممتاز بيه سهل قوي يروح بانفراض وبيرقص لكن في الممتاز بيه راح مرقص ودخل بالكورة جوه الجون النهاردة من رهبة الدور الممتاز كان يقدر النهاردة يكسب ثلاث نقاط غالين جدا لان الفرق برضو اللي صعدة النصر والرجاء والاسيوطي دلوقتي وقت اللم الدور التالي هتبص بس انت ابا ردي بنسب لما يكون معا الفرديات لان المواجهات خلي بالك يا الفردية في الاول انت عندك خمسة فوصة الملح لان عندهم فرديات عليا جدا بيروح على جون يسجلوا فيه وقت بس انا في قاعدة كابتن بتقولك مع الفرق الكبيرة اوعى تفتح لانك انت يعني امبارح مثلا فتحت الجيم خط 4 لان الاسماعيلي اسمه اسماعيلي هيقدر الاهلي لو انت جبت جون كابتن احمد سامي 10 انا بقفل كابتن مختار عامل امبارح مع الانتاج الحرب بلعب فرقة كبيرة لان انت هتعمل فيها عنطر وتفتح وتضغط على الاهلي منه ده واحد هيعمل كده يرحل تقوله شكرا كابتن وليد اتمنى طبعا الفوز النهاردة لكن طبعا هي دي كرة القدم وانت بتحاول يعني في بداية الموسم انك تروح للمرتبة اللي انت عايزها ولكن دولي طويل نفس طويل والنادي الاني هو حامل اللقب كابتن ربيا شكراك شكرا كابتن يعني عايز اقول نتايج الاسبوع الاول حتى الان كانت في مباراة الدخلية وبتروجيت اولى المباريات تعادل الاجابي واحد واحد مقاولون العرب والرجاء وفوز المقاولون الشركة ومن ثم 3.000 كانت في تنطف النص العائد Aujourdلسى ومباراة الاسماعيلي والالتحاد اسكندري والاسماعيلي 4-2 لصالح الاسماعيلي ومباراة الانتاج الحربي وزامالك تعادل ايجابي واحد واحد ونهاردة كانت فيه ثلاث مباراة الآسيوتي ومصر مقصة واحد واحد والمصر البورسعيلي فوز على ودي ديجلة واحد وأتعادل الاهلي وطلاق الجيس ان شاء الله بكرا في اختام الجولة الاولى لمسم 2017-2018 ام بي هيلعب سموحها الساعة 7 ان شاء الله لكن طبعا بكرا ان شاء الله في مباراة المباراة الودية الخاصة بالنادي الاهلي بكرا الساعة الخامسة هتكون نزع على قناة الاهلي بأمر الله هنكون فيه استوديو قبلها بساعة ان شاء الله بأمر الله ولكن طبعا انتظرونا لان احنا طبعا بنغطي على قد ما بنقدر سواء بقى المباراة الرسمية وان خلال تواجدنا بالستوديو تحديد طبعا كبات المصر بيبقوا موجودين معنا او بكرا ان شاء الله ايضا هيكون فيه تغطية خاصة لها هذه المباراة الاهلي والجونة المباراة الودية ان شاء الله هتكون اخر مباراة قبل مباراة الترجي هارد لك لنادي الاهلي نقفين نهارده ان شاء الله المباراة القادمة هي اللي هتبقى حوية لنادي الاهلي اهم حاجة بس نعدي مباراة الترجي فيه دور ربع نهائي فيه الدوري ابطال افرق ام يا اهلي شوف ولادك والبنود شوفك دايبك شوف جلودك والحشود شوف ايات النصر في كل العبود شوف وسكل بيها امكان الخلود انت دايبة انت دايبة انت دايبة 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 في القناة كل نعمة في رحالك عندنا دي مشيكة وقرابة ربنا من شيوفك انكسفنا بكنا وبشنابك طفصنا في اسمنا انت دايبة 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 انت دايبة دكت في الهانات اشتركوا في القناة